نقرأ لكم كتاب العباسيين من الدعوة إلى الدولة لوسيم رفعة عبد المجيد العاني المقدمة لقد حذي تاريخ الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي باهتمام الكتاب والمؤرخين الكبير لما لهذه المرحلة في التاريخ من أهمية تاريخية والسياسية وحضارية مميزة فضلا عن تعرض الحكم العربي فيه إلى محاولات القضاء عليه من عناصر داخلية وخارجية ونشأت الدولة العباسية عام 132 هجري الموافق ل749 ميلادي والسمرت الدولة العباسية أكثر من خمس قرون إلى أن انتهت على يد المقول في 656 هجري الموافق ل1258 ميلادي جرت خلال هذه المدة الطويلة الكثير من الأحداث التي تركت أثرها إلى يومنا هذا ونظرا لكثرة المصادر والمراجع والبحوث عن هذا العصر قمت بجمع مواقع يدي عليه من معلومات في هذا المؤلف الذي يتناول كيفية نشأت الدولة العباسية بعد دعوة طويلة بعدة مراحل منها السرية والأخير منها العلانية بالإضافة إلى تناول العصر العباسي الأول الذي تم فيه تثبيت أركان الدولة العباسية وتحولت فيه لامبراطورية تحكم أجزاء وساعة من العالم وقد تم تقسيم الكتاب إلى عدة فصول حيث سنتناول في الفصل الأول نهاية الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي لأنه لا يمكننا أن نبدأ بالدخول إلى تاريخ نشأة الدولة العباسية دون الرجوع إلى نهاية الحكم الأموي وأسباب انهياره السريع أمام الدعوة العباسية والعوامل التي ساعدت في نهاية الدولة الأموية وانهيارها وسنتناول في الفصل الثاني بدء الدولة العباسية وقيام الثورة وأبرز الأمور التي صاحبت عمل الدعوة العباسية وكذلك أبرز القادة الذين ساهموا بنشأة الدولة العباسية وسنتناول في الفصل الثالث العوامل الدينية والقومية والسياسية التي كان لها الدور الكبير في قيام الدولة العباسية وعرفت دعاة العباسيين كيف يستغلونها بمهارة فائقة في إسقاط الدولة الأموية وحمل الناس على الالتفاف حول دعوتهم والاندمام لها أما في الفصل الرابع فسنتناول أبرز الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الأول والذي يسمى كذلك بعصر القوة ابتداء من الخليفة الأول أبو العباس السفاح وانتهاء بالواثق بالله حيث كان لهؤلاء الخلفاء الدور الأبرز في إقامة يصف الدولة العباسية وبلغت في عهدهم على درجات القوة وتطور في مختلف المجالات ونسأل الله أن نكون قدمنا الأفضل في هذا العمل المؤلف الفصل الأول نهاية الدولة العربية في العصر الأموي لقد تبينت الأراء حول تفسير الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تداعي الحكم الأموي بسرعة ولما يمضي عليه إلا حوالي قرن من الزمن فمن المؤرخين من يعز أسباب نهاية الأمويين ونهاية حكمهم إلى عامل واحد سياسي لدرجة كبيرة وهو الدوة العباسية التي انتشرت في خرسان كنتشار النار في الهشيم ثم توسعت وامتدت غربا باتجاه مناطق نفوذ الأمويين ثم العراق وبلاد الشام وبعدها أحد العباسيون أصحاب الريات السود يتعقبون آخر خلفاء بني أمية ماروان بن محمد مع فلوله المهزومة ويصور أنصر هذا رأي آخر خلفاء بني أمية وهو متعرض لا يقدر على شيء ولا يستطيع مقاومة هذا الطيار العباسي الجارف فاضطر للفرر إلى مصر حيث أدركته الجيوش العباسية بقيادة عبدالله بن علي العباسي وأخيه صالح بن علي العباسي إلى أن ظفر به في مصر عام 132 حجري 754 وقتله على يد صالح وبذلك تظهر هذه القصة التاريخية أن الحكم الأموي قد تداعى بسرعة لا تصدق بعد أن كان يتمتع بقوة عسكرية جعلت سلطته تمتد شرقا حتى نهر سيحون وجيحون والهند والسند وغربا حتى المغرب العربي والأندلس وفي مقابل ذلك فإن هناك تفسيرا آخر لا يقلل من أهمية العمل السياسي المتمثل بالثورة العباسية وما عمله الدعاة العباسيون من أعمال بغية تقوية روح النقمة والعداء للبيت الأموي الحاكم لكن في الوقت نفسه لا يجعل هذا العمل هو الأساس إنما يجعله ضمن عوامل أخرى تكاتفت جميعا في إدعاف الخلافة العلموية وبالتالي انهيارها وهناك من يرى أن الثورة العباسية أو بالأحرى الدعاة العباسية وما نتج عنها من إثارة التناقضات بين صحوف القبائل العربية في خرسان إن هي إلا نتيجة من نتائج عوامل أخرى متعددة امتدت جذورها للوراء إلى أكثر من نصف قرن من الزمان تقريبا ولهذا فإن أنصر هذا التفسير لا يجعل تداعي البيت الأموي بهذه السرعة إنما يرجع إلى عدة عوامل الداخلية السياسية اجتماعية إدارية تتعلق بماكنة الدولة الأموية ويعزز أنصر الرأي الآخر تفسيرهم بالقول إن قصة هروب الخليفة مرواما محمد آخر خلفاء بني أمية ومتعرضته في كل مكان ما هي في الحقيقة إلا صورة موادحة للتفتت الذي كان يسري في جسم الدولة المريد منذ أكثر من نصف قرن وما نجاح الدولة العباسية وجمع المؤيدين والأنصار إلا حالة من ملء الفراغ لهذا التفتت الذي أصاب جسم الدولة العربية التي خلت من قيادة سياسية تتمشى وروح ذلك العصر وعلى هذا انتقل الحكم من أسرة عربية أموية إلى أسرة عربية عباسية وموضوع آخر علينا أن لا نغفله هو المتعلق بالصورة التي صور فيها آخر خليفة الأموي على أنه كان ضعيفا لم يستطع الصمود أمام زحف الطيار العباسي الهادر من خرسان أي أنه لم يقض على مجابهة هذا الخطر وواقع الأمر أن هذه الصورة هي ليست صحيحة تماما فمروان بن محمد كان قبل أن يتولى أمور الخلافة العثموية واليا على الجزيرة الفراتية وأرمينية وذل محاربا للأعداء وخدأ الحروبا ومعارك عدة 12 سنة وقد أبل بلاء حسنا في الدفاع للحذوذ القفاسية أمام هاجمات الأتراك وكان ناجحا جدا من الناحية العسكرية إذ فلح في نقل ميدان المعارك إلى داخل أراد العاداء ويقال إنه لقب بمروان الحمار لأنه كان لا يجف له لبد من محاربة الخارجين للدولة فكان يسل السير ويسبر على مكائد الحروب لذلك فإنه وصف بالشجاعة والدهاء والمكر صحيح أنه كان من الناحية العائلية الأموية من فرع غير مشهور من البيت الأموي وأن أمه كانت أم ولد لكن الدفاعه المستمثة عن أنكار الدولة الأموية منذ أول مرة لمع فيها اسمه في سنة 115 هجري 740 ميلادي يعكس مدى مقدرته وجرأته على مجابهة الأخطار للإذعان لها والفرل العسكري يرجع لمروان في تنظيم الجيش الأموي تنظيما قتاليا مبنيا على أسلوب الكرديس وهو الذي قاد هذا التنظيم العسكري إلى الكمال وعلاوات على خبرته في الأمور العسكرية وأنه عرف الكثير من الحروب فإنه كان على درائد وعلى فتنة في الأمور السياسية فكانت الإخبار والمعلومات السياسية تأتيه من كل مكان كما يروى أن مروان لقب بمروان الجعدي نسبة لصاحب المقالات والأتزال المشهور الجعد بن درهم الذي كان مدركا للشغول لثقافية السايدة نذاك إذ كان الجعد بن درهم مؤذبة من هذا كله فإن شخصية مثل هذا لها المواصفات والإمكانية على التحمل لا يمكن بأي اتحال أن تصبح متخادرة للدرجة التي وصفت بها صحيح أن ناصر بن سيار قد لفت أندر مروان نحو الخطر الذي تشكله الدعوة العباسية وأن مروان لم يعطي ذلك أذن الساغية كما هو معهود به نظر لانشغله بأمور داخلية عائلية مهمة لكن أيضا لا يبرر كونه ضعيفا أو منشغلا عن أمور الدولة إذ صارت البلاد مرتعة للفتن والإضطربات وقد انشغل في إخمادها ولهذا كما قيل بأنه المبرث أنباغته الريات السود في خرسان قد يكون ذلك إلا أن الحالة في خرسان البعيدة جغرافيا على مركز القيادة كانت موكلة إلى عدد من الإداريين الكفؤين لكن تشاحون القبلية والتنازع بين المدريين واليمنيين ربما كان أقوى من نقود ناصر بن سيار والواقع أن في الحوز انعبر عن موقف مروان بالمحمد القوي أثناء نهيار الحكم الأموي فيقول ما نصه وعبثا طلب نصر بن سيار نجد بالإلحاح اللي يقضي عليه أي الخضر العباسي ولد مروان في مركز الدولة عمل نفيد عليه فهو يحمد الله على أنه قادر على أن يحتفظ بموقفه ظافرا هناك وإذا هو في قمة نجاحه يرى أمامه جسد الجسد وعلى حين غر ذلك الشبح الأسود الذي لم يكن يعيره انتباها وإذا بالخرصانيين يديعون عمله المرهق أدرج الرياح في اللحظة التي لاح له فيها أنه بلغ هدفه فقد انقد عليه رجل أقوى منه هو أبو مسلم الخرصاني بالفعل فإن مروان بالمحمد كان قوي نزاء الحركة العباسية وهو الذي نجح في القضايا الأشد منها تلك التي ظهرت في البيت الأموي نفسه عندما ثار عليه سلمان بن هشام بن معمد الملك وآزرته اليمنية أو الحركة التي تزعمها ثابت بن عين في فلسطين وحمس ودمشق وتبرية سنة 127 هجري أو حركات الخوارج في الجزيرة الثراتية والمؤسر والكوفة لذلك فإن نجاح العباسيين لدى مروان عسكريا كان مفاجأة اللعبت فيها ظروف مواتئة لهم وسلبية بالنسبة إلى مروان من هذا السرد لمواقف مروان السياسية لابد لنا من القول أن عوامل انحلال ونهاية الدولة الأموية إذن ترجع إلى عدة عوامل لا تحددها فترة تاريخية المحددة وهي بالتالي ليست عوامل ظهرت وسدت إبان حكم روام المحمد أو أنها سدت في خرسان دون غيرها لكنها عوامل قديمة العهد ربما يرجع بعدها إلى بداية الخلافة الأموية ويمكن تقسيم هذه العوامل المحاور الأتية 1- ولاية العهد مشكلة صارت عاملا حاسما في ضعف الأمويين من المعروف أن الأمويين قد استحدثوا عند مجيء معاوية بن أبي سفيان لدفة الخلافة في المجال الإداري السياسي للخلافة إجراءا جديدا لم يكن معروفا أيام الخلافة الرشدة ألا وهو توريث الخلافة وحسروها وراثة بين أفراد البيت الأموي بصفة عامة والبيت السفياني أولا بشكل خاص دون غيره من الفروع الأموية أو القبائل العربية الأخرى وقد دفع هذا الإجراء الفقهاء والصحابة لن يتخذ مواقف معادية أو أن يسف الخلافة الأموية بأنها دولة دنيوية لأنها خرجت عن المألوف السياسة الخلفاء الرشيدين بالنسبة إلى وضعية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما في هذا الإجراء من إجربيات وسلبيات فإنه تحول بمرور الزمن إلى مشكلة إدارية سياسية المهم هو هذا الإجراء الأموي قد بدت عليه متغيرات أخرى منها أن بعض الخلفاء الأمويين قد تركوا تسمية وترشيح لولي العهد للخلافة غامضا كالذي فعله سليمان بن عبد الملك مثلا فإن الشيخ رجاء بن حيو أشر عليه أن ينصب بنه داود ثم أشر عليه أن يرشح عمر بن عبد العزيز وعندما أراد رجاء أخذ البيعة من الأمويين اعترض عليه أفراد البيت الأموي أن يمنحوا البيعة دون معرفة المرشح أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فإنه عندما أدركته المنية وهو يحتضر السؤال عن المرشح فقال لو يخترت للأمة غير يزيد كان أولى ولذلك فإنه كان بقرارة نفسه يفضل الخلافة من خارج البيت الأموي وعندما وجد الأمويون أنه عازم على ذلك عمدوا إلى دس السم إليه بطريق خادمة وعندما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 125 هجري 743 ميلادي من قبل يزيد بن الوليد دون أن يحد بالخلافة لأحد أفراد عائلته تولى يزيد القاتل الأمر لكنه لم يبقى في الخلافة إلا حوالي خمسة أشهر ثم تؤفي دون وريث ليأتي بعده وتقلدها براهيم بن الوليد ابن عبد الملك سنة 126 هجري 744 ميلادي 1. توريث الخلافة وحصرها بين أفراد البيت الأموي بسرة عامة والفرع الصفياني خاصة 2. وعرفت الخلافة الأموية بأنها دولة دنيوية 3. خرجت عن المعلوف في السياسة الخلفاء الراشدين وتحولت بمرور الزمن إلى مشكلة سياسية إدارية 4. تسمية وترشيح ولي العهد للخلافة غامدا 5. تعين أكثر من ولي للخلافة في آن واحد عهد جابية سمية أما بالنسبة إلى معاوية الثاني الذي تولى مقاريد الأمر سنة 63 هجري 680 ميلادي وكان حينها صبيا ضعيفا 6. فإنه لم يتمتع بالخلافة المرضة 7. وذكر أنه فكر في أن يرش حرجا آخر بدلا عنه 8. أصوة بما فعله الخليفة أبي بكر رضي الله عنه 9. مع الخليفة عمر رضي الله عنه 10. لكنه لم يجد الرجل الصالح لذلك 9. عندما أوشر عليها أن يقلد الأمر الأخي 9. خالد قال 10. والله ما دقت حلوة خلافتكم 10. فلا أتقلد وزرها 10. وبعد أن خطب بالناس أمر أن يصلي بالناس حسان مالك 11. واعتزل عنه الخلافة وظل في منزله معتزلا 12. إلى أن مات دون أن يعين ولي للعحد 12. أما المتغير المهم الآخر في أمر الخلافة الأموية 12. فإن المؤتمر الجبية الذي نعقد في سنة 64 هجري 685 ميلادي 13. بين أنصار خلد بن يزيد بن معاوية 14. وأنصار مروان بن الحاكم بن العاص 14. لتحديد مرشح لخلافة على إثر معاوية الثاني بن يزيد 15. الذي عزف على الخلافة 15. توصل فيه الترفان الاتفاق في هذا المؤتمر 16. أن يكون الخليفة مروان بن الحاكم أولا 16. ثم يأتي بعد موته خلد بن يزيد 16. وبعد ذلك عمر بن سعيد بن العاص 17. أي أن مؤتمر الجبية قد سنة شكلت فيما بعد 18. خطرا على استراتيجية الحكم الأموي 19. فقد تم الاتفاق على تعيين أكثر من ولي للعهد في آن واحد 19. لكن بمرور الزمن صار هذه الإجارة أو سنة متبعة تقريبا 20. أي إن الخليفة المرشح ياتي لدسة الحلافة 21. على أمل أن يسلمها للمرشح الثاني 21. غير أنه في الحقيقة لم يتبق ما اتفق عليه 22. أو لم يتبع ما تم الاتفاق بسدده 22. وأنه سرعان ما ينحى ولي العهد المسمى بعده 23. ليوعين بدلا منه ابنه أو ابناءه 24. بدلا من ذلك المرشح الأموي المتفق عليه 24. وقد بدأ هذه السياسة الخطيرة مروان بن الحاكم ذاته 25. إذ نقد عهد الجبية 25. وأبعد خالد بن يزيد وسعيد بن العاص 26. وبايع كل من ابنيه عبد الملك بن مروان 26. وعبد العزيز بن مروان 27. بدلا منهما 27. ومع أن اختياره لعبد الملك كان موفقا جدا 27. لأنه بحق كان رجل الساعة 27. بالنسبة للظروف والأحوال السيئة التي سدت الولايات الإسلامية 28. لكن الإجراء بحد ذاته كان جديدا وغير معلوف 29. لأن مروان من أجل تثبيت اختياره 29. اتبع السياسة التحقير وتقليل أهمية خالد بن يزيد 30. أحد المرشحين في نظر الناس 30. حتى يقال ذلك العمل قد دفع أمه إلى قتل مروان حنقا 31. ومع ذلك فإن العهد كما مر بنا سابقا 31. كان لعبد الملك ثم لأخيه عبد العزيز بن مروان بعد ذلك 31. فقد بقيت هذه الحالة حتى أواخر عهد الخليفة عبد الملك 32. عندئذ بدأ يفكر في مسارة الخلافة بعده 33. وكان في واقع الأمر يود أن يحول ولاية العهد من أخيه عبد العزيز 34. إلى ابنه الوليد بن عبد الملك 34. لكنه كان يخشى من غضب أخيه 35. ولتحقيق رغباته استشرى من حوله من أصحابه حول الموضوع 36. لكنه في نهاية الأمر 37. أعزم عن اتخاذ قراره في تنحية عبد العزيز 37. في هذه الأثناء لحسن حد عبد الملك 38. فإنه بينما كان يفكر بالطريقة 39. إذا بخبر موت عبد العزيز سلو إليه 39. فقد أخبره صاحب خاتمه وبريده قبيس بن دؤيب 40. بذلك الخبر ليلا بعد وقت نوم عبد الملك 41. فوجم عبد الملك ساعة لكنه شعر بارتياح 42. لأن مسارة العهد قد حلت نفسها 42. فقال لمن حوله 43. كفان الله ما كنا نريد 43. وبذلك عين الوليد ولي للعهد 44. ثم من بعده سليمان بن عبد الملك 44. وهناك رواية لليعقوبي 44. تفيد بأن عبد الملك 44. قد خلع أخاه سنة 85 هجري 44. وبيع لولديه الوليد سليمان 44. وكذلك فعل يزيد بن عبد الملك 44. الذي كان ولي عاده أخيه هشام 44. لكن العلاقة وطرت من الأخوين 44. وهناك من يقول أن يزيد تأثر 45. بأقوال حاشيته 45. التي زينت له الخلافة وحصرها 45. في ابنه الوليد 45. وتم يزيد بذلك 46. إذ اقترح مسلم بن عبد الملك 46. وكان له رأي أن يولى هشام العد 47. ولا يخد على رأي حاشيته 47. فقال له 48. يا أمير المؤمنين 48. أيما أحب إليك أخوك أم ابن أخيك 49. فقال 49. بل أخي 50. فقال 50. فأخوك أحق بالخلافة 51. فقال يزيد 51. إذا لم تكن في ولدي فأخي أحق بها 52. من ابن أخي كما ذكرت 52. قال 52. فابنك لم يبلغ 52. فبايع له هشام ثم من بعده لابنك الوليد 53. وكان الوليد ومائد ابن أحد عشر سنة 54. ويقال إن يزيد بعث خالد القصرية إلى هشام 54. وكان أن ذاك بالجزيرة الفراطية 55. عارض عليه أن تكون الجزيرة له مقابل تنازله 55. وبمرور الزمن توترت العلاقة بين الخليفة وولي عهده 55. فكتب إليه مرة 55. أما بعد فقد بلغني استثقال كحياتي واستبطاء كموتي 56. ولعمري إنك بعد لواء الجناح 56. وما استوجب منك ما بلغاني عنك 57. وكان هشام ذكيا فلم يدخل معه في معركة كلامية فأجابه 57. أما بعد فإن أمير الممين قد فرغ سمع 58. لقول أهل الشنان وأعداء النعم 58. يوشيك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين 59. وتقطع الأرحام 59. أما أنا فمعاذ الله أن السدق لحياتك 60. أما عن العلاقة بين الخليفة سليمان 60. بين موسى بن نصير وأبنائه 60. وكان موسى بدل جهود متميزة في تحليل 60. أجزاء الغربية في الشمال الأفريقي 61. فتشير المعلومات إلى سليمان 62. قبل أن يلي خلافة كتب إلى موسى بن نصير نصيحا له 62. أن يتأخر في مجيء دمشق إلى حين موت الخليفة الوليد الذي كان مريضا 63. وبذلك يتسنى لسليمان الحصول على الغنائم التي جلبها موسى من الأندلس 64. وينال فخر الفتح لنفسه 64. لكن موسى وصل السير ولم يتأثر بأوامر سليمان 65. ووصل دمشق وما زال الوليد على قيد الحياة 65. فحقد سليمان على موسى وأغرمه غرمة كبيرة بلغت مائة ألف دينار 66. وذكر أن السليمان عند توليته الخلافة 67. زج بموسى في السجن حيث مات فيه 67. وكان من بين أهم نتائج هذه السياسة في العهد الأكثر من ولي العهد الخلافة 68. وأخص ما اتخذه المرشحون 69. من إجراء في تغيير ولي العهد 69. المرشح لأبنائه دون إخوانهم 69. انفصار الوحدة العائلية للبيت الأموي 70. وزرع عامل الكره والحقد والتآمر بين أفراده 71. مما جرت النزاع والحروب فيما بينهم من جهة 72. وبينهم وبين عمالهم وولاتهم من جهة أخرى 72. فذهب ضد هذه السياسة عدد من المشهورين في الميادين العسكرية والإدارية 73. من أمثل القائد اللامع فاتح بلاد موراء النهر 74. والهند والسند 74. قتيب إبل المسلم الهابلي 74. ومحمد بن القاسم الثقافي 75. وفاتح بلاد الأندلس موسى بن نصير 75. وأسرة الولي الناجح الحجاج الثقافي والي العراق 76. ونكل بهؤلاء جميعا الخليفة سليمان بن عبد الملك 77. لا لشيء إلا لأنهم كانوا إما مقربين في حياة أخوه 77. وإما أنهم من مؤيديه 78. فإن سليمان كان يبغض الحجاج وأهله وولاته 79. فحقد على قتب بن مسلم الباهلي 79. فبعد أن رفض سليمان خلع نفسه من ولاية العهد لعبد العزيز بن الوليد 79. كتب الوليد إلى عماله أن يبيع العبد العزيز 80. فلم يجيبه أحدا من العمال سوى الحجاج وقتيبة 81. فكانت نهاية هذا القائد وقتله 82. نتيجة من نتائج هذا الحقد 82. كذلك كان الحال مع محمد بن القاسم الثقافي 83. فاتح بلاد السند 84. واختن الحجاج الثقافي وقد حاد عليه سليمان لهذه السلة من الحجاج 85. فحبسه بمدينة الواسطة وهناك لقي حدفة 85. كما أن الخليفة سليمان كان وراء عملية اغطيال عبد العزيز بن موسى 86. وكان ابنه الآخر عبد الله بن موسى الذي كان وليا على شمال إفريقيا 87. وقد عزله سليمان بنفسه 87. كذلك قتل مروان بن محمد آخر الخلفاء المويين 87. الخليفة إبراهيم بن الوليد 88. الذي بويع بالخلافة بعد الوليد بن يزيد 89. محتجا بأنه يقاتل إبراهيم 89. للأخذ بثار الوليد الذي قتله يزيد بن الوليد 89. ولتحقيق رغباته التي قد تكون صادقة في الأخذ بثار 89. وربما كان مدفوع بدوافع شخصية لنير الخلافة لنفسه 89. فإنه قد حملة عسكرية ضد إبراهيم 89. الذي لم يستطع الصمود فتر للهروب من دمشق 89. وتعقبه مروان إلى أن ضفر به وقتله وسربه 89. وقتل جميع من وقف معه من أفراد البيت الأموي 89. ولنأخذ نموذجا لهذه الأحوال السياسية والإدارية 89. وانعكساتها على أوضاع الدولة الأموية 90. وفيما إذا ساهمت في عملية حلال خلافة الأموية أم لا 90. فبعد أن حارب مروان بن محمد إبراهيم 90. مطالبا بدم الوليد بن يزيد 90. سرعان ما اندمت إليه القيسية 90. لا لشيء إلا لأنها كانت منوئة لليمينية 91. ولما شعر المينيون أن مروان يهدف إلى عادة 91. ولد الخليفة الخلافة 91. أقدموا على قتل ابني الوليد وهم في السجن 92. ومن هنا فإن مروان بعد أن ولي الخلافة 92. تعصب للقيسية وطالب اليمينية بدم الوليد 92. فكان من نتائج هذه الأزمة السياسية الإدارية 93. أنثرت القبائل في حمس على مروان 93. بقيادة الثابت بن عيم 94. واندمت إليها قبائل تدمر الكلابية 94. برئاسة الأسبع بن ذو آل الكلبي 95. وجرت معركة بين مروان الخريفة الشرعي 95. وبين المتحالفين من حمس تدمر 95. فأفلح مروان بالتغلب عليهم 96. إدن هزم المتحالفون أمام تقدم مروان 96. في الوقت نفسه تحرك يزيد بن خلد القصري 97. في دمشق ومال إليه اليمينية 97. فاضطر مروان إلى أن يجهز لهم جيشا 97. ودخل معهم في معركة أحرز فيها النصر 98. وانتشر تحرك اليمينية دم مروان 99. لأنه مال للقيسية 99. فثر يمينه فلسطين دم مروان 99. فجهز ضدهم جيشا 99. قطع على حركتهم 99. وبعد أن أقر مروان أمر اليمينية 99. في مدن حمص وتدمر وفلسطين 99. خرج على حكم مروان 99. سليمان بن هشام بن عبد الملك 99. وأقنع البيت الأموي 99. بأن يخلو عطاعة مروان 99. وأيادت اليمانية مواقفه 99. فاضطر مروان إلى أن اتجه 100. إلى حرب سليمان 100. إدارت بينهما حرب طويلة 100. انتصر فيها مروان وأجبر 100. على الهروب للعراق 100. حيث انضم إلى كل من كان به 100. من الخوارج 100. الذين تحركوا أن ذاك 100. مروان 100. ولم يقتصر الأمر 100. على الأحوال السياسية 100. في داخل بلاد الشام 100. إنما انتشرت 100. هذه التوترات 100. بسبب التنزع السياسي 100. على الخلافة إلى العراق 100. والجزيرة الفراطية 100. وإلى حد كبير المشرق الإسلامي 100. فانشغل مروان طيدة 100. مدة حكمه في تجهيز 100. لأحكم هذه الحركات 100. مما أدى بمرور الزمن 100. إلى أن يظهر الوحن 100. على جيوشه 100. وبالتالي أربك الأوضاع 100. فلت اتمم الأمور 100. وتشجع الطميعون 100. والحاقدون على حكم مروان 100. بصورة خاصة 100. والحكم الأموي 100. ولذلك فمن يمكن 100. القول أن 100. العوامل الأخرى 100. السياسية والاجتماعية 100. الخاصة بالنزاع القبلي 100. بين المدرية واليمينية 100. هي في حقيقة أمريح 100. عوامل نتجت بشكل رئيسي 100. من هذا التنقض الإداري 100. المتعلق بطبيعة 100. الماكينة الإدارية 100. الخلافة الأموية 100. الأمويون والمشاكل 100. لا شك أن الأصول 100. التاريخية لبعض 100. المشاكل السياسية 100. التي واجهت 100. الخلافة الأموية 100. في الحقب الأخيرة من حكمها 100. ترجع إلى 100. بداية الحكم الأموي تقريبا 100. إذ بعد وفاة الخليفة 100. معاوية بن أبي سفيان 100. وعتلاء ابنه يزيد 100. ظهر أن على 100. خليفة الجديد أن يواجه 100. مصاعب جمع 100. إذ عصفت بالدولة 100. أحدث سريعة 100. وخطيرة مهمة 100. ودعت الحكم الأموي 100. أمام تحدي كبير 100. ويقف على رأس 100. هذه التحديات 100. تلك التي تعلقت 100. بخروج 100. حسين بن علي نحو 100. وإعلانه عن 100. منوائته 100. وإعلانه عن 100. فقتل الول حسين بن علي 100. ولد أحقاذ 100. لأخذ بثاره 101. ومحاصرة حرم 101. رسول الله في المدينة المنورة 101. وفتحها عنها 102. ثم محاصرة مكة المكرمة 102. وضربها بالمنجنيق 102. وإلحاق الحسائر 102. بالكعبة 103. اتوالت أحجار المنجنيق 103. والعراذات على البيت 103. ورمي مع الأحجار 103. بالنار والنفط 104. ومشاقات الكتان 104. وغير ذلك من المحرقات 104. واحترقة البنية 104. قد ولد غدب الفقهاء 105. المسلمين 105. وأهل المدينتين 105. المقدستين 10. والتي تبلورت 10. لتصبح حركات 10. منوية للحكم الأموي 10. إذ ظل بعض الأمويين 11. في بلاد الشام 11. يؤيدون ابن الزبير 11. كما انقسم أهل البصرة 12. إلى مؤيد 12. لعبدالله 12. ومعارض الله 12. وغير ذلك من الأحتأث 12. وللحديث عن كيفية 13. مواجهة الخلفاء 13. لأثار هذه 14. لأحداث السياسية 14. التي ظهرت 15. ونمت منذ المراحل 15. الأولى لحكم الأمويين 15. ينبغي علينا أن نحصر 15. فترة إثارة هذه العوامل 16. على انهيار 16. الخلافة الأموية 16. فالحركة العلوية 17. مثلا كانت في المراحل 17. من حكم الأموي 17. تشكل خطرا كبيرا 17. لكنها في الحقبة 18. لم تكن كذلك 18. والواقع أن العلاقة 19. بين الخلافاء الأمويين 19. كسليمان بن عبد الملك 19. وعمر بن عبد العزيز 20. وياسيد بن عبد الملك 20. وبين العلاويين 21. كانت علاقة إيجابية 21. ففي خلافة سليمان 22. كان عبد الله بن الحسن 22. من أقرب الناس 22. مجلسا لسليمان 22. وأن السليمان أكرم 23. وفدت أبي هاشم عبد الله 24. بن محمد بن علي 24. والمسعودي يقول إن 25. الخليفة سليمان 25. هو أول خليفة أموي 26. قطع ما كان يذكر 26. من كلمات النيل 26. من الخليفة علي 26. رضي الله عنه 27. أما بالنسبة 26. الخليفة العادل 27. عمر بن عبد العزيز 27. فإن العلاقة 28. هذه قد تحسنت 28. قد تحسنت كثيرا 29. منذ أيام ولايته 28. على المدينة 27. لثلاثة وتسعون 29. هجري 27. وإن عشر 28. فلما ول الخلافة 29. كان يقدم 29. لبني هاشم العلويين 29. الأموال والسلوات 29. فقد ذكر 29. المؤرخ بن سعد 29. أن الخليفة وصل 30. أحل البيت الطريبي بالمال 30. إن بقيت لكم 30. أعطيتكم جميع الحقوق 31. ولم يكتفي 31. الخليفة بمنح 31. العلويين 32. هذه السلوات 32. بل شمل 32. كرمه أبناء 32. أممتهم 33. بني هاشم 33. هو أدالين 34. رد جميع 34. فقد اجتمع 34. نفر من بني هاشم 34. فبعث إليه 34. كتابا 35. يعبرون فيه 35. عن شكرهم 35. لما قام به 35. من سلة أرحامهم 36. وقد بقيت 36. العلاقة 36. هذه العلاقة 37. الجيدة 37. خلال 38. هذه الفترة 38. فإن الأمويين 38. واجهوا 39. تحديات 39. من بعض الحركات 39. أهم 40. أهم 41. حركة 41. حركة زيد 42. بن علي 42. ذات 42. خليفة 42. هشام 43. بن عبد الملك 43. وقد صرح 43. عن أسباب 44. خروجه 44. قائلا 44. خرجت 44. خرجت 44. على بني أمي 44. الذين 44. قتلوا 44. جد الحسين 44. وأغاروا 44. وقد صرح 44. لكن أتباعه 45. فارقوه 46. ولم يبق 46. ولم يبقى 47. سوا بدعميات 47. فاصطاع 48. والدعراق 48. يوسف بن عمر 49. أن يقضي 49. وأن يقتل 49. زيد 49. أما 50. الحركة 50. فقد تزعمها 50. عبد الله 50. عبد الملك 51. بن جعفر 51. بن أبي طالم 51. أسفل أثناء خلافة إبراهيم بن الوليد وإذ بدأ عبدالله دعوته سرا في الكوفة والحيرة ولما كان إبراهيم بن الوليد منشغلا في ذلك الوقت بالقطار بن عمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين فقد استثمر عبدالله بن معاوي الظروف وامتد بدعوته للمدائن والماهين وحمدان وقومس وأسبهان والري وفارس وانضم إليه عبيد الكوفة لكن بعد أن انتصر مروان على إبراهيم بن الوليد أرسل جيشا كثيفا لقتال عبدالله بن معاوية الذي انفصل عنهم وإيدوه فاضطر إلى أن يعرب مع أخوته إلى خرسان حيث استطاع أن يسيطر على فارس وهمدان وأسبهان والري وقد التحق به الكثير من بني هاشم غير أن الدعوت العباسية كانت أن ذكا قد حصلتها تأييد نواسع في خرسان فوجد أبو مسلم الخرساني في بن معاوية خطرا على الدعوت العباسية لذلك قبض عليه ثم قتله إن الحركات العلوية السابقة لم تكن خطرا جدا على خلافة الأموية بالقدر الذي كانت عليه الحركات في بداية الدورة الأموية أو مقارنة بالدورة العباسية فيما بعد ومن المحتمل أن السبب في عدم تكرار حركات السياسية العلوية خلال هذه الحقب المتأخرة من تاريخ الأمويين يرجع للعلاقة الحسنة بين العلويين والأمويين من جهة وإلى استثمار الدعوة العباسية لشعارات السياسية عامة كالدعوة لآل البيت التي تبدو أنها علوية أما الحركات المناهدة الأخرى التي شكلت خطرا سياسيا على خلافة الأموية في المرحلة الأولى للحكم الأموي حتى فترة الخليفة عبد الملك من مروان والوليد فهي حركة الخوارج إذ كان الخوارج في أقوة جيقواتهم خلال تلك المرحلة واحتلوا مناطق واسعة من الخليج العربي والأحواز والجزيرة الفراطية وقاوم الولاة الأمويين مقاومة عنيفة لكننا مع ذلك نقرأ بعض الأخبار عن ظهور حركة هنا وهناك على الخلفاء الأمويين بعد عبد الملك بن مروان مع أنها حركات خفيفة سرعان ما يقضى عليها كالحركة التي تزعمها داود بن عقب الداب العبدي خلال خلافة الوليد إذ خرج مع جمع قليل مؤيديه في المصرة فحاربه مروان بن الملهلب بن أبي الصفر وأفلح في دحره وقتله وخمدت حركة الخوارج خلال خلافة سليمان بن عبد الملك باستثناء خروج خمسة من الخوارج بناحية من نواحي البصرة لكن الوالي الأموي قد عليهم على العموم فإنه يمكن القول أن الخوارج خلال خلافة الوليد وسليمان التزموا جانب السكينة وربما يرجع السبب إلى أنهم فقدوا تأثيرهم فقلوا أتباؤهم وخلال خلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز ظهرت حركات قليلة ضعيفة منها حركة شوذب باستان بن مري وأراد الخليفة أن يدخل مع الخوارج بحوار السياسي للتفاهم معهم تجنبا للقتال لكن شوذب وجماعاته تصوروا أن سياسي الخليفة السلمية تعتبر عن الضعف فاستطمروها لتوسيع حركاتهم غير أن الخليفة كتب إلا عمله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن إن لا تحركهم إلا أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا حازما ووجهوا إليهم ووجه معه جندا فأرسل إليهم عبد الحميد جيشا فهزمهم ولعله من الصحيح القول أن الخليفة الذي ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز وهو يزيد بن عبد الملك قد أوكل إلى والي الكوفة عبد الحميد قتال الخوارج بشدة وحزم الأمر الذي دفع هؤلاء إلى نعته ويعزمه الأمر على مقاتلة الأمويين فشهد عصر هذا الخليفة ظهور عدة حركات خارجية من حركة الشدف الكوفة التي وجه إليها يزيد الجيوش من بلاد الشام ومن بينها الجيش الذي خاده مسلم بن عبد الملك فانهزم الخوارج ويبدو أن حركة خوارج الكوفة قد شكلت خطرا على يزيد فاهتم بها لمحاولة القضاء عليها ووقعت بين جيش مسلمة وشوذب معركة طاحنة قتل فيها شوذب لكن الخوارج من أتباعه وآخرين لم يركونوا للسلم بعد هذه الهزيمة فخرج عقفان الخارجي في دمشق وخرج مسعود العبدي في البحرين وحركة أخيه سعيد في البحرين أيضا وحركة مصعب الوالي بالقرب من الكوفة ومع أن الأمويين نرجحوا في السيطرة على هذه الحركات لكنها واقعين رحكة الأمويين وأشغلتهم عن متابعة الحركات الأخرى المهمة كالحركة العباسية إذ ظل يزيد عن عمر بن هبير قائد مروان بن محمد يتعاقب الخوارج في الجزيرة الفراطية إذ ظهر هناك سعيد الشيبان الخارجي وخرج الدحاك بن قيس الشيباني بالقرب من الكوفة ونجح في الاستلاع على الكوفة وواسط القادسية وحيخ خارج سواد العراق وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي واسد وبايعه أره الموصل وترب منه التوجه إليها واستغرقت عملية إخداء مروان بن محمد وقائده يزيد بن عمر فترة طويلة حتى سنة 129 وهي الفترة التي كان فيها مروان بن محمد منشغلا في كبح عدة مرضات عائلية في بلاد الشام إن تحركات الخوارج هذه قد أشغلت الخلفاء لمويين المتأخرين من تعقب نشاطات الدعوة العباسية إذ إن إرسال الجيوش تبع الجيوش لمحاربة الخوارج قد سعد على إدعاف الدولة عسكريا وأوقفوا نشاطها إلى حظ كبير داخليا وأتاحوا لجيوش الأعداء أن تهدد العالم الإسلامي وأن تزحف على أطرافه خارجيا كما شغلوا الدولة في فترات حاسمة من تاريخها وعدف إلى ذلك أنهم ساعدوا على تأريب الناس الدرامويين ومحادوا بأفكارهم لإثارة الموالي ولجعلهم أكثر استعدادا لقبول الدعوة العباسية والواقع أن الظروف السياسية السابقة والحركات المعاردة التي واجهها الخلفاء المويون المتأخرون سواء تلك التي كانت نتيجة من نتائج ولاية العهد أم تلك التي فرضتها القوى المعاردة للحكم الأموي كانت هي الدربات المتلاحقة الموجعة التي أرحقت هؤلاء الخلفاء وأتعبت جيوشهم وفتتت وحدة البيت الأموي ومؤيدهم والرجال الذين كانوا يتبعونهم وإن تلك الظروف قد هيئت فراغا سياسيا بعد أن تقاتل أبناء البيت الأموي فيما بينهم وأنفسهم مؤيدهم إلى أقسام وشعب بين مؤيد ومعارد وبين مناصر ومطالب مثال من قتلة هذا الخليفة أو ذلك ولذلك فإن النجاح الدعوة العباسية وتزعمها الحركات المناحدة والتفاف المعاردين للبيت الأموي والحاقدين عليه جاء كدربة أخيرة حاسمة أنها تحكم هذه الأسرة الحاكمة ويرجع نشرة الدعوة ونجاحها إلى علي بن عبد الله بن عباس الذي ناد بحق العباسيين بالخلافة والذي تزعم الدعوة السرية لتحقيق هذا الهدف ويبدو أن الخلفاء الأمويين المتأخرين كانوا مرتبين من نشاطاته ومواقفه كانت الشخصية المركزية تنتفع من موقعها العباسيون أو لنقول محمد بن علي العباسي هي عبد الله بن محمد بن الحنفية المعروف باسم أبي هشام الذي مات سواء بالسم أم بشكل طبيعي في الحميمة لكنه قبل أن يموت اختار محمد بن علي لخلافته في الدعوة الأمويين وأوصاه بوسيئة مهمة شرح فيها له أسرار الدعوة وأسماء الدعاة ومحلاتهم وأسماء الأحياء العربية التي تسند الدعوة وأسماء القبائل العربية المؤيدة وقيل أن صحيفة الصفراء التي أوكلها لمحمد بن علي تحتوي على الوقت المناسب لإعلان الثورة فانتقلت بذلك الإمام من أبي هشم بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان محمد بن علي شخصية ذكية وجرية إذ إنه بعد حصولها لهذا المكسب الديني السياسي سارع في تنظيم الدعوة مركزا على الدعاية وجعل جميع هذه الأساليب سرية جدا ثم من موقعه في الحميمة وزع تعليمات الدعوة السرية لجميع الدعاة والأنقرنقبع والعمال في كل الأماكن التي كان فيها له دعاة ابتدأت هذه العنشطة في سنة مئة حجري 718 ميلادي وفي وقت قصير استطاع محمد بن علي ودعاته على كسب الكثير من المؤيدين لا سيما في الأجزاء الشرقية وبالأخص في خرسان حيث كانت تبعد جغرافيا عن مركز الخلافة الأموية والتي كانت مواطن المعارضين والمتذمرين سواء كانوا بعد القبائل اليمينية التي تمتعدت من سياس مروان وغيره من الخلفاء الأمويين المتأخرين الذين مالوا إلى القيسية دون اليمنية أعلوات على ذلك فإن خرسان كانت موطن المسلمين من غير العرب الذين أسلموا لا لشيء إذا للطانب العرب وحضرتهم أولئك الشعوبية فكانوا يحقلون على الحكم العربي الأموي وقد استثمرت دعاة العباسيون نفوس هوداء الموالي فرفعوا شعار المساواة باعتبار أن الأمويين حسب تفسيرهم كانوا مناصرين للعرب دون سواه من المسلمين غير العرب خاصة أن بعض الأولات الأمويين قد تبعوا سياس غير منصف في خرسان مما أدى إلى حدث وعدا غير مستقر تسوده للطرابات في هذه المنطقة نشرت الدعاة العباسيون في نشر دعوتهم وهم يتجولون سريا في كل خرسان ومدنها ورساتيقها بزي التجارة وغير ذلك لكي يفلتوا من عين جواسيس الأمويين وظلوا يبشرون بالدعوة حوالي عامين بعدها رحلوا إلى الحميمة ليقدموا تقاريرهم التي توضح نتائج نشاطاتهم خاصة في خرسان حيث غرسوا فيها غرسا يتمعوا أن يثمر في وقته فكان هؤلاء الدعاة على اتصال مستمر ودائم بزميع تعيم الحركة في الحميمة محمد بن علي الذي كان على اطلاع دقيق بنشاطات الدعاة وبالظروف السائدة في خرسان من جهة وأوداع الأمويين في بلاد الشام من جهة أخرى وفي ولاية سعير بن عمر الحراشي تسع مدى نشاط الدعاة ومتد إلى بلاد السند حيث أثر واليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن وعلى إثر موت محمد بن علي العباسي خلفه أبنائه إبراهيم وأبو العباس والمنصور ليكمل المسيرة التي بدأها بها محمد بن علي فحمل إبراهيم لواء الدعوة العباسية وتوسع في أرسال الدعاة إلى خرسان والأطراف الأخرى من العالم الإسلامي لقد وافق التولي إبراهيم بن محمد زعامة الدعوة بداية فترة الانحرار التي عانى منها البيت الأموي الحاكم على إثر وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك وهو بحد ذاته يعد مرحلة جديدة في حياة نشاط الدعاة كان من أولى نتائج هذه الأوضاع خروج بعد أنصار الدعاة العباسية في مرو مستغلين ظروف الدعاة السياسية للأمويين لكن إبراهيم لموافقه على هذا العمل الذي يميعربه توقيته فبعث في السنة 126 هجري 744 ميلادي مبعوثا سريا نسح الثروارة في مرو للتراجع وثنهم عن الحركة والعودة إلى الطاعة والاندباط وكان أبو مسلم الخرساني برفقة المبعوث الذي كان أبو سلمة الخلال وفي السنة 128 هجري اضطر إبراهيم الإمام أن يبعث بمبعوث آخر إلى مرو وهو أبو مسلم الخرسي أناني مشرفا ومسورا على الذاوة العباسية لأتولى الإشرف على شؤون الثورة ويقيمها في مرو وفي مرو كان يقيم رجال عرب قادرين على قيادة الثورة من أمثال سليمان من كثير الخزعي وقحت ببن شبيب لكن أبو مسلم بما يحمله من مخططات توسعية وروح أنانية استغل الفرصة في إثارة الشخاق بين هذين الزعيمين العربيين وحالة الصراع السائد بين سهوه العرف في مرو ليصبح هو المنفذ وبالفعل فقد ظل منذ سنة 126 هجري حتى سنة 132 هجري 740-749 ميلادي مشرفا ومسؤون عن الذاوة العباسية وتهيئة إمكانات نجاحها في أعلن الثورة ورفع الرأيات السود علانية في شهر شوار من عام 129 هجري 747 ميلادي وخلال يومين فقط منذ أعلان الثورة حصلت على تأييد واسع بين قرى مدينة مرو وتزايد جمعه حتى بلغ خلال شهر واحد حوالي 7000 رجل استمر أبو مسلم والزعماء الآخرين على تحشيد الجند والمؤيدين في حين عين إبراهيم الإمام قحتبة بن شبيب الطعي قائدا للجيش العباسي الزاحف نحو نسر بن سيار وللأمويين فجرت معركة بين الجيشين قرب مدينة توس انتهت باندحار جيش نسر واحتلت الجيوش توس ثم نسبور حينئذ فقد تنبه الخليفة الأموي لخطورة الوضع فأرسل جيش للقضاء إلى الثروة من عشرة ألاف لكن الجيش أخفق في معركة قرب مدينة جرجان في دي الحجة سنة 130 هجري 748 وفي سنة 131 هجري التقى جيش العباسيين بجيش أموي آخر أكثر عدد قرب أصفهان لكن قحتبة هزمه وزحف العباسيون لنهوند ودخلوا المدينة بعد فترة قصيرة من الحصار وبذلك صار الطريق نحو العراق مفتوحا فتوجه قحتبة نحو الكوف بسرعة واشتبك مع جيش يزيد بن هبير والي العراق فكانت النتيجة أيضا إلى جنب قحتبة في موقعة حدثت على شاطئ الفلوسة دخل ابن قحتبة حسن الكوفة دون قتال يوم الثلاثاء الرابع عشر من المحرم عام 132 حجري 749 ميلادي وبدخوله سر أبو سلمة الخلال وزيرا يبعا للعباسيين ومع أن اسم إبراهيم بن محمد أمم الحيشمية كان الاسم الشائر الخلافة العباسية غير أن وفاته دعت لتعيين أخيه أبي العباس عبدالله بن محمد خلف الله وبذلك فإن النجاح الدعوة العباسية بدخولها الكوفة وتسلم أبي العباس كرسية الخلافة جعلت عائمة دولة الأموية قد تتقوض بشكل نهاي لا سيما بعد أن تعقب العباسيون فلو الجيش الأموي الهارب لمصر فكانت الثورة العباسية هي الدربة القاضية التي أنهت حكم الأسرة العربية الأموية التي أتعبتها الظروف والمشاكل السياسية والإدارية والاجتماعية حتى صارت بودع لا تستطيع معه للوقوف إذا الجيش العباسي المتوجه نحو الكوفة أو حتى الصمود أمام تقدم هذا الجيش وبمقتل مروان بن محمد في ذي الحجة سنة 132 حجري بمصر زالت دولة أبني أمي التي عمرت ألف شهر هي قرابة 91 سنة منذ أن تنازل الحسن بن علي لمعاوي بن أبي السفيان الخلافة سنة 41 حجري حتى مصر عمروان سنة 132 حجري أربع التناقضات الاجتماعية والمقصود بذلك مواجه البيت الأموي من تحدي اجتماعي فردته الظروف السياسية لدارية فالمعروف أن الخلافة الأموية بدأت في الأسرة السفيانية من البيت الأموي حتى مؤتمر الجابير الذي انعقد في سنة 64 هجري إذ نجح شيخ الأسرة المروانية من هذا البيت مروان الأول بن الحكم بن العاص أن يسحب الخلافة إلى أسرته المروانية في ذلك المؤتمر أما خلد بن يزيد بن معاوي الذي كان أن ذلك صغير سن قرية الخبرة مقارنة من الشيخ مروان بن الحكم والحقيقة أن مروان لم عمر طويلا فترك الخلافة في ابنه المقتدر عبد الملك بن مروان الذي نجح تماما في سياسته الداخلية وفي إعادة الوحدة السياسية للحكم الأموي على البلاد الإسلامية يساعده في ذلك بعض الولايات الكفؤين وعلى رأسهم الحجاش الثقافي لكن منذ ولاية سليمان بن عبد الملك 96-99 هجري 715-717 ميلادي بدأت تظهر متغيرات جديدة يسعدها عنصر التبغض والحقد بين أفراد الأسرات المروانية إذ كان سليمان مثلا يبغض الحجاش الثقافي وأهله وولاته ومن بينهم قتيب بن وسلم الباحلي ومحمد بن القاسم الثقافي لا لشيء ألا لأن الوليد بن عبد الملك أثناء خلافته حاول أن يخلع سليمان من ولاية عهده ويبايع ابنه عبد العزيز بن عبد الملك بدلا عنه فأبدى سليمان تبرمه وبغداه من أخيه وسياسته فشمل هذا البغض جميع العمال الذين عملوا مع أخيه وأيدوه في سياسة الخلع تلك فمثلا أن السبب الرئيشي لتغيير سليمان بن عبد الملك على قتيبة يرجع إلى فترة خلافة الوليد عندما رفض سليمان خلع نفسه من ولاية العهد لابن الوليد حينئذ كتب الوليد كتاب وجهه إلى عماله في البلاد يدعوهم فيه إلى مبايعة عبد العزيز ابنه بدلا من سليمان ودعى النساء إلى ذلك لكن كتابه هذا لم يثمن عن نتيجة إيجابية إذ لم يوافقه على مشروعه إلى الحجاج الثقافي وقتيبة وخوص الناس فقد طابق رأي قتيبة رأي الحجاج في نقل ولاية العهد لعبد العزيز لذلك عندما توفي الوليد وتسلم سليمان الخلافة لم ينسى ذلك الموقف فبدأ بتطهير جهاز الإداري من أولئك الرجال الذين وقفوا مع أخيه ضده كولي للعهد لأول مرة تورد عنصر الشك وعدم الثقة والتبرم بين الخليفة وقواده وولاته فصار هذا العنصر السياسة اتبعها عدد من من جاء بعد ذلك من الخلافة إلى موهين المتخخرين وهي إبعاد الخليفة الجديد لأجل الانتقام من ولاة وإداري الخليفة المتوفي أو الخليفة الشرعي كما واجه يزيد بن المهلب بن أبي سفر وخلد القصري وغيرهما ذات المصير فسليمان بن عبد الملك مثلا لم يرغب أثناء خلافته نولي أحد إخوته ولاية العهد بل أقدم بمشهورة من رجاء حيوة أن يرشح ابن عمه عمر بن عبد العزيز وذلك لأن محاولة يقصائه من ولاية العهد أثناء خلافة الوليد قد ولدت عنده الكراهية والبغد لإخوته وأفراد أسرته كما ظهر مثل هذا التبرم وعد مريد خلال خلافة عمر بن عبد العزيز عندما وقف بعض أمراء البيت الأموي موقفا سربيا من الإجراءات الجديدة التي أنتجها لا سيما مسألة الصلاة والهبات التي اعتاد أفراد الأسر على تسلمها من الخليفة الأموي فقد قال أحدهم للخليفة عمر يا أمير المؤمنين إن قومك بالباب يسألونك أن تجري عليهم ما كان قبلك يجري عليهم فقال عمر والله ما هذا المال لي وما لي إلى ذلك من سبيل وإذا هذا الموقف فإن أفراد البيت الأموي وقفوا بشكل قوي بوشه عمر بن عبد العزيز فوكلوا أحدهم من المقربين أن يتحدث مع الخليفة فقال له إن قربتك يشكونك ويزعمون ويذكرون أنك أخذت منهم خير غيرك فقال ما منعاتهم حقا أو شيئا كان لهم ولا أخذت منهم حقا أو شيئا كان لهم فقالت عمة الخليفة إني رأيتهم يتكلمون وإني أخاف أن يهجوا عليك يوما عصيبا ولما كان الخليفة يزيد بن عبد الملك 101-105 هجري 720-724 ميلادي منصرفا لشؤونه الخاصة بلهوة فقد ظهر في وعاده توترا جديد مع أخيه هشام وكد يسل أحد التنافر إلى حالة من الاستدام جول عرقون هشام للسلم وعدم إثارة المتاعب غير أن أخطر تغيير في التركيب الاجتماعي أو البنية الاجتماعية لأسرة الأموية ما حدث أيام خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 125 هجري 743 الذي لم يبقى في الخلافة إلا سنة وشهرين وأياما إلى أن قتل بإحدى قرى دمشق سنة 126 هجري 744 ميلادي إن الوليد كان أيضا سيئا سير منهمك بملذاته في الوقت الذي كانت فيه دورة الأموية تعاني من أزمات سياسية واقتصادية خطيرة فأغضب الشيوخ البيت الأموي وقادهم غضبهم إلى أن يتأمروا ضد الخليفة مع بعض الرجال المتنفذين فهاجموا على الوليد واغتل على يد يزيد بن الوليد الذي استولها خلافة منه ومع أن يزيد لم يستمر خليفة إلى خمسة شهور وأعقبه أخوه برهيم بن الوليد إلا أن الحادثة بذاتها تعد تطورا خطيرا وظاهرة لم يسبق أن مر بها تاريخ البيت الأموي اتجهد آخر خليفة الأموي مروام المحمد إلى أن يأخذ بثار خليفة المقتول وربما لكي يستثمر هذا التناقض والضعف لنفسه فجرد حملة عسكرية ضد الخليفة إبراهيم للوليد وتارده وقبض عليه ثم قتله وسلبه وقتل كل من يعيده من البيت الأموي إن هذه الأمال من الحقد والكارهية بين أفراد البيت الأموي أدت كما يظهر من حوادث التأمر والقتل إلى إدعاف السيادة البيت الأموي وعدم قدرته على متابعة التثورات والإشراف على شؤون الدولة بشكل دقيق وحازم والأكثر خطورة أن تلك الأحداث وغيرها قوت روح التعصب القبالي بين القبائل التي وقفت مع الأمويين وسندت حكمهم وأن بذلك تسرع بين المجموعتين القبليتين القيسية واليمنية ومع أن بوادر هذا التشاح قد ظهر في أعقاب وفاة يزيد بن معاوية لكن هذه الهوى لم تكن أنذاك قوية بحيث تؤثر على وحدة البيت الأموي وتماسكه وكان لمقف الخليفة عمر بن عبد العزيز المسالم قد ساعد على تخفيف النزاع القيسي اليمني لكن وفاته كانت إذانا لظهور هذه الظاهرة بشكل قوي ووادع إذ وجهت خلافة يزيد بن عبد الملك مشكلة سياسية بعثت الروح القبلية وعني بها موقفهم من يزيد بن المهلب بن أبي سفر إذ فر يزيد هذا من سجن عمر بن عبد العزيز وتوجه للبصرة وأعلن تمرده لدخليفة الشرعي والمعروف أن أسرة يزيد المهالب قد قدمت خدمات سياسية كبيرة للبيت الأموي لا سيما ما قدمه المهلب بن أبي سفر وأولاده من بلاء حسن في محاربة الخوارج الأزارقة الذين هددوا السيادة ووحدة الحكم الأموي وكانوا مثلا للنبل والشجاعة والفضل فامتدحهم الشعراء والخطباء وكان يزيد بن المهلب من القادة العسكريين المقربين للخلافة الأموية لكن الخليف عمر ارتب من إخلاصه وصدق موقفه فأودعه السجن فلما هرب وتوجه للبصرة واجتمع حوله وانصارهم بن تميم أخذ أهالي البصرة يفيدون عليه من اليمانية والربعية بن وربيعة فاجتمع حوله عدد كبير من الناس فحارب واري البصرة عضي بن أرطى وأفلح في السيطرة على دار الإمارة والقبض على واليها وسجنه كما السور على البصرة والدواحيها وما يتبعها من الأقاليم فبعث يزيد عماله على فارس والأحواز وعمان وجزيرة ابن كاوان أوكاون والبحرين وخرسان كانت أعمال ويزيد السياسية هذه قد دفعت الخليفة يزيد بن عبد الملك إلى أن يوجه مسلم بن عبد الملك في جمع عظيم من أهل الشام لحرب يزيد بن المهلب الذي لم يستطع الصمود كثيرا على رغم محاولاته الجريئة ففي معركة عقر فشل بن المهلب في مواجهة الجيش الأموي وبالتالي مقتله في المعركة وهرب المهالب من ميدان المعركة وتعقبهم مسلمة في كل مكان حتى الهند وكرمان وبدأت سياسة الثار من المهالب ومن وقف معهم فكانت أول ثلمة اجتماعية كبيرة إذ صار من البديهي على الخليفة لينتقل من اليمنية ويميل إلى جانب القيسية فولى أخاه مسلم بن عبد الملك الذي قد على المهالب ولاية الشرق وولى عمر بن هبير وهو قيسي وعين على العراق واتخذ الخليفة الشعار القيسية في سياسته بينما ضعف موقف اليمانية غير أن الحالة تبدلت عندما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك أخو يزين وكان هشام ينتقد سياست أخيه يزين ويتبرم من الصرافه عن شؤون الدولة ولهوه فعندما تولى الخلافة وجد أن القيسية قد علت كلمتها واتسع نفوذها اجتماعيا وإداريا فتخول في ميلة إلى اليمنية بغية أن يقلل من نفوذ المدرية الذي أخافه ويعيد التوازن بين المجموعتين إلا أنه ذهب بعيدا عن عملية تحقيق هذا التوازن حيث عمل على إبعاد كل من كان قيسية من العمال لولي بدلهم يمينيا فصار خالد بن عبد الله القصري والي على إراق وأخوه أسد بن عبد الله القصري والي على خرسان فدب النشاط والنفوذ في الجانب اليمني لأحل محل القيسيين ويأخذ بثاره ممن انتبى اليمنية على يد القيسية لكن هشام لم يثبت في سياسته هذا ويبدو أنه اتبع السياسة فرق تسد فإنه لم يرتح كثيرا لحيمنة اليمنية مرة أخرى فانقلب عليه معزر ولاتهم وعمالهم فعزل خالد القصري وولى يوسف بن عمر الثقافية العراق والأكثر خطورة من كل هذا فإن الخليفة لم يكتفي بعض الولايات اليمانيين فقد قتل خالد القصري فكان لمقتله أثر سياسي كبير في إدعاف الحكم الأموي لأن خالد كان يمثل زعيم اليمنية وكما ذكر فيل هاوزن إن سقوط خالد القصري كان إذانا بنهاية الحكم الأموي القاضي وكان خلفه يوسف بن عمر من آل الحجاش بوده لو جلب الولاية خرسان قيسيا فكان خليفته يوسف بن عمر قيسيا فاليمانيون ما زالوا يتذكرون نهاية أحد زمعامائهم من آل المهلب ثم أعقبه نهاية لزعمهم خلد القصري لاتهامهم بميره للعلويين وإقداقه عليهم الأموال وقيل أنه اتهم بالزندقة لذلك صمم اليمانيون على أقتبثارهم والعمل على تقويم السطات الأموية وكان الوليد بن يزيد الخليفة الجديد قد استمر بميره للقيسيين وأوغار في إخصاء اليمانيين مما زاد السخط والغضب ودفعهم لتحيين الفرص للتآمر وتدبير المكائل وتأييد الحركات المراحلة للخلافة الأموية وقد ساعدت حادثة مقتل الخليفة الشرعي الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 126 هجري على تصايد التأزم بين القيسيين واليمانيين لأن الخليفة الذي السول على كرسي الخلافة يزيد بن الوليد هو الآخر اتخذ جانبا دون آخر محاولة منه تقوية حكمه وتدعيم سلطته بدأ أعماله هذا بعزل الأوليات القيسيين وتعين أوليات جدد بدلا عنهم وما أن سنحت الفرصة لليمانيين أن يتنفذوا حتى أخذوا يتعاقبون القيسيين والإساءة لهم فكان وراء الحركات التي اشتعلت لسبب تنفذهم في بلاد الشام خاصة في حمس وفلسطين والأردن واندم إلى اليمانيين يزيد بن خلد بن يزيد بن معاوية وآخرون من الأسرة الأموية وكن يزيد بن سليمان بن عبد الملك وراء التمرد الذي حدث في فلسطين فبينما قاد محمد بن عبد الملك تمرد أهل الأردن وتعرضت سلطة الخليفة يزيد للخطر بسبب هذه الحركات لولوقوف اليمانيين إلى جانبه فأخذ يعتمد عليهم بصورة كبيرة لا سيما الكلبيون منهم فأبعد كل قيسي من حاشيته وجعل منصور بن جهور الكلبي والي على العراق وعلى الأموم فإن الحركات السياسية التي وقعت في بلاد الشام أفقدت الخلافة الأموية الكثيرة من هيبتها ونفوذها فكيف بالمناطق النائية من المركز الخلافة أي في خرصانة وأطرافها إذ إن مروان بن محمد آخر الخلافة الأمويين عندما تأول الأمر وجد البلاد تسودها الفوضى وفي بعض الأجزاء اختفى أثار السلطة الأموية والخطر الأول الذي جابهه بعد نجاح حملته دند الخليفة الذي أعقب الوليد أي إبراهيم ذلك النزاع الحد بين القيسيين المبعدين من النفوذ وبين اليمانيين أصحاب الشأن فكان مروان في بداية الأمر يطمح إلى ترشيح أحد أولاد الوليد الخلافة بينما خطط اليمانيون إقصاء أبنائه خوف من أن يتغير عليهم فعمدوا إلى قتلهم وهما في السجن لذلك حينما تولى مروان الأمر مال إلى جانب القيسيين وطلب اليمانيين بدم الوليد ولهذا أقدم اليمانيون والكلبيون حاصة إلى إشعال نار الثورة في بلاد الشام لذلك فإن هذا العميل الاجتماعي السياسي الإداري قد أعطر الدعاة العباسيين فرصا لا تقدر للتوغل بعيدا عن أنظار الأمويين وعمالهم ونشر دعوتهم في تربة خصبة يسودها التدمر والتبرم نتيجة لهذه السرعات ونتيجة لعدم وجود خلفاء حازمين قادرين على قيادة السلطة وأن بعدهم قد انصرها بسورة كبيرة لشؤونه الخاصة وإلى اللحو والنغماس في الترف تارك سياسة البلاد تغرق بين اليمانية والمدرية ولهذا السبب فإن مروام المحمد ذلك الرجل الذي خبر الحروب والنواحي العسكرية والذي أفلح في وقت قصير على كبح الحركات القبلي المناهدة لم يفلح تماما في سد الثغرات التي تكاثرت في البلاد لا سيما في المشرق الإسلامي فكانت المحسرة النهائية الحتمية تغير الأوضاع بانتقال السلطة الشرعية للعباسيين لتنتهي مرحلة تعد من أهم المراحل التاريخية في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية الفصل الثاني الدعوة العباسية وقيام الثورة التنظيم السياسي قامت الدولة العباسية على إثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن تقريبا فضمت إلى صفوفها كل المعارضين للأمويين وأول دعاية قامت في الدولة الإسلامية هي الدعاية العباسية التي نظمت تنظيما دقيقا تحت شعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وتمكنت في النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود منها وهو إسقاط الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية أما تسميتها بالدولة العباسية فنسبة للعباس بن عبد المطلب عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جد هذه الأسرة العباسية التي لعبت دولا كبيرا في التاريخ العربي الإسلامي والعباس رضي الله عنه عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا سابقة في الإسلام فقد أسلم عام الفتح إلا أن الطبرية ذا يذكر أنه كان حاضرا ببيعة العقبة الثانية وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له رغبة في الخلافة فتشير الروايات إلى أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا ابن أخي أبسط يدك أبايعك وهذا يدل دلالة قاطعة لأنه لم يكن له أي رغبة في الخلافة وقد توفي العباس رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفار رضي الله عنه عام 34 هجري وعقب أولادا كثيرين نذكر منهم ابنه الثاني عبدالله رضي الله عنه الذي جاء من نسله البيت العباسي وعبدالله بن العباس رضي الله عنه شخصية علمية رفيع معروفة لدى المحدثين والأدباء واللغويين ولم يكن لعبدالله رضي الله عنه رغبة في الخلافة ووقف إلى جانب الخليفة الرشد علي بن أبي طرح رضي الله عنه فولاه البصرة وعمالها وعند قيام الدولة الأموية رحل إلى الحجاز حيث أقام بالطائف مسالما للأمويين إلى أن توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 68 هجري 687 وقد أنجب عبدالله ولدا اسمه علي كان علي بن عبدالله غير معروف كأبيه لكننا نعلم أن الأمويين قد استدعوه إلى الشام أيام الخليفة عبد الملك بن مروان وأقطعوه قرية في البلقاء بشرق الأردن اسمه الحميم ويبدو أن الأمويين بهذا تصرف قد جعلوا الناس الذين يشكون بولائهم تحت رقباتهم وظل علي في الحميم حتى توفي سنة 118 هجري 736 ميلادي وقد أنجب ولدا اسمه محمد ويعد محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنه الشخصية القوية الذي أظهر رابة في الخلافة وسعى سعيا منذما لغرض نيلها ما هو الحق الشرعي الذي سند عليه العباسيون في المطالبة بالخلافة كان علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنه يرغب بالخلافة لذا تعرض لعقوبة الخليفة الوليد بن عبد الملك أما عن علاقتهم مع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية فلم تكن حسنة أما علاقة ابنه محمد بن علي فكانت وثيقة بأبي هاشم فقد التقى به لأول مرة في دمشق بخلافة الوليد بن عبد الملك على إثن مقالة زيد بن الحسين لدى الخليفة عن أبي هاشم إن له أتباع من أصحاب المختار يأتون إليه ويحملون صدقاتهم إليه فأمر الوليد بسجنه وبعد فترة أطلق صراحة أبي هاشم بشفاعة علي بن الحسين وأمره بالإقامة في دمشق وكان منزله قبل ذلك بالمدينة المنورة بينما كان علي بن عبدالله يقيم في الحميمة منذ اختلافه مع ابن الزبير بعد سنة سبعين هجري ستمائة وتسعة وثمانون ميلادي وقد أرسل علي بن عبدالله ابنه محمداً لباب الوليد ابن عبد الملك في دمشق وفيها اتصر محمد بن علي بأبي هاشم وأخذ العلم عنه فأصبح تلميداً أميناً مخلصاً له حتى كان يمسك باللجام دبته ليمتطيها ويخصوه بالهدايا واستمرت هذه السلة فترة من الزمن حتى غضب الوليد من بعد تصرفات أبي هاشم فأمره بترك دمشق فرافقه في طريق العودة محمد بن علي وكان أبو هاشم مريداً وحين وصل الشر اشتد به المرض فأخذه محمد بن علي وهرج به للحميمة فتوفي بها بعد فترة وجيزة ولم يكن أبو هاشم وحده في هذه الرحلة بل كان معه ستة من أتباعه منهم أبو عمر البزار مولى ومحمد بن خليس مولى حمدان أبو رباح مسيرة النبال مولى الزلد وأبو بسام مسكرة الطحان مولى بن حالث وحيان العطار خالب راهيم بن سلمة وابراهيم بن سلمة أما سلمة بن بجير بن عبد الله فقد تركه أبو هاشم في دمشق لقضاء بعد شؤونه وقرره اتبع أثرنا فإني أخذ على البلقاء مع ابن عمي محمد بن علي ولن أبرح منزله حتى تلحق وأحسب القضاء سيحول دون تلك وقبل وفاة أبي هاشم دفع الصحيفة الصفراء إلى محمد بن علي وفيها العلم وهذه الصحيفة كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أخذها أبو هاشم وكان في الصحيفة الصفراء المرايات خرسان السوداء مات تكون وكيف تكون ومات تقوم ومتى زمنها وعلاماتها وآياتها وأي أحياء العرب أنصرهم وأسماء الرجال يقومون بذلك وكيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم ثم أوصى أبو هاشم محمد بن علي بوصيته وعهد إليه ثم دعا أبو هاشم أتباعه وقال لهم وهذا صاحبكم يعني محمد بن علي فأتموا به وأطيعوه ترشدوا فقد تناهت الوصايا إليه وفي رواية أخرى أن أتباع بهاشم سالوه ما لنا ولهذا أي محمد بن علي قال لا أعلم أحد أعلم منه مما تقدم الرحض أن محمد بن علي كانت الميدة لأبي هاشم وأنه وعاد إليه بالإمامة على اعتبار أنه أعلمه من غيره فأعطي الإمامة واستقر له الأمر حين تسلم الصحيفة الصفراء وهكذا فقد دعا محمد بن علي إماما إثناء هذا العهد سنة 98 هجري 716 ميلادي وبعد استدباع الأمر لمحمد بن علي طلب من أتباعه الجدد التعاون والحذر في التنظيم السياسي والتبصر للمكروه ثم جاءه سلم بن بحير من دمشق فتعهد مع محمد بن علي على التعاون وذكر له وجود أتباع آخرين في الكوفة قائلا له إني غرفت لكم غرسا لا تختلف ثمارا استجاب لي عدة من راحتي وجبرة وخرطائي ليسوا من ترى في محبتكم المناسحة لكم ونحن نشخص في أمرك وقد رأيت أن تثبت أسماءهم لتعرفهم وتستظهر بهم على أمرك ثم أملأ أسماءهم فكان هذا السجل الذي حوى أسماء أتباع العباسيين وكان عدد الأتباع تسرة أو ثلاثة عشر على اختلاف الروايات من بينهم مكير من مهان وأبو سلم الخلال وموسى بن سريج السراج وزيال بن درهم الحمداني وقد حرص العباسيون على إخفاء رغبتهم بالخلافة فلم تكن البيعة تأخذ باسم العباسيين بل تحت شعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وسموا أنفسهم بالهاشميين وهي كلمة عامة في مدلولها وكيفما كان الأمر فالمهم هنا أن محمد بن علي بن عبد الله هو العباسي الحقيقي الذي سعى لنير الخلافة ومن مقره بالحميمة أخذ يدير التنظيم السياسي أو الدعاية بشكل سري ودقيق ويرسل الدعاة والنقباء إلى مختلف الجهات وقد اقتصرت الدعاة في بداية رمع الكوفة حتى مرت 200 هجري 718 ميلادي ولم يتجاوز عدد المنضمين لتنظيم السياسي 30 فردا وقد تبهين للدعاة أن الكوفة ليست بالمكان المناسب لنشر الدعاية للعباسيين لقربها من دمشق مركز الخلافة الأموية وقد ناقشت دعاة الوضع سنة 99 مئة هجري 717-718 ميلادي واتفقوا على اقتراح جديد لنشر الدعاية العباسية فقسم الاقترح أن تكون بلاد الشام مسرح لنشر تنظيم السياسي للعباسيين أما بكير بن مهان فقد أكد على منطقة خرسان وفي سنة 101 هجري 718-719 ميلادي أرسلت دعاة بكير بن مهان إلى محمد بن علي ليسلم له 190 دينار جماعها الأتباع في الكوفة ثم ليسترشد برأي الإمام بعد وفاة ميسر النبال وفي هذا الوقت أوفي أخ لبكير بن مهان في بلاد السند تاركا ثروة كبيرة دون وارث فتوجه بكير الحميمة وعرض علي وجهة نظره في نشر التنظيم العباسي في خرسان وأن المجال هناك مفتوح لنشرها مع وجود الإمكانيات المتعددة لنجاحها فهناك وافق محمد بن علي وسمح لبكير أن يذهب إلى السند في حاجاته وأن يختبر الوذع في المشرق في طريقه فعاد بكير للكوفة ونقل للدعاة تعليمات الإمام ثم سافر إلى خرسان في طريقه إلى السند وأمدى شهرا في جرجان وشهرين في مرو محاولا أن ينشر التنظيم السيافي وقد نجح في ذلك وحصل على بعد الأتباع الباريزين أغلبهم من العرب في سنة 101 هجري 719 ميلادي ومنهم سليمان من كثير الخزعي ويزيد بن النهيد وأبو عبيد من زريق وستطاع سليمان من كثير الخزعي أن يكسب إلى صرف التنظيم السياسي لكونه من نجوه قبيلة خزع في خرسان أتباع منهم مالك بن الهيثم وعمر بن عين وزياد بن صالح وطرع بن زريق وخالد بن إبراهيم وهؤلاء بدورهم أخذوا يكسبون الناس إلى جنب العباسيين ونتيجة لهذه الجهود فقد أرسل محمد بن علي سنة 102 هجري 720 ميلادي أبع كلام زياد بن درهم للاتصال بالأشخاص الذين سمالهم بكير لغرض الاستمرار بالدعاية وقال له إنهم حرم عليكم أن تشهروا سيفكم على عدوكم كفوا أيديكم حتى يؤدن لكم ولهذا فقد سمي أنصار العباسيين بالكفية حتى أرن الثورة العباسية في خرسان ويبدو أن الدعاة العباسيين قد التزموا بتوصيات الممي العباسي محمد بن علي إذ أكدت بتوصياته أهمية منطقة خرسان لتكون مسرحة للتنظيم السياسي للعباسيين فقال لهم عليكم بخرسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهم جند لهم أبدان وأجتام وبعد فاني التفائل المشرق وإلى مطلع استراج الدنيا ومصباح هذا الخلق وهنا لا بد من التأكيد على بدء الدعاية العباسية إذ إن الكثير من المؤرخين يتطلبون في تحديد موعد بدء الدعاية ويتحدثون عنها في خرسان ويحملون الفجرة الأولى في الكوفة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كون الدعاية تمت السرية قد أضف الكثير من الكتمان وعدم الوضوح على أخبارها الأولى ولذا نجد أن مصادرنا التاريخية تذكر إلى اليسير من الأخبار عنها قبل سنة مئة هجري 718 ميلادي وما تذكره لا يعطي صورة واضحة لسير الدعاية ونشاط الدعاة إلا ما كان بارزا من أحداث ولما تركز العباسيون بالحكم لم يكن من مصلحتهم كشفوا السطار عن تنظيمهم وعن سير رجالهم ودعاتهم المشرفين على التنظيم ويذكر التباري في حوادث سنة مائة وسبع هجري 725 ميلادي أن الإمام محمد بن علي وجه عدد من الدعاة من بينهم عمار العبادي فوشي بهم رجل من كندا إلى الوالي الأموي أسد بن عبدالله القسري فقتل أسد أصحابه ثم قبض عليه أسد سنة 108 هجري 726 ميلادي فقتله وكان الدعاة يبلغون أخبارهم إلى مسؤول التنظيم في الكوفة وهذا بدوره يبلغها الإمام محمد بن علي في الحميمة ويعود السبب الاهتمام للعباسيين في مدينة الكوفة مركزا لدعاتهم ومقر لكبير دعاتهم إلى مركزها المهم في المواصلات وقد كان الدعاة في بعض الأحيان يكشف أمرهم في يعذبون أو يقتلون لا سيما في ولاية أسد بن عبدالله القسري الذي لقي دعاة العباسيين على يديه محنة كبرى ولم تتقدم إلا بعد وفاته سنة 120 هجري 737 ميلادي وفي هذه الأثناء أمر إمام إبراهيم بالاهتمام بالتنظيم السياسي في خرسان اهتماما دقيقا مثل ما حتمت ظروف التنظيم فيجب والحالة هذه الاهتمام بالتدقيق في من ينضم إليه خوف من الوشاية والحذر من يدخل له ذو أطماء شخصية كل هذا من أجل الحفاظ على سرية الدعاية وقد اقترح تعيين 12 النقيب لإشراف على الدعاية والتأكل ممن ينتمي إليها وكل هؤلاء النقباء لمدينة مرو وهذا يدل ذلالة أكيد على أهمية هذه المدينة في التنظيم أما في سائر الكور فكل دعية لها فيه ونفسه النقيب ولا هو أن يختار أمناء لنفسه من أهلها كما تم تعيين ذلاء النقباء ونوائبهم لكي يخلفوهم في حالة حدوث أمر ما بالنسبة لهم ويبدو أن الاثنى عشر النقيبا كونوا مدلسا مدركزيا للإشراف على أمور التنظيم السياسي وكان سليمان من كثير الخزاعي من الشخصيات البارزة في مرو ممثلا أولا ورئيسا للتنظيم في مرو وقد كان لهذا التنظيم أثر كبير في تقوية مركز التنظيم والإسراع به نحو النجاح وفي سنة 125 هجري 742 ميلادي توفي محمد بن علي بالحميمة فخلفه ابنه إبراهيم الذي عرف فيما بعد بإبراهيم الإمام في هذه الأثناء تصل بإمام إبراهيم شاب لم يتجوز سنه الواحدة والعشرين سنة اسمه عبد الرحمن وكنيته أبو مسلم وهو الذي أرسله إبراهيم الإمام إلى خرسان ليكون ممثل للإمام لأن سليمان من كثير الخزاعي رفض السلام مهمة رئاسة التنظيم وطلب من الإمام إبراهيم أن يرسل أحد أبناء البيت العباسي وقد واجه تعين أبي مسلم عرض سليمان من كثير الخزاعي لأنه وجد في تعينه مفارقة وحيبة للأمال وبعد ذلك الجهد الذي بدله من أجل التنظيم السياسي وقد عبر عن هذا قائلا صلينا بمكروه هذا الأمر واستشعرنا الخوف واكتحنا الصهر حتى قطعت به الأيدي والأرجل وبريت به الألسن حزم بالشفار وسلمة العين وابتلين بأنواع المثلات وكانت ضرب الحبس في السجون من أي سير ما نزل بنا فلما تنسمنا روح الحياة وأنفسها تبصارنا وأيناع الثمار غراسنا ترى علينا هذا المجهول الذي لا يدري أي تبيدة تفلقت عن رأسه ولا من أي عشر درج والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه وقد جرت في مكة المكرمة أثناء موسم الحج وناقشة الإمام إبراهيم السبب الذي جعله يرسل أبا مسلم رئيس عليهم لا سيما وأن سليم أمم كثير كان قد طلب من الإمام أن يرسل ممثلا عنه من آل البيت غير أن الأمر الواقع فرد أخيرا فاضطر سليمان لقبوله خوفا على التنظيم السياسي من التصدع والانشقاق وقد تخوف سليمان من كثير من هذا التعيين فلم يقبله سليمان من كثير وتخوف أن لا يقوى على أمرهم وخاف على نفسه وأصحابه وقد أوصى الإمام إبراهيم أبا مسلم بطاعة سليمان من كثير فليعصي له أمرا فقال التبري ولا تخلف هذا الشيخ يعني سليمان من كثير ولا تعصيه وإذا أشكل عليك فاكتفي بينه مني فلا تعصينا لسليمان أمرا وقدمه في جميع ما تدبرون وقد قال أبو مسلم لسليمان من كثير أحسن بي الظن فلا أنا أعطوه عليك من يمينك وعندما أسندت قيادة التنظيم السياسي للعباسيين في خرسان إلى أبي مسلم أوصاه الإمام إبراهيم بدرؤية تأكيد على العرب في نشر وتوسيع التنظيم السياسي للعباسيين ومما جاء في وصية الإمام إبراهيم لأبي مسلم يا عبد الرحمن انظر إلى هذا الحي من اليمن فألزمهم واسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وفي رسالة أخرى يقول وإذا قدمت مرو فاحلل في أهل اليمن وتالف ربيع وتوق مدر أخذ نصيبك من ثقافتهم كما حذر الإمام إبراهيم أنصر العباسيين عبر رسائل مختلفة وأوصاهم عدم الاشتراك في أي حركة مهما كانت لأن الوقت لم يحن وعندما أرن زيد بن علي تمرده في الكوفة لم ينضم إليها العباسيين ونتيجة لجهود الدعاة العباسيين أخذت الدعوة العباسية تشير بشكل واسع ولأجل هذا ناقش مجلس النقباء خطبة أرين الثورة وتسمية المدينة التي يمكن أن تصلح لتفشيلها وتم ترح عدة أراء بهذا الشأن فقال قسم إن أفضل مكان للثورة هو منطقة خوارزم فإنها بلاد منقطع عن نصر بن سيار فإلى أن يرسل إلينا عسكرة يكون قد تسامع بنا أخواننا فيأتون ويكثر جمعنا فنقوى على من يأتينا واقترح الآخر من النقباء مروه الرود لأنها متوسطة بين مروه بلخ ثم اقترح آخرون مروه الشهجان لأن بها خلقا كثيرا من إخواننا وبها السلطان قد واهن أمره ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها وقد أيد هذا الرئيس الإمام من كثير الخزعي قائلا إن قوتنا بها أعظم وعدونا أضعف وقد وفقه أبو مصور ترحبا زريق وهكذا التفق على أن تكون مروه المكان المفدل للثورة فأرسلت دعاة من يخبر أتباعهم لتجمع والاتقاف مروه في الوقت المحدد وهو اليوم الأول من عيد الفتر من سنة 129 هجرية 746 ميلادية وأمر أبو مسلم الناس بالمجتمع في قرية السيفينج قرية سليمان الخزعي وكان الإمام ورهيم قد أرسل لهم اللواء الذل أي بقاء ذل التنظيم في الأرض والراية السحاب أي عالمية التنظيم مع رسالة جاء فيها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم القدير ثم انتقل أبو مسلم في أواخر سنة 129 هجرية 746 ميلادية إلى قرية مخوان لأنه لحد أن سليمان من كثير الخزعي حجر عثرة في طريقه ولما حل عيد الفتر أمر أبو مسلم سليمان من كثير أن يصلي به وبالأتباع ونصب لهم منبرأ في المعسكر وأمره أن يبدأ الصلاة قبل الخطة بغير آذان ولا إقامة حسب تعذيمات الإمام وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذان ثم الصلاة بالإقامة كصلاة يوم الجمعة لكي يبدل ما كان شيئا عند الأمويين ولكي يظهر الفكرات الإسلامية بالرجوع إلى السنة الأصلية حتى يقضي على بدعة الأمويين بوضع الخطبة قبل الصلاة وأرسل أبو مسلم رسل إلى نصر بن سيار بدأ بها بنفسه محذرا ومندعا وداعيا له بأن يطيعه بالدخول في عمره فكان جواب نصر أن يوجه إلى أبي مسلم جيشا بقيادة مولى له اسمه يزيد احتقار لأمر أبي مسلم وإشعار له بأنه لا يصلح لقتاله إلا مولع وكانت نتيجة المعارة كانت سر أبي مسلم وأسر يزيد بعد أن جرح فأمر أبو مسلم مدواته حتى يشفع ثم خيره في أن يدخل في طاعته أو أن يرجع إلى نصر بن سيار فحبل الرجوع إلى نصر فاشترت عليه أبو مسلم أن يعطي أحد الله ومثاقه وأن لا يحاربهم ولا يكذب عليهم وأن يقول ما رأى من صلاحهم وتمسكهم بالدين والصلاة فجاء يزيد إلى نصر بن سيار بما فعله أبو مسلم ولربما اتخذ أبو مسلم دعاية الله لأمره لأنه قائد الجيش ويصدقه الناس فقرر له نصر لا مرحبا بك والله ما ذننت واستباقك العوم إلا ليتخذونك حجة علينا فقال يزيد والله هو ما ذننت وقد استحدفون أن لا أكذب عليهم وأن أقول أنهم يصلون السلاة لمواقيتها بآذن وأيقام ويدلون كتاب الله ويذكرون الله كثيرا ويدعون الجرذة من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أحسب أمرهم إلا سيعلو ولولا أنك مولي اعتقني من الرق ما رجعت إليك ولا قمت معهم مما تقدم يبدو أن أبو مسلم حاول جهد الإمكان لنفند مزاعم خصومة الأمويين من أن حركته هي دد الدين الإسلامي وأن أتباعه غير متمسكين بشعار الدين الإسلامي وخارجين عليه وقد اتخذت الثورة العباسية اللون الأسود الشعارا لها فقد أعلن الإمام إبراهيم هذا اللون فأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد وفي مناسبة أخرى عبر الإمام إبراهيم عن أهمية السواد فقال والسواد يا أبا هاشم لباسنا ولباس أنصارنا وفيه عزنا وهو جند أيدنا الله به فعليكم بالسواد فليكم لباسكم أما سبب اختيار اللون الأسود شعار للعباسيين فيروأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له راية سوداء من صوف أسود مربع رسم فيها هلان أبيض بتاء العقاب وكان يحملها في حروبه مع الكفار والعرب تسمى الرأي العقاب وكان قد داح عبد المطلب حين تخصم مع قريخ الكنز الذي وجده عند حفر بئر زمزم كان أسود ولربما هذا جعل بني هاشم يتيمنون بالسواد وقد أمر إبراهيم الاتمام أتباعه بالانصراف صوب خرسان واتخاذ السواد لباسا وتسود الريات ويبدو أن هذا اللون أيضا قد اتخذ بالدد من شعار الأمويين وهو البياد لقد كان الوضع الداخلي في خرسان ملائبا لأبي مسلم لأن يبدأ عملياته العسكرية وحاول أبو مسلم استمارة اليمانيين لجانبه حسب تعليمات الإمام العباسي ودحر حملة عسكرية أرسلها إليه نصر بن سيار كما أرسل إلى علي بن جديع الكرماني رسالة جاء فيها أما تأنف من الصراحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وسلبه وما كنت أحسبك تجتمع مع نصر بن سيار في مسجد تصلياني فيه كما ولعب سليمان من كثير ذونا في جلب علي الكرماني إلى جانب العباسيين وفي أول سنة 130 هجري 747 ميلادي أرجع أبو مسلم لقرية مخوان مع أتبائه العباسيين تارك للمتنازعين وحدهم منتظر الفرصة المناسبة لينقض عليهم بعد أن تكون قواهم ضعفت بحروبهم مع بعضهم وفي نفس السنة 130 هجري 747 ميلادي حاصر علي الكرماني نصر بن سيار في مرو فتقدم أبو مسلم إلى مرو واستطاع أن يفرد إرادته على الطرفين بإيقاف القتال ثم هرب نصر بن سيار من المدينة وتحالف أبو مسلم مع علي الكرماني ولم تفلح محاولات نصر بن سيار السعادة مرو لذا فقد أرسل إلى الخليفة مروان بن محمد يستحثه في أرسال جيوش له مع قصيدة جاء فيها أرى بين الرماد وميد جمر ويوشك أن يكون له درام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدوها كلامه أقول من التعجب لي تشعري أأي قد أمية أمنيام وبدل من أن يرسل الخليفة مروان بن محمد الهيشله كتب إليه أحفظ ناحيتك أنجدك وبعد أن دخل أبو مسلم مدينة مرو أخذ البيع على الجند الهاشمي ونص البيع هو أبيعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتعزل الردى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن تسألوا رزقا ولا تعمل حتى يبدأكم به ولاتكم وإن كان عدوه أحدكم تحت قدمه فلا تهييشوه إلا بأمر ولاتكم ويتبين لنا أن الكتمان مزال مستمرا على الرغم من إعلان الثورة العباسية وخاصة كتمان اسم الإمام المبيع له لكي لا ينكشف الأمر ويقتله الأمويون فضلا أن حث الجيش على السماء والطاع والتأكيد على السير على كتاب والسنة بدء الصراع المسلح بين الأمويين والعباسيين بعد دخول أبو مسلم مدينة مرو أعين حقا احتبت بن شبيب الطائي قائد لجيوش العباسية حسب ما جاءت به أوامر إبراهيم الإمام ثم بدأ أبو مسلم محاربة شيبان الحروري الذي رفض المبيعة لإمام العباسي فستطع أن يدحرهم ويشيط تشملهم وفي أواخر سنة 130 حجري 747 ميلادي أرسل نصر بن سيار جيش لمحاربة العباسيين فاندحر الجيش الأموي وترك نصر بن سيار مدينة نيسابور في داخلها الجيش العباسي واتخذت قاعدة ومقر العمليات العسكرية للجيش العباسي كما تم التخلص من الزعماء اليمنية علي الكرماني وأخي عثمان أبي داود وقد كان أبو مسلم قد طلب من علي الكرماني أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز وكساء فسماهم له فقتلهم جميعا وبذلك أخذت تتودح أهداف أبي مسلم الشعوبية للتخلص من الزعماء العرب البارزين بعد أن ناد التحالف معه للغرض المنشود بالقضاء على المقاومة الرئيسية لنصر بن سيار إثر هذه الانتصارات التي أحرضتها الجيوش العباسية انسحب نصر بن سيار غربا تاركا ولاية خرصان العباسيين فقام أبو مسلم بتعيين العمال عليها ونتجة لموصل إليه حال نصر بن سيار في خرصان اضطر ابن هوير إلى أمداده بالجند بناء على توجيهات الخليفة الأموي مروام المحمد فأرسل نباته بن حنذرة الكلابي على رأس حملة إلى جرجان إلا أن هذا القائد لم يتعون مع نصر بن سيار بل سرى بمفرده فالتحم معه قحتب بن شبيب الذي استطاع دحر هذه الحملة وقتل قائدها في ذي الحج سنة 130 هجري 747 ميلادي وبعد فشل هذه الحملة انسحب نصر للري حيث مرض وتغفي سنة 131 هجري 748 ميلادي ومما يجدر ذكره أن العراق أخذ يغلب الاترابات ضد الأمويين أثناء الثورة العباسية في خرصان وكان هذا بفعل الدعاة العباسيين الموجودين في العراق بحيث أجبر ابن هبير لعدم أرسل أي تنجدات إلى نصر بن سيار والتوجه قحتب بن شبيب ابنه الحسن بالجيش العباسي غربا وأخدع المدن الواحدة والأخرى فأخدع الريوها مدان ونهوند ومدن أخرى في مقاطعة الجبال فأصبح بهذا الطريق العراق مفتوحا ومماهدا لأن تتقدم فيه الجيش العباسية ثم أرسل قحتب ابنه الحسن على مقدمته إلى العراق أما بن هبير فقد تقدم شرقا وعسكر في جلولاء ولكن قحتب استطاع بمهارته أن يتجنب جيش بن هبير ثم عبر نحر ذجل متجها غربا نحو الكوفة فتبعه بن هبير وسارا حتى وصل الفرات فعسكر ابن هبير على الدفة الشرقية وعسكر قحتب على الدفة الغربية لنهر الفرات وفي الليلة الثامن من محرم 132 هجري 749 ميلادي عبر قحتبة نحر الفرات مع فرقة من الجنب فهاجموا جيش ابن هبير فانسحب ابن هبير على إثرها إلى وسط وتحسن بها أما قحتب فقد توفي في هذه المعركة في ظروف غامدة ويبدو أنه مات غريقا في نهر الفرات ثم عين الحسن من قحتب محل أبيه قائد الجيش العباسي فدخل الكوفة منتصرا يوم الحادي عشر من محرم 132 هجري 749 ميلادي وسلم الأمر لأبي سلمة الخلال الذي دعي بوزير آل محمد أما الإمام العباسي إبراهيم فقد اكتشف الخليفة مروهام بن محمد اسمه ومحل إقامته عن طريق رسلة مرسلة من الإمام إبراهيم لأبي مسلم سنة 131 هجري 748 ميلادي فقبض عليه وسجنه في حران حيث توفي ومنهم من يقول إنه سقى سمان فمات أو هدم عليه جدار فمات فيه وقبل أن يقبض على إبراهيم الإمام عهد إلى أخيها بالعباس وأوصاه بالرحيل بأهله خفية للكوفة فسر أبو العباس بأهله إلى الكوفة وأخبر أبو سلمة الخلال بقدومه فأنكر ذلك وأراد يقاءهم خارج الكوفة إلا أن العباسيين أفهموه أن بقاءهم خارج الكوفة خطر عليهم فسمح لهم بدخول المدينة وأنزلهم في دار الوليد بن سعيد الجمال مولى بن هاشم وكتم أمرهم لحهم من الشهرين وهنا تذر رواية مفادها أن أبا سلمة الخلال أراد نقل الخلافة للعلويين فأرسل عدة رسائل جعفر بن محمد الصادق فأحرق كتاب أبي سلمة دون أن يقرأه ورسالة إلى عبد الله بن الحسن فقبل كتاب أبي سلمة فحذره جعفر الصادق وبين له عدم وجود أي تعلاقة بينه وبين الجيش العباسي الذي دخل العراق كما أرسل رسالة أخرى إلى عمر بن علي بن الحسين وظل أبو سلمة هو المصرف للأمور ومسيطرا على كل شيء وقد ارتاب الجيش الخرصاني بأمره فطلب أن يظهر الإمام الذي دعو إليه ثم اكتشف أحد الأتباع محل إقامة أبي عباس فذهب إليه وبايعه وراجع واخبر بقية الضعاة والرأساء بمحل إقامة أبي العباس فعلم الجميع أن أبا سلمة هو المسؤول عن إخفاء خبر إمامهم فراموه فاعتدر وبايعه وفي اليوم التالي خرج أبو العباس لمسجد الجامع بالكوفة تحيط به ثلة من الحرس وهناك ويع البيئة العامة في المسجد الجامع في الثلاث عشر ربيع الأول سنة 132 هجري 749 ميلادي الفصل الثالث العوامل الدينية والاجتماعية في قيام الدولة العباسية نشاط الدولة العباسية وتنظيماتها السرية لم يكن سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بن العباس مجرد تغيير في الأسرة الحاكمة وإنما يشكل في حقيقة الأمر ثورة جدرية حاسمة في تاريخ الإسلام على النظام القديم تحققت بفضل دعوة وتنظيم ثوريين ناجحين واسعي الانتشار يعبران على حد قول المؤرخ الإنجليزي برنرد لويس عن سخط عناصر أهم من الأمة العربية الإسلامية على الحكم الأموي وعن رغبة مشتركة في إسقاط النظام القائم وليس هناك أي مجال الشك في أن الدعوة العباسية بما أصبتهم النجاح تجاوز كل تقدير في الحسبان تمثل براعة لحدود لها في التنظيم العقائدي وتخطيطا دقيقا لنظير له في ودع أسسها وإرساء قواعدها كما أنه لابد لهذه الدعوة من زعيم الروحي ينفخ فيها ويقودها ويرعاها وأقول المفكرة تخطط بدقة وتجتذب الأنصار والمشايعة حتى تغفر لها أسباب النجاح وعلى هذا النحو السلزم الأمر نوع من التنظيم السري المحكم الذي يكفل للدعاة أن يقوم بمهمهم الخطيرة دون أن تتعرض لهم السلطات الحاكمة والذي يهيئ للدعوة أن تستمر في طريق النضال حتى النصر ولم يكن للدعوة بادئ ذي بدء اسم تتميز به إذ كانت ترتكز على حزب آل البيت أقوى الأحزاب المعارضة للدولة الأموية وهو بيت الهشميين الذي يضم علويين وعباسئين على السوا وأنصاره من الموالي العجم الذين آثروا انذموا إليه دون غيره من الأحزاب المعارضة الأخرى وقد تعرض الشيعة العلويين على مختلف فرقه من تنكيل الأمويين باعتبارهم أصحاب الحق الشرعي في الخلافة كما استشهد من أئمتهم من خرج يطالب بهذا الحق ومنذ طليعة القرن الثاني للهجرة حمل العباسيون لواء المطالب بالخلافة بدل من العلويين فكيف انتقلت الإمام من الشيعة العلويين أصحاب الحق الشرعي في الخلافة ورمز بيت النبي إلى بني عباس عم النبي وما هي الظروف التي صاحبت هذا التحول بعد أن استشهد الحسين في كربلا انتشر التشيع في أنحاء الدولة العربية ونادى فريق الشيع بعليزين العبيدين بن الحسين بن علي إماما وعرف هؤلاء بالشيع الإمامية بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقافي وقائد حرسه أبو عمرو كيسان وكان من مواد الفرس بالدعوة لمحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن الحنفية من خول بنت قيس بن جعفر الحنفي ومؤلفا فرقة من غلات الشيع نصبت عليه مرة وعرفته المختارية وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية وعرفته بالكيسانية وإلى بن هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة ثالثة وعرفت بالهاشمية ولما توفي محمد بن الحنفية الذي كان يزهد في الخلاف لنفسه وبايع عبد الملك بن مروان على إثر انتهاءه من القضاء على حركة بن الزبير والذي تبرأ من الآراء الخطيرة التي نادى بها كيسان وما تضمنتهم من أباطيل ذات لون شعوبي ولما توفي ابن الحنفية اتربت أفكار الشيعة وتعددت فرقهم ففرقة استمرت على وليها لابن الحنفية وقالت بغيبته ورجعته وفرقة نادت بإمامة ابنه أبي هاشم عبد الله بالإضافة لفرقة الإمامية التي سبق أن تحدثنا عنها وفي هذه الآوين أقام علي بن عبد الله بن العباس وابنه محمد بالحميمة التي كان الوليد بن عبد الملك قد أقطعه عياها ونزل عنده أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية عندما اتضحت له النواي السيئة التي يدمرها السليمان بن عبد الملك نحوه وحدث أن توفي علي زين العبدين بن الحسين في المدينة في أول سنة 94 هجري وقد ترك من الأبناء ولدين في مطلع شبابهما هم محمد الباقر وزيد ولم يمضي على ذلك خمس سنوات حتى توفي أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في سنة 99 هجري من سم من ساقياه عند عودته من الشام ودع عليه سليمان بن عبد الملك من سقاه له تخلصا منه بعد أن لمس فيه من العلم الواسع والذكاء المتقد والنشاط الوافر فلما أحس أبو هاشم بذلو أجله أعاد إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو بالحميمة فعرف حاله وأعلمه أن الخلافة صارت لولده وأعلمه كيف يصنع ثم مات عنده وكان أبو هاشم قد أبلغ شيعته من أهل خرصان والعراق عند ترددهم إليه أن الأمر صائر لولده بن محمد بن علي وأمرهم بقصده بعده والظاهر أن أبو هاشم عندما أحس بالسم يسري في جسده أدرك ذنو أجله قد أمد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بأسماء دعاة الشيعة في الكوفة التي كانت المركز الرئيسي للدعوة الشيائية في العراق وخرصان أو أنه سلمه كتبا يبعثها لهؤلاء الدعاة توكيدا لوصيته وكان معظم هؤلاء الدعاة من أصول فارسية وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن علي العباسي حق الكيسانية في الإمامة فما كد أبو هاشم أن يموت حتى قصده الشيعة وبيعوه ثم عادوا إلى مركزهم وبدأوا في نشر الدعوة لمحمد بن علي العباسي عن طريق الدعاة ويرد بعض المؤرخين المحدثين على هذه الرواية التي تفسر كيفية تنازل أبي هاشم عن حقه في الخلافة إلى محمد بن علي العباسي ويستندون في رضهم على أن الدعوة العباسية شقت طريقها بعد ذلك باسم الدعوة لآل البيت أو للرضى من آل محمد أي الذي يرضونه من آل النبي تمويه على الشيعة بوجه خاص مما يسقط رواية الوصية فلو أن الإمام انتقلت حقه من بني هاشم لمحمد بن علي لكان قد صرح بذلك ولكن الدعوة وجهت لآل العباس في ذلك الحين ويستندون كذلك في رضهم على أن العباسيين بعد أن استاثروا بالخلافة العباسية أعمدوا إلى تدعيم موقفهم من أمام دعاو الشيعة فاستندوا إلى أن حق الوراثة في التشريع الإسلامي يتيح لهم وراثة النبي لأن التشريع يقدم العم في المراث على ابن البنت وأن العباسيين باعتبارهم من نسل العباس وكان ما إزالوا حيا بعد وفاة النبي حتى خلافة عثمان أو لا بالخلافة من نسل فاطمة بنت رسول الله ومن المرجح أن العباسيين انضموا إلى الشيعة الكيسانية وتسموا بالشحاشمية ستارا لمطامعهم وتمويها لفرق الشيعية الأخرى بأنهم يدعون أل البيت إلا رد من أل البيت كان محمد بن عين العباسي شخصية مستنيرة تميزت بالذكاء الحاد والنشاط والاتزان ورججة العقل وحسن البصيرة وقد أهلته هذه الصفات ليقدر أبعاد الموقف تقديرا وقعيا فأدرك بثاقب نظره أن الدعو يجب أن تتخذ منطقا بعيدا على المركز الخلافة الأموية وأن تتوفر لها العناصر المؤيدة لأل البيت والمناحدة للدولة الأموية كما أدرك أهمية التزام السرية التامة لأدافها البعيدة مع اتخاذ هدف قريب تتسطر وراءه وهو الرد من آل محمد ويقصد به أي شخص من البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب ترأن وتقية لما قد يصيب الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرها وفي نفس الوقت كسب لأنصار جدد من شيعة فارس الذين كانوا سواء عن إيمان أقادي الراسخ أو بدافع من الشعور القومي للعلويين وزيادة في تعمية الأمر على العلويين والأمويين وتجنبا لإثارة الشبهات في نواهي الحقيقية اخترى محمد بتوجيه من أبي علي الكوفة واخرسان مراكز لدعوته أما الكوفة فلأنها قاعدة الشيعة ومهدت الشيعة ريال البيت منذ أن اتخذها الإمام علي مركزا له وأما خرسان فلبعدها عن دمشق دار الخلافة الأموية من جهة ولأنه أدرك أن الخرسانيين أسهلوا قيادة لتأييد الدعوة العباسية من العراقيين وبلادهم أكثر أقاليم الإسلام استعداد لنصرة الدعوة وتأييدها بسبب عداء أهلها الفرس للأمويين العرب من جهة ثانية ونضيف إلى ما سبق أنه أراد أن يصرف نظر الأمويين وأنصارهم عن المركز الرئيسي لنشاطه التنظيمي وهو الحميمة حيث قام هو في حياة أبيه ثم بعد وفاته في سنة 118 هجري على تنظيم الدعوة ولضمان السرية التامر الدعوة في خرسان والكوفة رأى أن يكون الطريق الذي يسلكه الدعاة في ترددهما بين خرسان والحميمة من الطرق الرئيسية التي يكثر استخدامها حتى لا ينكشف سر الدعوة ولهذا اختر طريق الكوفة خرسانة جاري وأوحار الدعاة والنقباء بالتنكر في زي الترجار ولم يسمح لأحد منهم أن يتصل بالحميمة إلا عن طريق داع الدعاة بالكوفة وتتضح أهمية خرسان بالنسبة للدعوة العباسية في قول محمد بن علي العباسي لدعاته عندما أراد أن يوجههم لأمصار أما الكوفة والسوادها فشيعة علي وولده وأما البصرة والسوادها فعثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأما الجزيرة فحرورية مارتة وأما هل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وتعتبني مروان وعدوة رسخة وجهر المتراكم وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وعمر ولكن عليكم بخرسان فإن هناك العديد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم يتوزعها الدغل وهم جند لهم أبدان وأجتامل واكب وكواهل وهامات ولوحى وشهارب وأسواة هائدة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة وبعد فإني أتفاد المشرق وإلى مطلع السراج الدنيا ومصباح الخلق والظاهر أن علي العباسي كان الرأس المدبر للذاوث في الفترة من 99 هجري إلى 188 هجري التي توفي فيها ولا شك أن محمد بن علي وما وزع دعاته للعراق وخرسان لم يظهر لهم أهدافه الحقيقية في الاستثار بالأمل لنفسه ولبنيه دون العلويين وإنما أظهر أمامهم سعياه لقرب النظام الحكم الأموي وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين حتى ينجرب إليه الأنصار والمؤيدين بدليل أن أبا سلم الخلال الذي تقلب بلقب وزير آل محمد حاول بعد أن كشف دور السرية في الحركة قبل أعلان الخلافة العباسية أن يقيم خلافة علوية ورشح لذلك ثلاثة من أئمة الشيعة هم جعفر الصادق وعبد الله المحد وعمر بنزين العابدين ولكنه فشل في ذلك ويذكر ابن الأثير أن محمد بن علي أخذ يوجهه منذ سنة 100 هجري الدعاة في الأفاق فوجه ميسرة العبدي للعراق كما وجه محمد بن خنيس وأبا عكلم السراش وهو أبو محمد الصادق وحيان العطار خلو إبراهيم بن سلم إلى خرسان وأمرهم بالدعاء إليه وأهل بيته فلقوا من لقوه ثم انسرفوا بكتب من استجابة لهم إلى محمد بن علي فدفعوها إلى ميسرة فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فاخترى أبو محمد الصادق لمحمد بن علي 12 رجل نقبع وبمقتدى هذا التنظيم السري توزي عدد من الدعاة في العراق وعدد آخر في خرسان فكان للعراق ثلاثة دعاة على التوائل هم ميسر العبدي 102-105 هجري ثم بكير بن مهان 105-127 هجري ثم أبو سلم الخلال 127-132 هجري كانوا يتنكرون في ثياب التجار أو الحرفيين أو المؤدبين ثم يندسون بين الناس دون أن يعرفهم أحد أما دعاة خرسان فكانوا سبعة أولهم أبو عكرم السراج ويلي تبقت الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم ويجهلون إمام الوقت وكان لكل دعاية 12 نقيبا ولكل نقيب سبعون عامل يذيرون الوحدات المتفرعة ويشرفون على الخلايا السرية المنتشرة في مختلف الأقاليم وكان الدعاة والنقباء يتميئزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في نشرها كما كانوا يتصفون ببعد النظر والقدر على فهم نفسيات الناس وتمييز عناصرهم تمهيد الاجتدابهم إلى دعوتهم وبالبراءة في التخفي والتنكر مع حظ كبير في الثقافة والعلوم الدينية واللغوية ويعتبر بكير بن مهان داعي دعاة العباسيين في العراق من الشخصيات البارزة في تاريخ الدعوة العباسية إذ يعود إليه نفرل الآذم في تنظيم الدعوة السرية في العراق زاها 22 السنة وكان موسرا فلم يضنأ بأمواله في النفق عليها وخلفه أبو سلم الخلال واسمه حفظ بن سليمان الفارسي وكان سمحا كريما فصيحا عالما بالأخبار والأشعار والسيار والجدل والتفسير ويرجع إلى أبي سلم الفرل في قيادة الدعوة العباسية في العراق في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت قيام الدولة العباسية أما خرسان فقد تعرضت الدعوة فيها زمن ولاية أسد بن عبدالله القسري لمحن شديدة فعلى الرغم من السرية المحكمة وشع رجل من كندا إليه بجمع من دعاة العباسيين في سنة 107 فاستقدمهم وفيهم أبو عكلم السراج ومحمد بن خنيس وعمة أصحابه ونجا عمار بالعبادة فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم وسلبهم وأقبل عمار العبادة إلى بكير بن محنبه لابلغه الخبر فكتب إلى محمد بن علي بذلك وقدم إلى خرسان سنة 109 هجري أيضا في ولاية أسد داعية انبعث به محمد علي العباسي يقال له زياد أبو محمد أقام بمرو ودعا لبني العباس فأخبر به أسد فتخوف من جانبه فاستقدمه إليه وقتله وقتل معه عشرة من أهل الكوفة وفي سنة 117 هجري ظفر أسد في بداية ولاياته الثانية على خرسان بجماعة من لعات بن العباس فقتل بعدهم ومثل ببعضهم وسجن البعض وكان في من وقع بيده سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريب وخارد بن ابراهيم وتلحى بن زريق فأتى بهم فقال له يا فسق ألم يقول الله تعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فقال له سليمان نحن والله كما قال الشاعر لو بغير الماء حلق شرق كنتك الغصن بالماء اعتصارة صيدت والله العقرب بيديك إن أناس من قومك وإن المدرية رفعوا إليك هذا لأن كنا أشد الناس على قتيب بن مسلم فتلب بثارهم فبعث بهم للحبس وفي العام التاني وجه بكير بن مهام عمار بن يزيد إلى خرسان دعيا لبن العباس فنزل مر وتسمى بخداش ودع إلى آل البيت فسرع إليه الناس وأطعوه ثم غير ما دعاهم إليه وأظهر دين الخرمية ودع إليه ورخص في بعضهم النساء بعد وقال لهم إن لا صوم ولا صلاة ولا حج مؤونا الصوم بمعنى الصوم عن ذكر الإمام والصلاة أي الدعاء له والحج بمعنى القصد إليه فبلغ حبره أسد بن عبد الله فضفر به فأغلذ القول لأسد فقطع لسانه وسما العينيه ثم أمر بقتله فقتل ثم صلب بأمل ومنذ ذلك الحين انقطع محمد بن علي العباس عن مكاتبة دعاته بخرسان إلا أن الدعوة في خرسان لم تحرس قدما ملحوظا إلا منذ وفاة أسد بن عبد الله في سنة 120 هجري وكانت مهمة الدعاة والنقباء في خرسان تقوم على ترديد بعض الشرعارات التي ينادي بها العباسيون كتحقيق مبدأ المستوات التي كانت تتيسر وراءه نزاعات المتبينة والذي أيده جماعة كبيرة من الشعبيين العجم لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف لأحياء المجد الفارسي القديم وإزالة دولة الجبابرة أي الدولة العربية كما أيده آخرون من العرب على أساس تسوية الموانب العرب استنادا لمبدأ الفقهاء في الإصلاح ومحاربة الظلم والتأصف كذلك طالبت دعاة بالدعوة إلى الإصلاح ويقصد به الدعوة إلى الكتاب والسنة وقد أدت هذه الشعارات إلى زد عدد المؤيدين للدعوة في خرسان للردى من آل محمد وانتشارها في بلاد فارس وخرسان وخاروازم وبلاد ما وراء النهر ثم توفي محمد بن علي العباسي في سنة 125 هجري 742 ميلادي بعد أن أوصى بالإمام من بعده لابنه إبراهيم وفي عهد إبراهيم يبدأ دور جديد من تاريخ الدعوة العباسية هو دور الصدام والعمل والنضال الحربي الذي تألقت فيه شخصيتان بارزتان كان لهم أعظم الأثر في نجاح الدعوة هما حفص بن سليمان المعروف بأبي سلم الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة بعد وفاة بكير بن ماهان وشخصية أبي مسلم الخرسي النية الشاب المغامر الذي يرجع عليه فرل في قيادة الثورة العباسية للنصر في الفترة من 129 هجري إلى 132 هجري أعوامل نجاح الدعوة العباسية تهيأت لدعاة العباسيين فرص النجاح في بث دعوتهم ونشرها في الأفاق قبل أن تصطدم حربياً بقوى الأمويين بسبب التنظيم العقائدي المحكم للدعوة على النحو الذي شرحناه وبسبب عوامل أخرى مختلفة أدت إلى تصدع دعائم الدورة الأموية في الداخل والخارج مما سهل على العناصر الثورية مهمة قلب نظام الحكم الأموي ومن عوامل التصدع في كيان الدورة الأموية ما يليه أولاً انتشار الإسلام بين الفرس كان الانتشار الإسلامي في بلد الفرس بالسرعة الهائلة التي تم بها واشتراك الفرس والمسلمين في حركات الثورية التي قامت في العصر الأموي كالزبيرية والمختارية وحركة التوابين كما كان لتحالفهم مع الشياء خاصة في عقاب كربلا كان لكل ذلك عظم الأثر في نجاح الثورة العباسية وانتصارها في النهاية ومن المعروف أن الإسلام انتشر انتشاراً هائلاً في فارس في عصر عبد الملك بدليل السياسة الاقتصادية التي أخذ الحجاج الثقافي وطبقها في فارس وخرسان فقد اقترن انتشار الإسلام هناك بتناقص واضح في الموارد المالية للدولة الأموية الأمر الذي دفع الحجاج إلى فرض الجزء على من أسلم من الموالي وتركت دريبة الخراج على مكلمة كانت عيئة كما اقترت الدولة الأموية إلى عادة المهاجرين من مسلم فارس إلى قراءهم ومقاومة تيار هجر الحوادر بقصد الكسب من وراء الاشتغال بالحرف والصناعات التي أنف العرب الاشتغال بها وأدى ذلك إلى السياء المسلمين الفرسي والقراء العرب فقمت حركات ثورية كالثورة المنسوبة لعبد الرحمن بن محمد بن العشاث وكانت ثورة فارسية لأن معظم مشارك فيها كانوا فرساً أو ممن حرس من العرب على تطبيق مبادئ الإسلام والمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة على الفرس المسلمين ومساواتهم بالعرب وانتهت مرحلة مقاومة الأمويين لحركة الإسلامية في فارس بوفاة الحجاش وتبعتها مراحل التراجع عن هذه السياسة زمن سليمان بن عبد الملك رغبة في استرضاء طبقات المسلمين واستمرت هذه السياسة سريعة المفاول في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان من أهدافها التوفيق بين التيار الإسلامي وبين المصارح الأموية بل إن الحركة الإسلامية لم تربث أن اتخذت صورة جديدة قوامها التحارف مع الدعوة الهاشمية وعادت الهجرة الفارسية من الريف إلى المدن تحقق للمهاجرين أرباحاً دخمة وأدى اشتداد حركة الهجرة وتدافعها للمدن في النصف الثاني من العصر الأموي إلى تكوين طبقات كبيرة من العطلين الساخطين في مدن خرسان وفارس وكان وقود هشة للثورة العباسية ثانياً موجات الإسياء العارمة ضد الحكم الأموي هناك أسباب عديدة لمساوئ الحكم الأموي منها خروج معاوية على القاعدة التي سنى الخلفاء الراشدون واستحداث النظام الوراث في الحكم ومنها ميل الأمويين للمولوكية ومظاهر الأباهة واللهو ومبالغة بعضهم في ذلك إلى حد الانصراف لللهو والخلاعة والانحراف عن القيم الأخلاقية والمثل الدينية وقد أثار ذلك مشاعر الجماهير الإسلامية وأطاح بهيبة الخلفاء وجر المعارضين للدولة على السائل تقويضها فياسيد بن معاوية كان مغفار الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء وكان معروفا بقبح سيرته ومجاهرته للمعاصي واشتهاره بالقبائح وفي أيامه استشهد الحسين بن علي ودربة الكعبة بالمجرنيق والصبيحة المدينة ويزيد بن عبد الملك كان خليع بني أمية وكذلك عرف الوليد بن يزيد بن عبد الملك بخليع بني مرؤان وكان الوليد صاحب شراب ولحو وسماع غناء وفيه يقول المسعدي هو أول من حامل المغنين من البلدان إليه وجالس الملهين وأظهر الشرب والملاه والعصف وكان متهتكا ماجرا خليعا ويذكر ابن الأثير أنه كان يوقع بالعود ويدرب بالطبل والدف وكان الغناء وأحب إليه من كل لذأ وأشهى إلى نفسه من الماء إلى ذي الغلة وذكروا أنه كان يستيع تصرف عند سكله فقد قرأ يوما واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد فدعى بالمسحف فنصبه هدفا للنشاب وأقبل بيرميه وهو يقول أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جاءت ربك يوم الحشر فقل يا ربي خرقني الوليد ومن أسباب السياء المسلمين من الحكم الأموي انحراف الولاد عن تحر العدل مع الموالي واستبدادهم بهم وحيادهم عن بذائد الإسلام الحريف في التكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة بين العرب والفرس فقد أعز على أمة الفرس المغلوبة أن يقرهم العرب ويخمدون أنفس قوميتهم بسياسة الإنسهار والتعريب التي جرى عليها المروانيون منذ خلافة عبد الملك ولم ينسى الفرس ورغم اعتنق معظمهم الإسلام ماضيهم الحاف بالأمجاد واعتبروا سيطرة العرب عليهم نوع من السيادة العنصرية التي يجب التخلص منها وعندئذ بدأت رائع الشعوبيين تتسلل في كيان الدولة العربية تحت ستار التعريب الإسلامية بدعوى المطالبة بالمساواة مساندين إلى قوله تعالى يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقد اتخذ الفرس المبادئة الإسلامية سلاحا شهروه على الأمويين لقلب حكومتهم انتصارا للحق على الاستبداد والعنف وانضمت الأحزاب المعارضة للحكومة الأموية إلى جانب الثوار كالخوارج والمرجأ والشيعة وواجد الفرس في التشيع سيفا مسلطا على العرب فأرتموا في أعدانه لا لأن التشيع يوافق عقلية الفرس ويلائمها من حيث تشابه في النظام الحكم الإلهي المتوارث ولا لأن هناك ثم تقراب بينه وبين الشيعة نتيجة لمصارات الإمام علي حسين بن علي لهم وإنهم بدفع التحرر من السيطرة العربية وآمل ثالث نضيفه إلى ما سبق تعديل الاسدياد الشعور بالنقم على الأمويين هو أن الأمويين أقاموا دولتهم على الخديعة والدس والقهر والسفك وأنهم اتعادوا العلويين وتتبعوهم القتل فقتلوا مسلم بن عقيل عندما توجه إلى الكوفة ممحيدا لخروج الحسين وقتل الحسين بن علي وأصحابه وذويه في كربلا التي كانت تعمل الرئيسيا في توحيد ثروف الشيعة واستثارة مشاعرهم للانتقام من قتلة الحسين فظهر منهم التوابون المختارية والإمامية وأصبح التشييع من ذلك الحين عقيدة الرسخة في النخوص وازدد السخط المسلمين على الأمويين ونقمتهم عليهم باستشهاد زيد بن علي زين العبدين بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك وصلبه عريانا منذة خمسين شهرا وحرق الجسده الطاهر في أيام الوليد بن يزيد وباستشهاد ولده يحيى بن زيد في الجوزان من بلاد خرسان وفصل رأسه وصلب جسده في أيام الوليد بن يزيد نفسه وعمل رابع هو السيطار مشاعر المغلوبين من البربر في غرب العالم الإسلامي على الحكم الأموي ونعني به تشبه هؤلاء الأمويين في المغرب بالحجاج أنثال يزيد بن مسلم كاتب الحجاج وكن ظلوما غشوما ومثل عبيدة بن عبد الرحمن السلمة ومثل عبيدة الله بن الحبحاب وقد بالغ هؤلاء الولاد في الاستبداد بالبرور والاستخفف بهم والتشدد عليهم في الجزيات بل إنهم لم يتورعوا عن التهجم على نسائهم وسبيهم وقتل قطعان أغنامهم مما دفع هؤلاء البربر للانتفاض والثورة وكن الخلفاء الأمويون يستحبون ترائف المغرب ونساء ويبعثون إلى عمال المغرب بطلبهن فكان العمال يحرسون على إتحاف الخلفاء بالنساء المسبيات وهو أمر أنكره البربر عليهم وهكذا كانت نفوس أهل المغرب تبلى بهذه المظالم فطلبوا الخلفاء بإنصافهم فلما أعرضوا عن إنجابة مطالبهم انتفذ البربر على المعرب وأصبح المغرب عليث لذلك نارا ثالثا المنازعات الداخلية ترجع أسباب المنازعات الداخلية في الدولة الأموية التي سببت تفتتا خطينا في الجبات الداخلية وهيئة المجال للدعوة العباسية أن تنتشر دون أن يتدارك الأمويون أمرها إلى نظام تولية العهد لأكثر من واحد والصراع بين العصبيات العربية أما ما يتعلق بالسبب الأول فمن المعروف أن المروانيين اتبعوا سياسة النكت بولاية العهد ابتداء من مروان بن الحكم حتى نهاية عصر الدولة الأموية فلقد بايع مروان وليين العهده هما خالد بن يزيد بن معاوية ثم أمر بن سعيد بن العاص ولكنه نكث بهذه البيعة عندما عزم على تولية العهد من بعده لابنه عبد الملك فاستقدم حسان بن بحدل وأرغبه وأرغبه حتى بايع ولديه عبد الملك ثم عبد العزيز وتم تحويل ولاية العهد إليهما وترتب على ذلك أن غضب على خالد بن يزيد لخلعه من ولاية العهد وحدث أماه في ذلك وكان مروان قد تزوجها فعملت إلى قتله فلما تولى عبد الملك الخلاف أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد ويبايع ابنه الوليد بن عبد الملك فنهاه عن ذلك خبيص بن ذويب متولي الخاتم والسكة ولكن وفاة عبد العزيز في جماد الأولى سنة 85 هجري ودعت حدا لما كان قد عزم عليه وكتب عبد الملك بالبيع لابنه الوليد وسليمان ولما ظفر الوليد بالخلافة أراد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ويبايع لولده عبد العزيز فأبا سليمان فكتب الوليد إلى عماله ودع الناس إلى ذلك فلم يجبه سوى الحجاج بن يوسف وقطيب بن مسلم وخواص من الناس فكتب الوليد إلى سليمان أمره بالقدوم إليه فأبطأ فعزم الوليد على السير إليه لخلعه وأعد العد للخروج فمات قبل أن يسير إليه في سنة 96 هجري وتولى سليمان الخلافة فصب جامع انتقامه على أهل الحجاج والصناع كما أمر بقتل قتب من وسلم الباهلي بخارسان وقتل أهله ولما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة بايع بولاية العهد لأخيه هشام وبعده لابنه الوليد بن يزيد لصغر سن الوليد فلما عاش يزيد حتى بلغ ابنه الوليد كان إذا راه يقول الله بيني وبين من جعله هشاما وبيني وبينك يقصد مسلم بن عبد الملك وقد كان من نتائج هذه السياسة وتفتيت الرابط الأسرية بين أفراد البيت الأموي وإثرة الفتن والقلق والمنازعات بعد وفاة كل خليفة وقد عجل ذلك بتصديع الكيان الأموي وأما السبب الثاني وأعني به السراع بين العصبيات العربية فكان أخطر وأكثر وبان من السبب الأول فلقد مهدت السياسة الحزبية للدولة الأموية وظهور الأحزاب المعارضة من الشيعة والخوارج والزوبيرية السبيل للانبعاد العصبيات القبالية القديمة على الرغم من أن الإسلام أدعف من هذه العصبيات وحد من المنازعات القديمة بين اليمنية والقيسية وبينما نجح معاوية بالسياسة المعتذرة في تحييد هذه العصبيات وارتفع فوق مستواها أخفق المروانيون في هذه السياسة بل هم الذين أذكوا نيرانها وزادوا وقودها فلقد تعصب مروان بن الحكم اليمنية ذات المدرية واعتمد على اليمنية بزعامة حسان بن ملك في سرائه مع الضحاك من قيس الفحري فاجتمعت له الحشود من كلب وغسان والسكاسك والسكوم بينما اعتمد الدحاك على جموع هائلة من القيسية والمدرية والنزارية واشتبك الفريقان في مرج النراهد في ذي القعدة سنة 64 هجري في قتال عنيف انتهى بهزيمة العدنانية وكان لهذه الموقع أثار خطيرة في انبعاث العداء التقليدي القديم بين العصبيتين اليمنية والقيسية وإشار نار الفتن في سائر أنحاء العالم الإسلامي فقمت الحرب بين اليمنية والقيسية في مناطق عديدة من الدول العربية في الشام والعراق وفارس والمغرب وغين أندرس وأدى الصراع بين هذه العصبيات وتهضحنها إلى تتاعي السفر العربي ومما زاد في احتدام نارها إخفاق الخلفاء المروانيين في النصف الثاني من العصر الأموي في حفظ التوازن بين العصريتين ذلك لأن الخلفاء أصبحوا يؤيدون عصبية منها على أخرى فيوثرون بذلك النزاع بين العصرية الأخرى والعصبية التي اعتمدوا عليها فالوليد بن عبد الملك اعتمد على المدارية بينما انحز أخوه سلمان اليمينية وحاول عمر بن عبد العزيز أن يمسك العصر من الوسط ولكن هذه السياسة الحكيمة قضى عليها بعد وفاته فقد اعتمد يزيد بن عبد الملك على المدارية في حين اعتمد هشام بادي أذيبيد على اليمنية ثم تحول عن ذاك فانحز للمدارية منذ سنة 111 هجري عندما استعمل على خرسان الجنيد بن عبد الرحمن الذي لم يتخذ من العمال إلا من كان مداريا فأغدب ذلك اليمنية وفي عهد الوليد الثاني تحيز الخليفة المدارية فواثب عليه اليمنية وقتلوه ولما تولى يزيد بن الوليد الخلافة أياد اليمنية واعتمد عليهم لأنهم ساعدوا في التوصل للخلافة وأخذ اليمنية يثارون من المدارية فثار هؤلاء في حمس وفلسطين والأردن واترب عمر أبني أمية وهاجت الفتنة ولكن الخليفة تمكن في نهاية الأمر من التغلب على الثوار اليمنية ولما تولى مروان المحمد الخلافة سنة 128 هجري تعصى مري المدارية اليمنية فثار اليمنية بحمس فدخلها مروان عنوة في 127 هجري وقتل جماعة من الثوار وسلب خمسمائة من القتل حول المدينة ودمار جعيما من سورها كذلك ثار أهل فلسطين فترة ولكنهم لم يلبثوا أن يثانوا له بالطاعة وقد أتاحت هذه الاضطرابات الفرسطة لظهور الدعوة العباسية وتثبيت أركانها إذ شغل مروان المحمد عنها بإخماد الفتن ولم يفتن إلى حقيقة العضاء في خرسان على رغم من التقارير التي كانت تصل إليها من نصر بن سيار عن سوء الأحوال بها كذلك أنعكس صدى هذه الأحداث في غرب العالم الإسلامي وشرقه ففي الأندلس انحازوا إليها أبو الخطار الحسان بن درار الكلبي إلى اليمنية بحكم كونه كلبيا ونزع زعيم القيسية هناك وهو الصميل بن حاتم بن ذي جوشا مما أدى إلى قيام حرب طاحنة بين العصبيتين اليمنية والمدرية جنوبي قرطبة وانتهى الأمر بهزيمة اليمنية واستمر السراع قائما في الأندلس بين العصبيتين حتى قيام دولة عبد الرحمن الدخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس وفي المشرق قامت المنازعات القبلية في خرسان من القبائل اليمنية والمدرية التي كانت قد استقرت في خرسان منذ أبن بعيد ونقلت معها نزعاتها القبلية ومن المعروف أن هذه العناصر العربية التي استقرت في خرسان من قفتنة الأمصار إنما قادمت من الوسر والكوفة حيث يسود التنافس القبالي والفتن وتقلغ الأهواء بدأ النزاع بين القبائل العربية في خرسان منذ أن قام الحائث بن سريج بثورته ضد الحكم الأموي هناك وسندته فيها بعض القبائل العربية وتبع ذلك اشتعالنا للفتن وأصبحت خرسان على هذا النحو مسرحا للصراع بين اليمنية والمدرية ونجح دعاة العباسيين في استثمار هذا الصراع لصالح دعوتهم كما نجح أبو مسلم الخرساني في تفريق القريمة العرب ودفعهم للقتال ودخل مرو والفريقان يقتتلان فأمرهم بالكف وهو يتلو من كتاب الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيحته وهذا من عدوه وصفت مرو لأبي مسلم رابعا تقويد أسطورة العرب في أواخر عصر الدولة الأموية من العرب بهزائم بشعة في الخارج شرقا وغربا أسقطت هيبة العرب أمام الشعوب الأجرامية وقوادت أسطورة القوة التي جهد الفاتحون في زمن الخلافة الرشدة والعصر الأموي الأول في ترسيخها ففي عهد هشام بن عبد الملك تمكن خاقان الترق من التغرق للشرقي إيران منذ عام 108 هجري حتى 119 هجري عندما نجح العرب بعد جهود مدنية في التغلب عليه وسقط خاقان صريعا وتفرع الترق بين بعده كذلك تلقى العرب في زمن هشام هزيمة النكراء على عيد البيزنطيين زمن الإمبراطوري الثالث الأيسوري في موقع تقرن أقرن قرى حصار حاليا الوقع بالقرب العمورية وذلك في سنة 122 هجري 739 ميلادي وفي هذه الموقع قتل القائد عبد الله أبو الحسين الأنتكي المعروف بالبطر من جماعة المسلمين وقد ترتب على هذه الهزيمة أنجل العرب على القسم الغربي من أسيا الصغرى وتراجع إلى الشرق واقترن اسم الموقع بأسطورة البدر الترقي المعروف باسم السيد البطر الغازي الذي لا يزال قبره قائما في قرية تقع جنوبي أسكشاهير الحالية كذلك كان الهزيمة الصاحقة التي تلقاها المسلمون في موقع تبيرات الشهداء في سنة 114 هجري 732 ميلادي على أيدي الفرنجة ومسرع القائد العربي عبد الرحمن الغافقي وجموع هائلة من أجناده أعظم الأثر في تقوير أسطورة العرب وتصدع كيان الدولة الأموية وقد ودعت هذه الكارثة حدا لتوسيع المسلمين في غالة وأحاطت بهيمتهم حتى في داخل شبه جزيرة إيبيريا فتجرأت العنازل القوطية الإيبيرية على منواءة السلطان المسلمين واستقطاع ممالكة كانت المنطلقة الأول لحركة الاسترداد الإسباني للأندلس انتصار الثورة العباسية وأثاره في التاريخ الإسلامي العام ذكرنا فيما سبق أن الدوة العباسية تحولت بعد عام 128 هجري من دور الستر إلى دور الهجر ومن دور النشاط السري إلى دور العمل والكفاح المسلح وذكرنا من أسباب التحول اندمو شاب فارسي مغامر للدعوة اسمه أبو مسلم الخرساني دفعه الطموح للاتصال بأكبير الدعاة ولم يربثني اختاره الإمام إبراهيم داعي للدعاة في خرسان وارتداه الخرسانيون زعيما للثورة يحقق أحلامهم ويرضي أمالهم في إسقاط دولة جبابرة الدولة العربية وإحياء دولة العجم أمثلة في الدولة العباسية المستقبلية وأبو مسلم عبد الرحمن الخرساني كان مولى فارسي الأصل اشتراه بكير بالمهان ولقنه وصول التشيع ثم اتصل أبو مسلم محمد بن علي العباسي في سنة 125 هجري ثم بابنه إبراهيم من بعده فلمح فيه صفات العزم والذكاء الخارق ووجد فيه دلته المنشودة وكانت الدعوة في خرسان بحاجة إلى مثل أبو مسلم في تلك الفترة بالذات التي اشتد فيها السراع بين خرسان بين العصبيات العربية وما وقعت فيه الدولة الأموية من خلاف فوجهه إلى خرسان سنة 128 هجري وكان عمره يومئذ 19 سنة وأوصاه بقوله انظر هذا الحي من الليمن فألزمهم وسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم فاتهم ربيعب في أمرهم وأما مدر فإنهم العدو القريب الدار وأقتل من شك اكتفيه وإن استطعت لا تدعب خرسان من يتكلم العربية ففعل ما أياما مغلاما بلقى خمسة أشهر تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ يعني سلمان من كثير ولا توصيه وإذا أشكل عليك أمر فاكتفي به مني ثم أرسل إليه إمام إبراهيم راية النصر وبذلك انتقلت الدعوة العباسية لمرحلة العمل الإيجابي وفي هذه الأثناء حاول نصر بن سيار والي خرسان أن يوحد بين صحوف العرب ضد الفرس ويقضي على منازعاتهم كما حاول السمنة اليمنية رغم كونه مدريا ولكنه أخفق في محاولته فرفض اليمنية مصالحته واشترت زعيمهم جديع بن شبيب المعروف الكرماني أن يترك منصبه فقمت الحرب بينه ومن الكرماني وانتهت بانتصار الأخير والسلائه على مروف ثم نزل أبو مسلم على سليمان من كثير الخزاعي في رمضان سنة 129 حجري بقرية سيفانج من قرى مروف وهناك بث دعاته في الناس فأظهر أمره فتوفد عليه في الهلة واحدة سكان ستين قرية وفي خمس وعشرين من رمضان من نفس السنة عقد اللواء الذي بعث به الإمام إليه على رمح وعقد الراية وهو يقول أذن الذين يقاتلون بأنهم ضيموا وأن الله على نصرهم القدير ثم لبس السواد هو وصل إماما كثيرهم وليه وشيعته ممن أجاب الدعو من أهل سيفانج وهناك تقاتلت عليه جموع كثيفة من هرمز ومرو فشرع أبو مسلم في ترميم حصن سيفانج وأقام فيه بما ممعه ثم أقع الاشتباك بين قوات سيار في بقيادة مولا زيد وبين قوات أبي مسلم في قرية اليمن قرى مرو وانتهى القتال بنت ساري أبو مسلم وقوع زيد في أسره ولكن أبو مسلم لملبث أن اطلقه من الأسر حتى يروي لنصر بن سيار ما شاهده من دخامة قواء أبي مسلم وتكاثر أنصر أبي مسلم حتى داقت بهم سيفانج فاضطر للرحيل إلى المخوم من قرى مرو أيضا فحصنها وخندق حولها أقام معه في الخندق سبعة آلاف مقاتل وكان النصر ابن سيار قد شغل بمقاتلة اليمنية ومحاربة الكرماني حتى قتله فاستغل أبو مسلم هذه الفرصة وبعث قواده للإسلاع للبلاد ونجح في دم عليه بين الكرماني واليمنية الموتورين إليه وأحسى نصر ابن سيار بخطر أبي مسلم على كيان دولة الأموية فكتب إلى مروان من محمد يحذره ويسف له خطورة الوضع في خرسان ويبلغه أن أبو مسلم يدعو الناس لإبراهيم من محمد العباسي وجاء فيما كتبه إليه الأبيات الشعرية التالية أرى بين الرماد وميد جمر ويوشك أن يكون له درامو فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام أقول من التعجب ليت شعري أأيقاذ أمية أم نياب فإن يكو قومنا أدحو نيام فقل قوموا فقد حان القيام ففرع عن رحالك ثم قولي الإسلام والعرب السلامة ولكن هذه الصراخات لم تجد نفعا فقد اكتفى مروان بأن كتب إليه يقول إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم الثالول قبلك وحدث أن وقع الكتاب في يد مروان المحمد فدح سر صاحب الدعوة كان قد بعث به الإمام إبراهيم الأبي أسلم يأمره فيه بأن لا يدعى بخرسة المتكلمة بالعربية إلا قتله فلما قرأ مروان الكتاب كتب إلى عامله بالبلقاء يعمره بالتوجه الحميمة والقبض على إبراهيم الإمام وشد وثاقه وإرسله إليه ففعل ذلك فسجنه مروان في سجن حران حيث مات مسموًا وكان إبراهيم الإمام عندما تم القبض عليه في المحمية نعى نفسه إلى أهل البيت وأمرهم بالسير للكفة مع أخيها أبي العباس عبدالله وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة بعده فمدى أبو العباس من معهم بيت الإمام الكوفة حيث أنزلهم أبو سلم الخلال داعي دعاة العباسيين في دار لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحو أربعين ليلة وحاول أن يحول الأمر الآلي علي بن أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة واترى إلى مبايعة أبي العباس عبدالله بالخلافة ولم يستطع محمد بن خلد بن عبدالله القسري أمير الكوفة أن يصمد أمام العباسيين فسلم لهم الكوفة وعلى إثر ذلك ظهر أبو العباس ودخل الجامعة وبيع له بالخلافة في الثاني عشر من ربيع الأول للسنة 132 هجري وخطب على المنبر خطبة افتتحها بمدح آل النبي والتعن في السبائية الدرال الذين نادوا بأحقية الرئاس لغير العباسيين يقصد لآل علي ثم سب الأمويين بني حرب وبني مروان الذين سرقوا الخلافة واستأثروا بها وظلموا أهلها إلى أن ردت إلى أصحابها ثم خاطب أهل الكوفة قائلا يا أهل الكوفة أنتم حل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتى الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم ما أتدرهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير ثم خرج العباس بعد الخطبة إلى معسكر أبي سلمة حيث أقام شهرا ثم ارتحل من هناك فنزل المدينة الهاشمية بقسر الإمارة أما أبو مسلم فكان خطره قد استفحل بعد أن فرق بين قبائل العرب فالزحف في ربيع الثاني من سنة 130 هجرية ديسمبر 747 ميلادية على مرو وتمكن من دخولها بمساعدة علي بن الكرماني وقتل من العرب فيها نحو 600 شخص وأما نصر بن سيار فقد فرم تخفيا نحو العراق مارا بن سابور فتعقبته جيوش أبي مسلم ولكنه توفي ببلدة النواحي الريف نفس السنة ثم تمكن أبي مسلم من افتتاح إبورد وبلخ وترمذ وعند إد تخلص من علي وعثمان ولدي الكرماني فقتلهما وقتل معظم أصحابهما وهكذا تغلب أبي مسلم الخرساني على خرسان كلها فبعث العمال على البلاد ثم وجه قحتب بن شبيب إلى توس ليفتحها فتم له ذلك وبلغ عدد القتلى من أنصار نصر بن سيار بدعة عشر ألاف ثم أمره أبي مسلم الزحف إلى نسابور حيث نزله النصر فلما بلغ نصر ذلك فر في من معه إلى قومس فدخل قحتب نسابور وما زال متتبع النصر من مدينة إلى مدينة حتى توفي نصر بنواحي الري واستول قحتب على الري وتم للعباسيين على هذا النحو فتح خرسان وبلاد الجبل ثم تابع قحتب والده الحسن زحفهما فاستول الحسن على همذان وأفتح أبوه ناهواند وشهرزور والموصل وتوغل في العراق ولكنه توفي قبل أن يشتبك مع القائد يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق من قبل مروام المحمد فخلفه على القيادة ابنه الحسن الذي تمكن من إيقاع الهزيمة بجيش ابن هبيرة وقبل أن يدخل الحسن بن قحتب الكوفة بادر واليها محمد بن خارد القسري مسودا على نحو الذي أشرنا إليه وتركزت المقاومة الأموية في موضعين الأول في الموصل حيث احتشدت جموع هائل من الأمويين يبلغ عددهم مائة وعشرين ألف مقاتل وتم الاشتباك على الزاب الأعلى أحد رواف الدجلة من الشرق وانتهى بهزيمة مروان في الحادي عشر من جمالة الآخرة سنة 132 وفرارة بينما غرق معظم الجيش في نهر الزاب بعد أن قطع الجسر والثاني في وسط حيث تحصن القائد يزيد بن عمر بن هبيرة فسير أبو العباس السفاح إليه أخوه أبو جعفر فاحتدم القتال هناك ما يقرب من عام إلى أن بلغ ابن هبيرة نبأ مسرع مروان فسعى لطلب الصاحب الأمان فأجاب عليه أبو جعفر ولكنه لم يفي بعده فأمر بقتله وقتل من كان معه من القادة وبمسرع ابن هبيرة طويت الصفات الأخيرة من تاريخ الدولة الأموية وبدأ عهد جديد في تاريخ العرب والإسلام وقد صاحب قيام الدولة العباسية تغير جدري وادح المعالم في جميع نواحي الحياة الإسلامية فمن ناحية نظام الحكم شهد العصر العباسي تطورا عميقا في نظام الحكم فأصبحت السلطة عند العباسيين مقدسة مستمدة من الله تعالى لأن الخلافة تستند على نظرية الإمامة التي كانت المحورة الرئيسية للدعوة العباسية مع تأثر وادح بنظرية الحق الإلهي في الحكم الشايع عند الفرس ولعل هذا يفسر ميل الخلفاء العباسيين للاستبداد والاحتجاب عن الناس من جهة كما يفسر بقاء الخلافة العباسية مدة طويلة واستمرارها في مصر حتى بعد زوارها من بغداد ومن حيث الإدارة سيطرة الفرس سيطرة تم على الجيش والإدارة المركزية والمناصب الإدارية التي تنحدر من أصول فارسية كنظام الوزارة والحجابة ومن الناحية السياسية نراحظ أن الدولة العباسية انصرفت بوجهها نحو المشرق وبينما مكنت سلاتها بأقاليم أواسط آسيا كبلاد الترك والهند والصين فاحتكت بها تجاريا قبل اهتمامها بالغرب الإسلامي مما أضعف النفوذ العباسية في المغرب واكتفى العباسيون بإقامة دولة الأغالبة التي اعتبروها بمثابة حاجز يحمي بلاد المشرق الإسلامي من أخطار تسر بالمبادئ الخارجية المتطرفة والتشيع ومن الناحية الحربية نتج عن تحول الدولة العباسية إلى الشرق واتخاذ بغداد مقر للخلافة العباسية أنقل اهتمامها بشؤون البحرية فترة طويلة من الزمان كما قل اهتمامها بموانئ البحر المتوسط في الوقت الذي اهتمامها بالبحرية التجارية في المحيط الهندي مما أدى إلى تألق البصر والسيراف وغيرها للخليج العربي كمرافع تجارية هامة ومن الناحية الثقافية ظهرت آثار سياسية للانفتاح نحو الشرق في الحركة العلمية فكان العصر العباسي عصر إحياء للثقافات الإقليمية وبالذات الثقافات الفارسية القديمة وهو العصر الذي بلغت فيه الحياة العلمية أوجها ونشطت حركة الترجمة عن الهندية واليونانية والفارسية ومن الناحية الاقتصادية شهد العصر العباسي تطورا اقتصاديا هاما فقد عملت الثورة العباسية على تحرير ثبقة العمال والفلاحين من السيطرة الأموية وإعفائهم من الجزء والسماح لهم امتلاك الأراضي فقلت الهاجرات للمدن وأحدث احتكاك العباسيين بالشرق الأقصى رواجا اقتصاديا لنرذيها بسبب تفتح الأسواق التجارية مع الصين وتركستان والهند وتدفق المتاجر والسلع للعراق وازدهرت التجارة البحرية مع الصين عبر سواحل الملايو والهند الصينية كما امتدت التجارة العباسية إلى بلاد البلغار وحوض نهر الفولجة وترتب على ذلك أيضا ازدهار الصناعات كالخزف والمنسوجات والتحف المدنية واشتعرت بغداد بالعتابة وهو نوع من المنسوجات اختصت به العتابية ببغداد واشتعرت الموصل بالموسلي الذي عرفته أوروبا باسم الموسلين وبازدهار الصناعات تطورت الفنون الزخرافية والفنون المعمارية بعد أن غدتها الفنون الإيرانية والهندية والبيزانطية والسينية بكثير من تأثيراتها الفنية وباختصار كان قيام الدولة العباسية نقلة هامة ونقطة تحول في تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية الفصل الرابع التعريف بخلفاء العصر العباسي الأول وأهم أعمالهم 1. أبو العباس عبدالله بن محمد المعروف بأبو العباس السفاح 132-136 هجري 750-754 ميلادي هو أول خلفاء الدولة العباسية تولي الخلافة في الثالث من ربيع الآخر سنة 132 هجري وختم في صبيحة اليوم التالي لخلافته بجامع الكوفة خطمة مدح فيها آل محمد وندذ بالأمويين الذين اقتصبوا الخلافة من أصحابها الشرعيين ثم ختم خطمته بقوله أن السفاح المبيح والثائر المبير ولهذا السبب الوقت بالسفاح واختلف المؤرخون في تفسير كلمة السفاح ويرجع العدد الأعظم منهم أن لقب السفاح يعني السفاك أو المحب للقتل وأن هذه السفاك لسقت به لكثرة جرائمه والمذابح التي حدثت في عهده لد الأمويين وأقرب الأقربين إليه كابي مسلم الخلال وزير آل محمد ويميل عدد من الباحثين لتفسير كلمة السفاح بمعنى الكريم الذي يسفح الدنانير وأن هذا المعنى يتفق ومعرف عن أبي العباس من الكرم والعطاء وأنه سمى نفسه بالسفاح المبيح أي الذي يغدق الأموال عن المؤيدين والثائر المبير الذي لا يتردد في سحق الأعداء والمتآمرين ويعتقد هؤلاء الباحثون أن السفاح بمعنى القاتل لم يتلقب به أبو العباس في المصادر التاريخية الأولى الموثوق بها كالتباري والعقبي والدينوري والجهشياري وأن اسم السفاح لم يرد في كتابات المؤرخين إلا منذ القرن الرابع الهجري ويضيف هؤلاء أن أبنا قتيبة صاحب كتاب الأمام والسياسة يدلق اسم السفاح على عبدالله بن علي عبدالله بن عباس أم أبي العباس الذي اشتهر بشدة البطش وسفك الدماء وهو الذي قتل مروان في مصر ومثل بإحل الشام ينفي هؤلاء الباحثون سفة القوة وسفك الدماء من أبي العباس الذي تصفر بالحلم وكرم الأخلاق وكراهيته لسفك الدماء ويبرئوناه من أعمال المذابح التي جرت في بداية قيام الدولة وينسبونها إلى أعمام أبي العباس كعبدالله بن علي الذي يسميه لعقوبي بالسفاح ودود وسليمان وإسماعيل وصالح ولكن مهما دفع عن أبي العباس وبرئ من هذه التهم فإنه هو المسؤول عن المذابح البشعة التي اقترنت بقيام الدولة العباسية أما القول بأن اسم السفاح لم يرد في مدونات القرن الثالث فمرضود بدليل أن مؤلفا مجهور الاسم من القرن الثالث الهجري لعله ابن الطاح مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله العباسي يسمي أبا العباس بالسفاح ولنستبعد لذلك أنه لقب بالسفاح لكثرة ما سفك هو من دماء أو ما سفك في عاده من دماء الأممويين ويكفي للدرال على ذلك أنه خر سجد لله عندما وصله رأسه مروان بن محمد ثم رفع رأسه وقال الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظهرني بك لم يبقى ثأريا قبلك وقبل رهتك عداء الدين وترديده لقول الشعر لو يشربون دمي لم يروا شاربهم ولا دماؤهم للغيد زرويني ومن أمثلة سفكه للدماء ما فعله بسليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان في مجلسه مطمئن لأمان حصل عليه من الخليفة فسعى السفاح مولى له وينشده لا يغرن كما ترى من رجال إن تحت الضلوعد أندوية فدع السيف وارفع السود حتى لا ترى فوق ذهرك أموية فأمر السفاح في الحال بقتل ضيفه سليمان وبهذه السياسة النادرة بدأ العباسيون مذابحهم فغدروا بالأمويين في أبي فطرس وحذو حذو خليفتهم السفاح وأعتقد أنه لو لم يكن أبو العباس هو الذي شن هذه السياسة الانتقامية وباركها ما تجرى أبن العباس أمثال عبد الله بن علي وسلمان بن علي وغيره على البطش ببقاء الأمويين وتتبع أولادهم وأطفالهم في كل مكان تصل عليه عصاكر العباسيين وقد وصف المؤرخون أبا العباس السفاح بأنه كان سريعا لصفك الدماء فأتبعه في ذلك عمله في المشرق والمغرب وكان مع ذلك جوادا بالمال ويمكننا على هذا الأساس أن نفسر وصف السفاح لنفسه بالسفاح بأنه كان يتوعد من ينوي الخروج عليه بصفك الدم وأما المبيح فمعناها الرجل الجواد كثير العطايا ولعله كان يقصد أنه بقدر ما هو سفاح فهو كريم ببعد المال لمن لاستحقه والواقع أن هذه السياسة الحكيمة التي التزمها أبو العباس وقوامها الشد والجذب والشدة واللين والترهيب والترغيب كانت ضرورية في أول قيام الدولة العباسية فقيام الدولة يقترن دائما بمثل ذلك ومن المعروف أن معاوية بن أبي سفيان اتبع نفس السياسة كما اتبعها أيضا عبد الرحمن الداخل عندما أسس دولة بني أمية في الأندلس واتبعها حفيده عبد الحميد عبد الرحمن الناصر عندما تولى إمارة الأندلس والبلاد ومزقة الأوصال وهي على العموم سياسة المجدية لأنها تمكن لنفوذ دولة الجديدة وأول ما قام به أبو العباس أنه عزم على اتخاذ قصر لخلافته يكون قريبا من شيعته وأنصاره بدلا من دمشق حاضرة دولة بني أمية البائدة ومن المعروف أنه نزل بادي أذيبد في موضع قريب من الكوفة يسمى هاشمية الكوفة ولكنه انتقل منها بعد عامين لمدينة الأنبار الواقعة على نهر الفرات إلى الشمار من نهر الكوفة فأقام بجوارها مدينة عرفت بهاشمية الأنبار اتخذها دار للخلافة وذلت الأنبار مقر الدولة العباسية مدة سبع سنوات إلى أن قام المنصور ببناء مدينة بغداد في سنة 145 هجري ورأى أبو العباس ضرورة القضايا على بقية الأمويين حتى تستقر دعايم دولته ويسفو له الأمر فقام بمذابح مشع منها مذبحة نهر يبي فترس عندما أرنى أمنة لكل أمين أموي يسلم نفسه للسلطات العباسية وضرب من هؤلاء الأمراء الفارين بأن يسلموا أنفسهم فلما اجتمعوا لهذا الغرض انقض عليهم العباسيون بإعاز من عبد الله بن علي العباسي وقتلوهم وكان في من قتل محمد بن عبد الملك بن مروان والنمر بن يزيد بن عبد الملك وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وسعيد بن عبد الملك ولم يكتفي أبو العباس بالقضاء على الأحياء من أبي أمية بل عمد إلى التمثيل بجرث الخلفاء المروانيين وإحراقها ويأتي المسعودي في ذلك برواية العمر بن هني جاء فيها خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبول أبن أمية في أيام أبي أمية سفاعة فانتهينا إلى قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه فضربه عبد الله بن علي ثمانين سوطا ثم أحرقه واستخرجنا سليم من أرض دابق فلم نجد منه إلا صلبه وأطلعه ورأسه فأحرقناه وفعلنا ذلك بغيرهم من بني أمية وكنت قبولهم بالقنصرين ثم انتهينا إلى دمشق فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثيرا واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤونه ورأسه ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فيه إلا عظما واحدا ووجدنا مع لحده خطا أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده ثم أتبعنا قبولهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ونلاحظ أن السفاح لم يرعى مواثقه التي كان يمنحها لأعدائه أو حتى لأنصاره فكان كثيرا نكث بها مثل ذلك أنه لما حاصر القائد الأموي ابن هبير في وسط وطل الحصار لسنة كاملة أعطاه السفاح أمانا وقعه أبو جعفر المنصور وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه من أمان ولكن السفاح ألح على أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبير وعلى الرغم من وراجعة أبي جعفر المنصور له في ذلك فإن السفاح كتب إلى أخيه يقول والله لا تقتلنه لا أرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله وعند أيضا قتله المنصور ويذكر ابن الأثير أيضا أن أبا جعفر أمن خالد بن مسلم المخزومي من قادة الأمويين وكان مع ابن هبير ولكن السفاح أمر بقتله ولم يجزي أمان أبي جعفر كذلك أمر السفاح بقتل وزيره أبي سلم الخلال الذي كان من أهم الشخصيات التي ساعدت في ساسيس الدولة العباسية قتله عن طريق أبو مسلم الخرساني وبذلك رسم أبو العباس السفاح الخطة التي تبعها من خلفه من خلفاء بن العباس في الغذر بالأنصار وعدم احترام العهود والمواثيق الأمر الذي دع المؤرخي للقول بأن الدولة العباسية كانت دولة ذات خلع ودهاء غدر وكان قسم التحايل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة وفي عهد السفاح قمت الثورات العربية في موادع كثيرة من بلاد الشام والجزيرة وقمت الثوار بالتبييد أي رفع الألوية البيضاء شعار الدولة الأموية ففي سنة 132 هجري بيد حبيب مر المر في بثنية وحران ثم بيد أبو الورد بجزاة بن كوثر بن زفر بين الحارث الكلابي في قنصرين وقدم أهل دمشق عليهم أبو محمد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية المعروف بالسفياني لاستيائهم من سياسة القتل التي جرى عليه الأباسيون وكان بن الورد متوليا لعسكر السفياني ونجح عبدالله بن علي العباسي في إقاع الحزيمة بقوات أبو الورد في مرجل آخر من قتلهم جميعا أما السفياني فقد مر إلى تدمر ثم لحق بأرض الحجاز وظل هناك حتى خلافة المنصور ثم قتل وفي نفس السنة 132 بيد أهل الجزيرة وخلعوا أبو العباس السفاح وزحفوا إلى حران كذلك بيد أهل قرقيسيا والرقى ودار ومردين والرهى والسميسات ولكن أبا جعفر تمكن من القضاء على هذه الثورة كذلك قام الثورات الأخرى في خرسان وعومان ومصر كلها تأخذ على العباسيين كثرة صفكهم للدماء وعلى رغم ما تصفى به أبو العباس السفاح من قسوة فإنه كان كريما كثير البدل وكان شاعرا يميل للأدب وسماع الغناء وكان يظهر لندمائه ويجالسهم ويجدل لهم العطاء وكان تعليبهم مفاخرات العرب من نزار اليمن وفي سخائه يقول الصولي وكان السفاح أسخى النأس ما وعد وعدة فأخرها عن وقتها ولا قام من مجلسه حتى يقديها اثنين أبو جعفر المنصور 136-158 هجري 754-775 ميلادي واحد كان السفاح قد عقد في السنة 136 لأخي أبي جعفر عبدالله بن محمد بالخلافة من بعده وجعله ولي عهد المسلمين على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي فلما توفي السفاح كان أبو جعفر بمكة فأخذ عيسى بن موسى البيع لأبي جعفر وكتب إليه يعلمه بوفاة السفاح والبيعة له وهكذا وليه المنصور الخلافة والأخطار ما تزال محيطة بالدولة فهناك العلويون من آل حسن وجماعة من أقاربه وأنصاره يكيدون له وكان أبو جعفر لحد قول السيوطي فاحل بن العباس هيبة وشجاعة وحزما ورأيا وجبروتا جامعا للمال تاركا للهوة واللعب كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب فقيه النفس قتل خلقا كثيرا حتى استقام ملكه وهو الذي درب أبو حنيف رحمه الله على القضاء ثم سجنه فما تبعد أيام ويصفه بن طباطب بقوله كان المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم وذوي الأراء الصعب منهم والتدبيرات السديدة وقوران شديد الوقار خصن الخلق في الخلوة من أشد الناس احتمالا لما يكون من عبث أو مزاح ويضيف إلى هذه الصفات فتالمكر والتيقذ وينسب إليه أصل الدولة ودبط المملكة وترتيب القواعد وإقامة النموس لهذا كله يعتبر أبو جفر المنصور المؤسسة الحقيقية لدولة العباسية ولا شك أن الفترة التي قضاها المنصور في الخلافة العباسية تعتبر من أهم العصور الخلافة إن لم تكن أهمها على الإطلاق فقد حكم ما يقرب من 22 عاما حكما استبداديا استنعى خلاله العنف والقصوة وأشعى أنه يحكم بتفويد من الله كما يتجلى في قوله إنما أن السلطان الله في أرضه وعلى هذا الأساس عمل العباسيون للاحتفاظ بالخلافة في دولة ثيوقراطية أساس السيادة فيها لزعباء الدين وكان من أثر ذلك أن أصبحت الخلافة العباسية تطابع استبدادي وديني وركز الخليفة فيها نميع السلطات الدولة في يده فلم يكل الوزير من الأمر في شيء وفي سبيل تثبيت دائم الدولة العباسية الفتية لم يتردد أبو جعفر المنصور في الغدر بكثير من أنصاره وبعد أقربائه وأصبح الغدر العباسي سمة تمثل الطبع الذي التزمته الدولة العباسية طوال تاريخها الطويل وقد استهل أبو جعفر عهده بقتل عمه عبدالله بن علي الذي يرجع إليه الفضل الأول في إيقاع الهزيم مرهام المحمد في موقعة الزاب وهو الذي تتبع الأمويين بالقتل والتشريد وقد على الفتنة الكبرى التي قامت في الشام ضد الحكم العباسي ويرجع السبب قتله لعمه إلا أن عبدالله بن علي مكاد يسمع بوفاة ابن أخيه سفاح حتى خرج على المنصور فجمع جنده وطلب منه أن يبايعوه وادع أن أبو العباس جعل له العهد عندما سيره لمقاتلة مروام المحمد وأتى بشهود شاهدوا له بذلك وبايعو أكثر أهل الشام رغم كراهيتهم له نكاية بأبي جعفر ثم سير أبو جعفر أبي مسلم الخرساني لقتال أخيه عبدالله فسر أبو مسلم وهو كاره للقتال واشتبكت قواته مع قوات عبدالله في قتال طويل الأمد دام خمسة شهور وانتهى بهزيمة عبدالله بن علي في السبع من جمادة سنة 137 هجري ففر عبدالله إلى أخيه سليمان والي البصرة فأخفاه عنده ثم سلمه إلى أبي جعفر في سنة 139 بعد أن حصل على أمان له فسجنه المنصور ثم قتله بعد تسع سنين في سنة 127 هجري كذلك أقدم أبو جعفر المنصور في سنة 137 هجري على قتل أبي مسلم الخرساني قائد الثورة الأمويين في خرسان ويعزون قتل المنصور له للأسواب الآتية واحد تمادي أبي مسلم في زهوه وإسرفه في قتل النفوس البريع اثنين تقدمه على المنصور في طريق الحج وعدم انتظاره إياه في طريق العودة عندما بلقه نبأ وفاة أبي العباس السفاح ثلاثة بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه بالخلافة أربعة كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة والجزيرة أن يلحق بأبي مسلم عند توجهه لمقاتلة عود الله بن علي في الشام فكتب قحطبة إلى مال مورياني وزير المنصور يقول له إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقى الكتاب من يده إلى مالك بن الحيث فيقرأه ويدحكاني السازاء خمسة تجرؤه على قتل سليمان من كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون استشارة الخليفة ستة تحديه لآمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خارسان وولاه الشام مصر وقوله هو يوليني الشام مصر وخارسان لي واستمراره في السير لخارسان تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله وانتسابه إلى صليت ابن عبدالله بن العباس والواقع أن أبا مسلم تماد في الاعتماد بنفسه لاستشعاره بأنه صاحب الفرل العظم في قيام الدولة العباسية وتجاوز حدود سلطاته إلى حد أخف المنصور منه على خلافته وفي عهد المنصور ظهرت عدة نحل دينية أشهر وحركة الرواندية التي ظهرت في قرية راوند بالقرب من أصفهان أعقب مقتل أبي مسلم الخرساني وهي حركة مستمدة من الأفكار الفلسفية القديمة التي روجها الفرس بدفع الشعور بالقومية الفارسية ويعتقد أصحاب هذه الكحركة بتناسخ الأرواح ويزعمون أن روح آدم حلت في عثمان بن نهيك وأن ربهم الذي يتمعهم ويسقيهم هو المنصور وقد اعتبر المنصور هذه النحلة خروجا على الدين فحارب أصحابها فانقلبوا عليه وكادوا يفتكون به ولكنه ظفر بهم وقتلهم ثم تشكلت الرواندية في حركات متفرعة مختلفة منها الخرمية وهي فرقة تدعى أيضا بالمسلمية قطعت بعدم موت أبي مسلم ومنها المقنعية نسبة إلى رجل ممرو من أنصار أبي مسلم الدع الألوهية واتخذ قناعا يخفي قبح وجهه وأباح المقنع ترك الصوم والحج والصلاة كما أباح النساء لأتباعه ولم يتم القداء على هذه الحركة إلا في زمن المهدي وفي عهد المنصور أخذ العلويون ينويون العباسيين وينابذونهم العداء لأنهم خدعوهم والسأثروا بالخلافة دونهم وكان يقود العلويين في المدينة بانو الحسن وعلى رأسهم إخوانهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية لزوده ونسكه وكان يلقب بالمهدي والثاني إبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتيل بخمري فاهتم المنصور اهتماما خاصا بالقداء للحسنيين فسير جيشا ضحما بقيادة عيسى بن موسى ولي عهده وحميد بن قحتبة اشتبك مع أنصار النفس الزكية في موضع قريب من المدينة فدارت الضائرة على الحسنين وقتل بن قحتبة محمد النفس الزكية واحتزر أسه وحمله للمنصور في الرابع عشر من رمضان سنة 145 هجري أما أخوه براهيم فقد أعلن الثورة في البصرة واستولى عليها فأرسل المنصور إليه جيشا بقيادة عيسى بن موسى وسعيد بن مسلم واشتبك براهيم بن عبد الله بن الحسن مع الجيش العباسي في الموضع المعروف باسم باخمر القريب من الكوفة فانحزم وقتل هناك في نفس الحام وحزوا رأسه فأتوا به عيسى بن موسى وذلك في الخامس والعشرين من دلقادة واقترر اسم المنصور بمدينة بغداد التي شيدها في سنة 145 هجري ويرجع السبب بنائه لها على حد قول ابن الأثير إلى أنه لما ثرت الراواندية في الهاشمية الواقع بنواحي الكوفة كرح سكانها لذلك ولجوار أهل الكوفة أيضا فإنه كان ليأمن أهلها على نفسه وكانوا قد أفسدوا جنده فخرج بنفسه يرتد له موضع يسكنه هو وجنده فانحضر إلى جرجاليا ثم سعد للموصل وسار نحو الجبل في طلب منزل مبلغه حتى اهتدى إلى موضع بغداد الذي يجمع بين الماء والزرع في موقع يمكن أن تصل إليه السفن من الشام والرق والميرة من الصين والهند والبصرة وواسط والموسط وأرمينية بين أنحار لا يسل إليه عدوه إلا على قنطرة فعجبه المكان وعزم على اختياره لإنشاء بندات وأمر باختيار قوم من ذوي العقل والعلم والمعرفة بالهندسة ليتولوا تخطيط المدينة فابتدأ المنصور إنشاءها في سنة 145 هجري وكتب إلى عماله بالشام والجبل والكوفة والرابط والبصرة يأمرهم بإنفاذ الصناع والفعلة فكان ممن أحضر من الكوفة من كبار العقلاء الحجاج بن أرطاء وأبو حنيفة وتم البناء في سنة 146 وجعلها المنصور مدورة وفتح في سورها أربعة أبواب ومن أسمائها بغداد أو بغدان والزوراء لانحراف قبلاتها لليسار وقل لزورار ناحية دجل عند مروره بها كما سم الجانب الشرقي منها الروحى لانبساط مجرى النهر عنده وفي وسط المدينة أقام قصره والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم وقصور الأمراء ورجال الدولة ودور الأهالي تتخللها الأسواق وقد حرس على تحصينها لتحاكي في العذمة والفخامة والمناعة القسطنطينية العذمة ومن أشهر قصور بغداد قصر الضياف المعروف بالخضراء وكان ينزل فيه السفراء والوافدون على بغداد من مختلف الأقليم حتى يحدد لهم المنصور وقت مقابلته لهم وكان بأعلى هذا القصر تمثال على صورة فارس في يده رمح يدور مع الريح ووصفت قبة القصر بأنها كانت تاج البلد وعالم بغداد كذلك بنى قصر الخلد على شاطئ تجل الغربي خارج بغداد بينما كان قصر الذهب في قلب المدينة وما سمي براصفة بغداد اتخذه ثكنات لجنده وصوره وخندق حول الصور وسرعان ما عملت الرصافة وأصبحت تضاهي بغداد في العظمة وفي سنة 157 هجري أمر المنصور ببناء محلة الكرخ في الجهة الجنوبية من بغداد ويرجع السبب في بناء الكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الأسواق وأسبابه في السودة بغداد الأمر الذي أزعج المنصور ضايقة فأمر بنقل هذه الأسواق التي كانت تشغل غسما كبير من مدينته للجنوب حيث الكرخ وقيل في سبب نقل الأسواق للكرخ أن رسول ملك الروم جاء إلى بغداد فأمر الربيع فتف به بالمدينة فسأله المنصور كيف رأيتها قال رأيتها بناء حسنا إلا أني رأيت أعداءك معك وهم السوقة فلما عاد الرسول عنه أمر بإخراجه من ناحية الكرخ وقيل إنما أخرجهم لأن الغرباء يترقونها ويبيتون فيها واربما كان فيهم الجسوس وفي عهد المنصور غزل بيزنطيون بعد أراضي الشام في سنة 138 هجري في عهد الإمبراطور قسطنطين الخامس واستولوا على ملطية وهدموا سرعة ولكن المنصور تمكن من استردادها في العام التالي وأقم فيها حامية عسكرية كبيرة وفي عاده استقل عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل بالأندلس عن الخلافة العباسية فأرد المنصور أن يقضي على السلطان عبد الرحمن الأموي فبعث العلاب المنيث ليحصل للأندلس لمحاربة عبد الرحمن ولكن الأمير تمكن من إيقاع الهزيم بالعباسيين في قرمونة وتوفي المنصور في سنة 158 هجرية بالقرب من مكة وهو في طريقه للحج ثلاثة المهدي بن المنصور 158-169 هجري 775-785 ميلادي هو محمد بن عبد الله المنصور بوي عليه بمكة يوم توفي أبوه وحكم المهدي قرابة 11 سنة قدتها الدولة في السلام وسعد على ذلك ميله للسلم واستقرار أمور الدولة في حياة أبيه وقد عقف المهدي على الفنون وخاصة العمارة فأقم الصور الرصافة وبنى مسجدها ووسع المسجد النبوي بالمدينة وجمله بالفسيفساء والعمد وكس الكعب سنة 126 هجري بالديباج والخز والقباطر وتلى جدرانها بالمسك والعنبر وبنى على جوانب الطريق المؤدل الحج منازل ومحطات لراحة الحجاج وأمر كذلك بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل في سنة 163 هجري وكان المهدي من أكثر الخلفاء العباسيين حباً للموسيقى والغناء وكان بلا طخو يكتذ بالمعغنين وذوي المواهب الفنية أمثال حق الوادي وصياته إبراهيم الموصلي ويسير بن خلكان إلى أنه كان أحسن الناس صوتاً وكان ابنه أبو إسحاق إبراهيم من كبار المغنين الموسيقيين في بلاد الرشيد والأمين وعد إبراهيم زعيم الحركة الموسيقية الإبداعية الفارسية بخلاف إسحاق الموصل الذي تزعم المدرسة التقليدية العربية وكان المهدي شديداً على أهل الدلال والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم ففي عهده ظهرت حركة المقنعية بزعامة المقنع الخرصاني سنة 159 حجري قادها رجل من أهل مرو موطن النحل الفارسية أعوار كسير القامة دميم الخلقة اتخذ لوجهه قناع من ذهب لإخفاء قبح وجهه وادع الألوهية وكان يقول إن الله خلق أدم فتحول في صورته نوع وهكذا هلم جرى إلى أيبي مسلم الخرصاني ثم تحول إلى هاشم وسمى نفسه هاشماً وكان يقول بالتناسخ فتابعه في الدلال خلق كثير وكانوا يسجدون لناحيته أين كانوا من النواحي وكانوا يقولون في الحرب يا هاشم عنا وتجمع حوله حشد كبير من التابعين وتحسنوا في قلعة بسنام ونسر جردة من رسل يقش وعانه الترك في بخارة والصند ولكن هذه الحركة لم يطل أمدها فقد انتهت بهلاك المقنع ذلك أن المهدي سير إليه جيشاً بقيادة معادة المسلم وسعيد الحرشي أوقع بأصحاب المقنع فهزمهم فلما أيقن المقنع بالهلاك جمع نساءه وأهله وسقاه السم وأمر أن يحرق هو بالنار حتى لا يمثل بجثته كذلك أظهرت في أيام المهدي حركة الزندقة وكان أصحاب هذه الحركة ينادون بالإباحية المطلقة والفوضى والتحلل من جميع القيم والروابط الاجتماعية وقد تتبع المهدي الزندقة في كل مكان ونكل بهم وعينا لمتردتهم رئيساً يعرف بصاحب الزندقة قتل منهم أعداداً هائلة وبلغه أن صالح بن أبي عبيد الله كاتبه زنديق فأحضره فلما تأكد لديه ذلك قتله والمهدي أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزندق والملحدين وفي عهد المهدي ساءت العلاقات بين البيزنطيين والعباسيين فلم تنقطع الحرب البرية البحرية بينهما فمنذ سنة 159 هجري تولت حملات المهدي على البيزنطيين وقد رد البيزنطيون على تلك الغارات فأغاروا على مرعش وأحرقوها فجعل المهدي ابنه هارون في حلب لمهاجمة البيزنطيين وعمل هارون على مقاتلتهم فوصل جيشه إلى سواحل البصفور وأرغم الإمبراطورة إيرين الوسية على ابنها قسطنطين السادس على أن تدفع المسلمين مبلغاً قدره 70 ألف دينار سنوياً وعقدت الهدن بين المهدي وإيرين لمدة ثلاث سنوات أربع الهادي بن المهدي 169-170 هجري 785-786 ميلادي هو أبو محمد موسى الهادي بن المهدي بوي عليه بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه المهدي وفي عهده القصير ضعفة الخلافة العباسية فقد أصبحت أموال الدولة تصرف على المقربين والمتصلين به من الشعالاء وغيرهم كذلك بدأ نساء القصر يتدخن في شؤون الدولة مما قل لهبتها فكانت أمه الخيزران حاكمة مستبدة من الأمور الكبار وكانت المواقب تندو إلى بابها وقيل أنها سعت إلى قتله لما وعك فسمت وقيل غم وجهه ببساط جلسه على جوانبه وفي عهد الهادي بدأ ظاهرة استقلاه الأطراف في الدولة العباسية وقمت الفتن والمنازعات في الداخل فقد حضر العلويون الحسنيون في الحجاز في سنة 169 هجري بزعامة الحسين بن علي بن الحسن من الحسن بن علي بن أبي طالب أرسل الهادي إلى إخماد حركتهم جيشا إلى مكة بقيادة محمد بن سليمان وتم الاشتباك في وديم بالطريق مكة يسمى فخ فقتل الحسين من معه من أهل بيته وفرأ أحد أقاربه وهو إدريس بن عبدالله بن الحسن فأتى مصر ومن هناك خرج للمغرب الأقصى واستقربوا ليلة فاستجاب له من بها من البرر وتمكن ببهر لهؤلاء الاتباع من تأسيس دولة الأدارس وكان الهادي عنيفا في محاربة الزنادق في سنة 169 هجري التي تولى فيها الخلافة فقتل منهم جماعة فيهم علي بن يقتين ويعقوب بن الفضل بن عبدالرحمن بن عباس 5- هارون الرشيد 170-193 هجري 876-809 ميلادي هو أبو جعفر هارون بالمحمد المهدي من أعظم خلفاء بن العباس وأكثرهم ذكرا في التاريخ العباسي لما تصفى به من كرم وجود ولما وصلت عليه الدولة الإسلامية في عاده من نهضة حضارية بلغت العج فقد أصبحت مغداد في أيامه كعبة العلم والأدب ومركز التجارة والصناعة حتى أصبح اسمه مقرنا بألف ليلة وليلة وفي عصره ارتقى فن الغناء والموسيقى بفضل جهود مغنية إبراهيم الموسلي وعواده زلزل وظهر في أيامه شعراء عظام أمثل أبو العتاهي والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة ومؤرخين أمثل الأسماعي والوافدي وفي عهده أيضا ظهور التأثير الفارسي في الحياة الاجتماعية فاحتفل الناس بالأعياد الفارسية القديمة كالنوروز الذي أصبح يحتل منذ قيام الدولة العباسية ما كان له من عظمة وروعة ولم يقتصر الاحتفال بهذه العيدة للفارس حسب تقاليدهم القديمة بل عد عيدا شعبيا عاما كما احتفل به الخلفاء احتفالا رسميا وأصبحت الأزياء تتبع النمط الفارسي كما انتشرت الأطعامة والأشربة الفارسية ومن أنواع الأطعامة الفارسية التي شعت في هذا العصر الكباج الأفسدباج ومن أمثلة الحلوى الفارسية الفلودج والخشكنانج ويتميز عصر الرشيد بقيام عدة ثورات منها ثورات العرب في الشام ومصر والموصل وفتنات الخوارج في الجزيرة وخرج العلويين في تبرستان وإفريقية تونس وفي عصره نكب البرامكة سنة 187 هجري بعد أن سيطروا على الدولة اقتصاديا وإداريا وكانوا يهيمينون على جميع مرافق الدولة في الحكم وفي الشؤون المالية وفي الإدارة وفي العلوم والفنون أما عن علاقة الدولة العباسية بدولة البيزنطية فكانت علاقة الحرب من مخلاف علاقتها بالدولة الكارولنجية التي ارتبط عائلها شارلمان 768-814 مع الرشيد بعلاقات المودة والصداقة وتبادل الجانبان الهدايا والسفرات ومن المعروف أن الرشيد قد الحملات ضد البيزنطيين بنفسه ففي سنة 181 هجري خرج على رأس جيش كميثيف لأسيا الصغرى واجتز منطقة الثغور واقتحام المواقع البيزنطية في أسيا الصغرى وافتتح حسن الصفصاف كما غز قائده عبد الملك من صالح بلاد البيزنطيين في نفس السنة فبلغ أنقرة فطرت الإمبراطورة إيرين إلى القبول بسلم مهين لبيزنطة من العباسيين ثم قامت في بيزنطة حركة قنابية ضد إيرين في 187 هجري 802 الذي أطاحت بحكمها وخلفها الإمبراطور نقفور الأول 802-811 الذي نقد الهدنة وامتنع عن دفع الجزية ويروي بن الأثير هذا الخبر بقوله وكان يملك الروم حين إذن مرأة اسمها ريني فخلعتها الروم وملكة نقفور وتزعم الروم أنه من أولاد جفن بن غسام وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراش وماتت ريني بعد خمسة أشهر من خلعها فلما استوثقت الروم للنقفور كتب إلى الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام الويدق فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أدعافها إليها ولكن ذلك ضعف النساء وحنقهن فإذا قرأت كتابي هذا فأرجع ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما نفع بها المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يقدر أحد أن ينظر دون أن يخاطبه وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام وعلى إثر ذلك سحف بجلوشيه مخترقا آسيا الصغرى حتى نزل على هرقلة ففتحها وغنم قنائم كثيرة وانتصر على البيزنطيين في عدة مواقع وأرغم الإمبراطور نقفور على إبرام معاهدة صلح تعهد فيها بدفع الجزية من جدين ولكن البيزنطيين نقضوا هذه المعاهدة مرة ثانية وهاجموا الدولة العباسية والرشيد في طريق عودته وحزموا المسلمين في جنوب آسيا الصغرى منتهزين انشغل الخليفة بعد الفتن الداخلية ولكن الرشيد خرج في سنة 190 هجري وفتحها هرقلة والصفصافة ومالقونية وغيرها وأسر من البيزنطيين 16 ألفا وفرد جزة عليهم قدرها 50 ألف دينار توفي الرشيد وهو غاز بخارسان فدفن بالتوصف ثلاثة جماد الآخر سنة 193 هجري وكان قد بيع بولية العهد لأولاده الثلاثة الأمين سنة 175 هجري ثم المأمون سنة 182 هجري ثم المؤتمن سنة 186 هجري وقسم دولته بينهم فعيد بالقسم الشرقي للمأمون وبالجزيرة والعواسم للمؤتمن أما الأمين فتولى الشام والعراق إلى آخر المغرب ستة محمد عبدالله الأمين 193-198 هجري ثمانمائة وثمانية ثمانمائة وثلاثة عشر ميلادي هو والد الرشيد بن زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنثور ولي الأمر بعد الرشيد صبيحة الليلة التي توفي فيها وكان المأمون حناد مره وعلى رغم من الانتقادات التي وجهها المؤرخون إليه وإقباله على اللهو وانقطاعه لمعاشرة المجان عن تدبير الدولة وتوجيهه إلى جميع البلدان في طلب الملهمين واستخفافه بأخويه وقواده وإسرافه في الإنفاق على ملاذاته ومتعه على رغم ذلك كله فقد كان شجاعا فصيحا أديبا كريما أما ما وسمه به المؤرخون فإنما يعبر عن النزعة الشعوبية التي اعتبرت النزاع بين الأمين والمأمون سرعا بين القومية العربية والقومية الفارسية وكان من الطبيعي أن تمجد العناصر الفارسية المأمونة في سرائه ضد الأمين لأن المأمون بكون أمه فارسية يمثل نزعة الشعوبية وكان وزيره الفرد بن سهل فارسيا وكان أبو ماي أبو الفرد مجوسيا إلى أن أسلم في زمن الرشيد واتصل بالرشيد عن طريق جعفر البرمكي فعيانه الرشيد مع ابنه في إدارة القسم الشرقي من دولته فالفرد بن سهل هو الذي أشعر نار فتنة من الأخوين سير لأقصاء العرب عن السلطان وتحويله للفرس وهو الذي سعر لفصل خرسان عن الدولة العباسية لهذا لن نستبعد أن يكون موسم به الأمير من صفات دميمة من نسج خصومه وصنعائه من الشعبيين وكلما في الأمر أن الأمير لم يوفق في اختيار رجاله ولم يفتن إلى حقيقة المؤامرات التي كان يحيكها أداءه ضده ويرجع السبب الفقن بين الأمين والمأمون إلا أن الفضل بن الربيع وزير الأمين فطن إلى أن المأمون إذا آلت إليه الخلافة وهو حي لن يبقي عليه فسعى الفضل إلى إغراء الأمين وحثه على خلاف المأمون من ولاية العهد والبيعة بولاية العهد لابنه موسى بن الأمين فبعدر الأمين بالدعاء لابنه بالإمارة بعد الدعاء المأمون للمؤتمن ثم خلع المؤتمن ووجهه للمأمون يطلب إليه أن يقدم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده فالسشر المأمون وزيره الفضل بن سهل وخاصته فأغروه بالامتناع فامتناع وكتب يعتذر وفي نفس الوقت عمد الفضل استمادت العباس بن موسى رئيس وفد الأمين إليه ولوح له بإمارة بعد موادع من مصر فأجاب إلى بيعة المأمون وأصبح العباس عين لمأمون يكتب للفضل بن سهل بأخبار الأمين من بغداد ثم عمل الفضل بن سهل على توسيع هوة الخلاف من الأخوين فحرد المأمون على الاستقلال بخارسان عندما أرسل الأمين لعمله في خارسان يطلب منهم النزول عن بعدك ورحه فامتناع المأمون عن إجابة الأمين لطلبه وأمر بسد الطرق والمنافذ المؤدية إلى خارسان بثقات رجاله حتى يمنع أي أحد من العبور فحضر أهل خارسان السمال برغبة أرهبه ودبط الطرق بثقات أصحابه فلم يمكنوا من دخول خارسان إلا من عرفوه وأتى بجواز أو كنتجنا معروفا وفتشت الكتب بل عمد المأمون إلى مكاتبة ملك كابل وملوك الترك وخاقان أتبت الذين خرجوا على طاعة الأمين وبعث إليهم ببعض الهدايا فلما علم الأمين بذلك بايع لولده موسى بولاية العهد وسماه الناتق بالحق وأمر بالدعاء له على المنابر وقطع ذكر المأمون والمؤتمن في ربيع الأول سنة 195 هجري وأرسل للكعبة بعد الحجبة فأتوه بكتابي العهد الذين ودعهما الرشيد في الكعبة ببيعة الأمين والمأمون فأحضرهما عنده فمزقهما الفضل بنا الربيع وكان لنكث الأمين لعهد أبيه أثر عميق في إغداب أهل خارسان وغيرهم ثم تطورت الفتنة وأصبحت نزاعا بين الفرس أنصار المأمون والعرب أنصار الأمين وقد سند الأمين في موقفه لد الفرس وزيره الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن مهان وعبد الرحمن بن جبل عذم قواله أما المأمون فقد وقف إلى جانبه الفضل بن سهل ومن قواده هارثم بن عين وطاهر بن الحسين وبدأ الأمين جاهز قواتها لمواجهة الفتنة ثم أمر علي بن عيسى بن مهان بقياجتها لحرب المأمون بعد أن جهزه بخمسين ألف فارس وكتب يلا أبي درف القاسم من دريس العجلي وهلال بن عبدالله الحضرمي بالإندمام إليه وخرج علي بن عيسى في شعبان سنة 195 هجري وركب الأمين يشيعه ومعه القواد والجنود وفي نفس الوقت كان طاهر بن الحسين عسكر بري والإمدادات تأتيه من خرسان وكان يتأهب للقتال فلما بلغ علي بن عيسى ذلك وكان مغرورا بقوته علق بقوله إنما طاهر شوكة من أغصاني ومثل طاهر يتولى الجيوش وقال لأصحابه ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح والريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همدان فإن السخال لا تقوى على النطاح والبغال لا صبر لها على لقاء الأسد وإن أقام تعرض لحد السوف وأسنة الرماح وإذا قاربنا الري ودنونا منهم فت ذلك في أعدادهم وحدث الاشتباك بالقرب من الري واستطاع طاهر بن الحسين بسهولة تغلب على قوات الأمين ولقي عيلي بن عيسى مسرعة وبوي علي المأمون بالخلافة في جميع خرسان ويبالغون في استهتار الأمين بالخبر فيذكرون أن ناعي علي بن عيسى جاءه وهو يصيد سمكا فغدب إذا قطر عليه الناعي لذة الصيد وقال ويلك دعني فإنك أوثرا قد استضى السمكتين وأنا ما استطلت شيئا بعد وتبع ذلك فترة المشحونة بالأتباك والفوضى فقد تعجل الأمين في رد على الهديمة التي تعصب بها جيشه دون إعداد مسبق أو وفقا لخطة الموضوعة كما إنه لم يحسن اختيار القادة فقد وجه عبد الرحمن من جرب إلى الألمارية في عشرين ألف رجل نحو همدان واستعمله عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خرسان فلما وصل ابن جبل إلى همدان شرع في تحسين صورها ولكن طاهر بن الحسين لم يمهله لذلك فأته إلى همدان فخرج عليه ابن جبل على غير تعبع واشتبك الفارقان في قتال عنيف انتهى بهزيمة جيش المعمون ودخل ابن جبلة همدان فأقم بها أيام أعاد خلالها جمع صفوفه ثم خرج لقتال طاهر فانهزم أصحابه ودع فيهم عسكر طاهر الصيوف وامتنع ابن جبل في المدينة فحاصره طاهر فأرسل إليه ابن جبل يطلب الأمان لنفسه ولمن معه فأمنه وسلم له ابن جبلة همدان ولكن ابن جبلة ظاهر بعد ذلك برضائه بأمان طاهر ثم اعترهم وهم آمنون فراكب في أصحابه وبادر طاهر بالرجوم دون أن يشعر وعلى الرغم من ذلك فقد انهزم ابن جبلة وأصحابه وذل يقاتل حتى قتل ثم سير الأمين المرة الثالثة جيشا عدته أربعون ألف لمحاربة طاهر بقيادة أسد بن يرزيد بن مزيد وأحمد بن مزيد وعبدالله بن حميد بن قحتب وأسر العسكر إلى خنقين ولكن طاهر بث العيون والجواسيس في معسكر الأمين واحتل في وقوع الاختلاف بينهم فاختلفوا وانتقد أمرهم وقاتل بعضهم بعدا ثم انسحبوا من خنقين دون أن يواجهوا عسكر طاهر وحدث بعد ذلك أن انقلب الحسين بن علي بن عيسى بن مهان أحد قادة الأمين عليه وخلعه وحبسه بقسر المنصور وبيع للمأمون وأتبعه في ذلك فريق من العسكر ولكن فريقا آخر الساء من هذا التصرف وتبعهم أهل الأرواد فقاتل الحسين بن علي بن عيسى وأسروه ودخل أسد الحربي على الأمين فخلصه من قيوده وأعاده إلى قصر الخلد ثم استقدم الأمين قائده الأسير فعتبه فعتدل إليه وعفى الأمين عنه ثم خلع عليه وولاه العسكر وأمانه بمقاتلة المأمون فخرج ثم هرب ولكن قوما أدركوه وقتلوه وفي هذه الأثناء كان طهر بن الحسين يستورع الأقاليم الخادع الأمين إقليما بعد إقليم فدم إقليم المباري الواقع جنوبي بحر قزوين ثم إقليم الأهواز وواسط المداء واقتربت جيوشه من بغداد وبايع عمل الحجاز للمأمون وتمكن هرثم بن عاين من محاصرة بغداد من الجنب الشرقي أما طهر بن الحسين فتولى حسار الجنب الغربي من بغداد ودام الحسار مدة 15 شهرا وقد أصيب عمران بغداد من جراء هذا الحسار الطويل بأدرار كبيرة بسبب قدائف المنجنيق والنفط فتهدمت أسوار المدينة ودمرت المباني واشعلت النيران في كل مكان حتى زلت محاصنها وخربت معالمها ونفذت الأقوات في المدينة وانتشرت الأمراض والمجاعات واتر الأمين إلى بيع ما يملكه في خزائنه من أمتعة وتحفل لينفق على الجند أما طهر بن الحسين فقد عجز عن للسلاء على بعد أحياء بغداد مثل الكرخ ومدينة المنصور وأسواق الخلد فسماها طهر دار النكث ثم خرج الأمين عندما خذله كثير من أعوانه وقوده ومنهم محمد بن عيسى صاحب شرطته وعلى أفراده يرد الموكل بقسر الصالح وعبد الله بن حميد بن قحتب وأخوته ويحيى بن علي مهان وخزيم بن خاسم وترتب على ذلك سقوط أسواق الكوخ في يد طاهر وتحصن الأمين بمدينة المنصور تولى الدفاع عنه العيارون وأهل السجون وكانوا يقاتلون عراتا في أوساطهم المعازر ونصحه بعد أصحابه بالخروج إلى الشام وإعادة جمع قواتهم من هناك فاقتنع بنصحهم وعزم على ذلك ولكن طهر بن الحسين علم بذلك الخبر فكتب العدد من أصحاب الأمين يأمرهم بإغناع الأمين بالعدود عن عزمه وأثنه عما أقدم عليه ونصحه بعد النصحين بأن يستسلم لأخيه ويتنازل له عن الخلافة فقبل أن يستلم الخاتمة والقذبة والبردة وهي من مخلفات الرسول لطهر ويسلم نفسه إلى هرثم بن آي لكبر سنه ولما عرف من قسمة طهر غير أن طهر خشيئا لا يكون الأمين جدا في تنفيذ معتزمة لا سيما وقد بلغه من قبل أنه كان ينوي الخروج من مغداد إلى الجزيرة وبلاد الشام فودع حول القصر كمين بالسلاح فلما أرسل هرثم إلى الأمين حراقة على بب خارسان ونزل الأمين بالحراقة أرسل الطهر جماعة من العوامين خرقوها بالسلام وقيل قلبوها بمن فيها وسبح الأمين إلى الشاطئ فقبد عليه بعد عساكر المأمون ودبحوه في المحرم سنة 198 وتعفو برأسه فأرسلها طهر المأمون فحزن المأمون لقتله وكان يرغب في أن يرسل عليه حيا ليرى فيه رأيه فحقل بذلك على طهر بن الحسين وأهمله إلى أن مات طريدا بعيدا 7- أبو العباس عبدالله المأمون 197-218 هجري 813-833 ميلادي هو ابن هارون الرشيد من جارية فارسية تدعم راجل بوي عليه بالخلافة وهو بخارسان في سنة 197 هجري وبيع له البيعة العام ببغداد في سنة 198 هجري وفي هذه الأثناء كان الفرل بن سهل يستبد بأمور الدولة ويدبرها من مرء الذي كان ينوي اتخاذها دار للخلافة ويحول الإدارة المركزية من العراق العربي إلى خارسان الفارسية وإلى كي ينفذ هذا المخطط الخطير حجر على المأمون ومنع أهل بيته وكبار قواده من الدخول إليه إلا بإذن منه ثم أمر على لسان المأمون بتعين أخي الحسن بن سهل على إقليم العراق والحجاز واليمن تمهيد لجعل ورلاد الشرق العربي ولاية تنتبع لخارسان وقد أثار هذا الوضع الثائرة العرب في بغداد وغيرها من الحوادل العربية واستهله العباسيون فثار النصر ابن شبت من بني عقيل بالشمال حلب في آخر سنة 198 هجري وتغلب على ما جواره من البلاد واستول على السيصات من مدن الجزيرة وانضم إليه حشد كبير من الأعراب وكثل الجموع فأمر الحسن بن سهل طاهر بن الحسين بالسهل للرقة لمحاربة نصر بن شبث المقبل في آوائل سنة 199 بعد أن ولاه الموسل والجزيرة والشام والمغرب فزحف طاهر واشتبك مع نصر بنواحي كيسون بالغرب من حلب في قتال شديد أبل فيه نصر وأتباعه العرب بلاء عظيما وارتد طاهر إلى الرقة شبه معزوم وترتب على ذلك ارتفاع شأن نصر بن شبث بالجزيرة فقد قوى من أمره وعلى شأنه وتوافد عليه الأتباع والأنصار ولم يرضى ابن شبث يجعل من هذا النصر مكسبا شخصيا له وإنما عبر عن ثباتها المبدأ عندما أتاه نفر من شعة الطالبيين فقالوا له قد وترتب ابن عباس رجالهم وأعلقت عنهم العرب فلو بيعت لخليفة كان أقرب لأمرك فقال من أي ناس قالوا نبايع لبعض آل علي بن أبي طالب فقال أبايع بعض أولاد السودوات فيقول أنه هو حلقني ورزقني قالوا فنبايع لبعض بني أمية فقال أولئك قد أتبر أمرهم والمدبر لا يقل أبدا ولو سلم على رجل مدبر لأعداء إدواره وإنما هو في بني العباس وإنما حربته محاماتنا العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم ولم يوفق المأمون في إخماد حركة جبس إلا في سنة 209 هجري عندما حصره عبد الله بن طهر بكيسوم وديق عليه حتى طلب الأمان وكما عجز الحسن بن سهل عن إخماد ثورة نصر بن شبث العقلي أخفق في إخماد الفتن التي اشتعلت في العراق وبالذات في البصرة والكوفة حيث استدل العلويون هناك ضعف نفوذ الحسن بن سهل واستبداد الفضل بن سهل بالمأمون وأعلنوا ثورتهم عليه ففي سنة 199 هجري ظهر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بالكوفة ودعا إلى الرد من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة وهو المعروف بابن طباطبة وقد ثورت أبو السرايا السري بن منصور القيم بأمره في الحرب ونجح في إيقاع الهزيمة بالجيوش التي وجهها إليه الحسن بن سهل واستولى على الكوفة وعلى الرغم من وفاة محمد بن إبراهيم بن طباطبة فجأة فقد تولى مكانه محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي وانتشر الطاليبيون في البلاد ودرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة وعث جيوشه بالبصرة وواسط نواحيها فتغلب على البصرة والمدائن ثم ول عمانا على مكة واليمن والأهواز والبصرة والمدائن واستفحر خطر حركة أبو السرايا واستعصال الحسن بن سهل قمعها فاستنجد بالقائد حرثم بن عين الذي تمكن من هزيمة أبو السرايا وحمله على الفرار من الكوفة في سنة عشرين هجري ثمانمية وخمستاشر ميلادي إلى القادسية ومن هناك مضى إلى خوزستان وانتهى به الأمر إلى الوقوع في يد الحسن بن سهل الذي قتله وبعث برأسه المأمون وفي نفس الوقت كانت الثورات تجتاح سائر أقاليم الدولة العباسية لا سيما في الحجاز واليمن ومصر والشام ويرجع السبب هذه الثورات لتغلب الفرل بن سهل على المأمون وأنه أجزله قصرا حجبه فيها أهل بيته وقواده وأنه يستبد بالأمر دونه فقدب لذلك بنه هاشم وجوه الناس واجتراعه للحسن بن سهل وهاجة الفتن في الأمصار وفي خضم هذه الأحداث الخطيرة كان الفرل بن سهل يتحكم في أمور الدولة في مرو فتلقب بلقب الوزير الأمير كما تلقب أيضا بلقب ذي رياستين لجمعه بين السيف والقلم ولإصلاح الأمور كان لابد للخليفة المأمون من أن يطلعه رجل عربي غير على حقائق الأمون التي كانت تخفى عليه بسبب الحسار المحكم الذي فرضه الفرل بن سهل على بلاته وتمثل هذا الشخص الغيور في شخصية هرثم بن أعين القائد العربي الذي قرر السير إلى مرو ليبسر الخليفة بن أمورات التي يدبرها بن سهل وسنعيئهم الفرس وفتن ابن سهل إلى نوائي هرثم فاستصدر أمر من الخليفة بتولياته الشام والحجاز حتى يبعده عن خارسان ويحول بينه وبين الاتصال بالمأمون ولكن هرثم رفض أن نرفذ هذا الأمر ووصل السيره إلى مرو قائلا لا أرجع حتى ألق أمير المؤمنين إلا منه عليه ولما يعرف من نصيحته له ولأبائه وأرد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفرل بن سهل وما يكتم عنه من الأخبار وأنه لا يدعه حتى يلده إلى بغداد ليتوسط سلطانه وبلغت هذه الكلمات مسامع الفرل فأوهم المأمون بأن هرثم هو الذي أثار عليه البلاد وهو الذي دس أبا السرايح وأنه خلف أمر أمير المؤمنين عندما قلده ولاية الشام والحجاز وحث الفرل الخليف على تأذيبه حتى يكون عبرة لمن يعتبر ونجح الفرل في تغيير قلب المأمون على هرثمه فلما وصل هرثم مره أمر الفرل بالطبول فدقت لكي يسمعها المأمون فسأل المأمون عنها فقال له هرثم قد أقبل يرعد ويبرق وفي نفس الوقت ظن هرثم أن قرع الطبول يعني قبول قبل أوله فأمر المأمون بإدخاله ثم وجه إليه تهمة تأذيب أبي السلايا وأهل الكوفى العلويين عليه ولم يقبل منه أي عذر أو اعتراض فأمر به فدس بطنه ودرب أنفه وحبسه أما الفرل فقد أمر أعوانه بالتشديد عليه وتعذيبه وأقام هرثم أياما في سجنه ثم توفي مقتولا وثار أهل بغداد على الحسن بن سهل وترد عمله من بغداد كما أخرجوا علي بن هشام من قبل الحسن بن سهل وأرادوا أن يبيع المصور بن المهدي المعباسي بالخلافة فامتعى عن ذلك ثم أردوا عليه الإمرة عليهم على أن يدعوا المأمون بالخلافة فأجابهم إليه في سنة 211 هجري عندما أصروا على ذلك قائدين لا ترضى بالمجوس بن المجوس الحسن بن سهل وتضامن أهل بغداد على إصلاح ما فسد من أحوال الأمن ووضع حد لجرائم الشطار وقطاع الطرق والعابثين في بغداد نفسها وعرف هؤلاء الذين تجردوا لذلك بالمقطوع للأمر بالمعروف والنحيع المنكر والعمل بالكتاب والسنة ووجد الفضل بن سهل بعد أن تخلص من هرثم الطريق أمامهم وهي أن ليقنى خلافة من العباسيين العلويين فما زال يزين الأمر المأمون لتنفيذ هذه الخطوة وينفره من آله العباسيين الذين خرجوا عليه في بغداد مستغلا في ذلك ما كان يتحر به المأمون من مورونة جاه العلويين حتى أقنعه بأن يختر الإمام علي الرضى بن موسى الكاذم وليا لعهده في سنة 211 هجري ويذكر المؤرخون أن المأمون نذر في بني العباس وبني علي فلم يجد أحد أفضل ولا أروع ولا ألم منه فاستقدمه المأمون إلى مره وأنزله أحسن إنزال ثم بيع له بولاية العهد ولقبه الرضى من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر جنده بترح السواد من الثياب والأعلام والتذياد الثياب الخضر في رمضان سنة 211 ودرب اسمه على الدنالير والدرهم ثم زوجه من أم حبيب ابنته وزوج محمد بن علي بن موسى الردة بابنته أم الفضل والظاهر أن الإمام علي الردة أطلع المأمون على حقيقة الأوضاع وأطلعه على سوء الحال من الفتن والحروب والثورات التي استمرت منذ قتل الأمين وبما كان الفضل بن سهل يستير عنه من أخبار وحاقدت ظاهر المأمون على الردة بالذائم عن تحويل الخلافة للعلويين حتى لا يؤثر ريبة الفضل بن سهل ولكن أهل بغداد أبوا أن تخرج الخلافة من ولد العباس وظنوا أن تحويلها إلى العلويين حلقة في مؤامرة خططها الفضل بن سهل وكان وقد الساء من مصور بن المهدي لاعتماده على الشطار بطنته فبايعوا أبراهيم بن المهدي للخلافة ولقبوه المبارك وخلعوا المأمون في غرة محرم لسنة مائتين واثنين هجري وبايعه سائر بني حاشم فاستولى أبراهيم على الكفة والسواد كله واستعمال على الجانب الغربي من مغداد العباس بن موسى الهادي وعلى الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي وعزم المأمون على السير العراق فتحرك إلى سرخص وهناك اغطيل الفضل بن سهل في حمامه وقيل في حمام دار المأمون في اثنان من شبابان فاستعدم المأمون ذاك وأمر بقتل قتلته وقيل إنه هو الذي أمر بقتل الفضل بن سهل وذلك أنه لما رأى إنكر أهل بغداد لما فعله من نقل الخلافة إلى بني علي وأنهم نسبوا ذلك للفضل بن سهل ولما رأى الفتنة قائمة دس جماعة على الفضل بن سهل فقتله في الحمام ثم أخدهم وقدمه ليضرب رقابهم فقالوا له أنت أمرتنا بذلك ثم تقتلنا فقال أنا أقتلكم بإقراركم وأما ما دعيتموه علي من أني أمرتكم بذلك فدعوة ليس لها بينة وفي مدينة توس توفي الإمام علي الرضا فجأة في سفر سنة 1203 بالسبب عينب أكثر منه وقيل لعنب المسموم فصل عليه المأمون ودفنه عند قبر أبيه الرشيد ثم جد المأمون في السير إلى بغداد فلما علم إبراهيم بن المهدي بقرب يصوله فر من بغداد في الثاني من ذي الحجة سنة 203 ووصل المأمون إلى بغداد فنزل سرصافة ثم تحول ونزل قصره على شاطئ دجلة وكان قد استقدم معه طاهر بن الحسين من الرقة ليوافيه بالنهروان ويسحبه إلى بغداد ولما استقر في بغداد تلقاه العباسيون وسألوه أن يترك لباس الخضر ويأمر بالعودة للسواد فأجابهم إلى ذلك في الثالث والعشرين سفر سنة 204 أما إبراهيم بن المهدي فقد أمر المأمون بالبحث عنه فذفر به في سنة 210 وكان متنكرا في زي مرأة فعف المأمون عنه وأما الحسن بن سهل فعزله عن ولاية العراق واستوزره جبر لمصابه بعد مقتل أخيه وتزوج بابنته بروان في رمضان سنة 210 أما طاهر بن الحسين فقد ولاه المأمون خرسان في سنة 205 بينما ول ابنه عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام مصر وتوفي طاهر في جماد الأولى سنة 207 حجري وقيل أنه كان ينوا الاستقلال بخرسان وقطع اسم المأمون في الخطبة ولكن الموت فاجأة فقد ذكر ابن الكثير أن كرثوم بن ثابت ابن أبي سعيد القائم بالبريد في خرسان قال فلما كانت سنة 207 حدرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب فلمبغ لأغير ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت بها أوليائك واكفنا مأونة منبغ علينا وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين ومن بين الثاورات التي قامت في عهد المأمون واحد ثاورة عرب مصر وأقباطها سنة 216 حجري قامت الوجه البحري بسبب تعصف الولاة وتشددهم مع الأقباط والعرب في جباية الدرائب والجزيات وقد شملت هذه الثاورة كل بلاد الوجه البحري واتر المأمون للخروج بنفسه إلى مصر في سنة 213 لتحديات الأوضاع فأقم بها 47 يوما والظاهر أن المأمون استخدم العنف في القضاء على هذه الثورة واحدة إلى الأفشين بمحاربتهم وخاصة قبط البشرود من أهل الحوف فقتل منهم الأفشين عددا كبيرا وسباهم فنزلوا على حكم المأمون واستفت المأمون في ذلك فقيها مالكي بمصر يقال له الحارث بالمسكين فقال إن كانوا خرجوا لظلمنا لهم فلا تحلوا دماؤهم وأموالهم فقال المأمون أن تتيسوا مالك أتيس منك وهؤلاء كفار لهم دمه إذا ذلوا متظلموا للإمام وليس لهم أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفوك دماء المسلمين في ديارهم وأخرج المنصر رؤساءهم فحملهم إلى بغداد ثورة الزط في جنوبي العراق بنواحي المصرة قام الزط بثورتهم منذ قيام الفتنة بين الأمين والمأمون وقد ول المأمون لمحاربتهم في سنة 205 هجري عيسى بن يزيد الجلوذي كمعاهد في العام التالي لمحاربتهم قائده داود بن مسحور وأسند إليه أعمال البصرة وكوردجل واليمام والبحرين واستمر الزط يشكلون خطرا كبيرا على الموارد الاقتصادية للدولة العباسية إذ كانوا يفريدون المكوس على السفن الداخل لبغداد ولم تخمت حركتهم إلا في سنة 319 هجري عندما وجه المعتصم لمحاربتهم قائده عجيف بن عنبسة في جماد الآخرة وفي ذلك يقول ابن الأثير وكانوا غالبوا على طريق البصرة وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخوه السبيل ولتبع عجيف الخيل في كل سكة من سكك البريد تركض بالأخبار فكان يأتي بالأخبار من عجيف يوم فسار حتى نزل تحت واسد وأقام على نهر يقال له بردودة حتى سده ونهرا آخر كانوا يخرجون منه ويدخلون وأخذ عليهم الطرق ثم حربهم فأسر منهم في معركة واحدة خمسمائة رجل وقتل في المعركة ثلاثمائة رجل فضرب أناق الأسرة ثم خرج الزط إليه بعد أن منهم في ذي الحج سنة مائتين وتسعة عشر وبلغ عددهم سبعا عشرين ألف بما في ذلك النساء والسبيان والمقاتلة منهم اثني عشر ألفا ثم عباءهم في سفنهم معهم البوقات ونقلوا بعد ذلك العين زربة وظلوا هناك إلى نغر البيزنطيون العين زربة في سنة مائتين وواحدة أربعون هجري في خلافة المتوكل العباسي فأسروا كل من كان بها من الزط مع نسائهم ودراريهم ودوابهم ونقلوهم للقسطنطينية ويبدو أنهم انتشروا من هناك في نواحي أوروبا الغربية ونزل بعضهم إسبانيا ولعل الغجر المسلمون والإسبانية من سلالة هؤلاء الزط لتشاوح كلمة الزط بالاسم الفارسي لهم وهو جت وتقارب جت من جتان الإسبانية لا سيما وأن هؤلاء الزط اشتهروا في المشرق الإسلامي باشتغالهم بالهناء والرقص وإلهاء الجماهير ثلاثة حركة بابك الخرمي وبدأت هذه الحركة في سنة ثلاثمائة هجري في الجويدانية وهم أصحاب جويدان بن سهل صاحب اليد ودع بابك أن الروح جويدان حلت فيه وقال بالتناسخ والصفح لخطر هذه الحركة الأمر الذي دفع المأمون لمحاربة بابك فسير عليه في سنة 204 قائده يحيى بن معاذ ولكنه لم ينجح في مهمته ثم أعاد المأمون الكرة في سنة 206 هجري وسير لمحاربة بابك خائده عيسى بن محمد بن أبي خالد ولكن بابك هزم قوات المأمون نكبها وتابع المأمون تسير قواته لمهاجمة بابك ففي سنة 209 عاهد إلى علي بن صدق المعروف بزريق على أرمينيو أذربيجام بمحاربة بابك ولكن بابك أثر أحد القادر الذين سيرهم رزيق لمحاربته وذل الأمر بابك يشتد وجماعته تتكاثر حتى ألت الخلاف للمعتصم فتولى قائده الأفشين متردته على نحو الذي قض به عليهم تدريجيا وعلى الرغم من الفتن والثورات التي ملأت عهد المأمون فإن عصاه يعتبر من أسهار سور الدولة العباسية من الناحية العلمية فقد اهتم بالمسائل العلمية والفلسفية وشجع على النهدة الفكرية ونشر العلوم فزود دار الحكم التي كان الرشيد قد أسسها في بغداد بمختلف أنواع الكتب من الهن وبلاد الرومي والفرس حتى أصبحت دار الحكم أشبه بجامعة علمية تضم دار الكتب يجتمع فيها شيخ العصر للترجمة والتأليف والتحصيل كما خصص فيها موادع للنسخين وذكروا أنه استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرس واتلع على الكثير مما جاء فيها فكان أول من فحس من الخلفاء عن علوم الحكمة وحسل كتبها وأمر بنقلها للعربية وشهرها وحل إقليدس ونظر في علوم الأوائل وتكلم في التب وقرب أهل الحكمة وجره ذلك للقول بخلق القرآن وامتحان القدات والشهود والمحدثين بالقرآن فمن أقر أنه مخلوق المحدث خل سبيله ومن أباء أعلمه به ليأمره فيه برأيه ومن من امتحانه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل الذي أصر على أن القرآن كلام الله فأمر به فشد في الحديد ثم أمر به فأرسل إلى ترسون مع جماعة ممن خلفوا المأمون في مقالته وكان المأمون يحب لعبة الشطرنج ويولع به وكان يبرر ذلك بقوله هذا يشحد الذهن واقترح فيه أشياء وكان يقول لا أسمع أن أحد يقول تعال حتى نلعب ولكن يقول نتداول أو نتناقل وكان المأمون يشترك في المناظرة في الفقه فأوجد مجالس المناظرة وكان يجلس لذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع وكانت المناظرات تناول المسائل الكلامية وتجرى داخل غرفة مفروشة وجرت العادة أن يبدأ المأمون مع من يناظرهم للفقهاء يتناول الطعام والشراب فإذا فرغوا بخروا بالمجامل وطيبوا ثم يبدأوا في مناظرتهم لأن تغرب الشمس ثم تنصب الموائد ثانية فيطمعون وينصرفون وقد أجمع المؤرخون على أن المأمون كان أفضل رجال بني عباس حزما وعزما وحلما ورأيا ودهاء وهبة وشجاعة وأنه لم يل الخلافة من بني العباس أعلم منه وفي عهد المأمون قامت في الدورة البيزانطية ثورة يتزعمها توماس السقلي ضد الإمبراطور البيزانطي ميشيل الثاني العموري في سنة 211 هجري 821 ميلادي كانت تحيط بعرش الإمبراطور وقد أيد المأمون ثورة توماس وأمدها بقوة إسلامية مقابل أن يتنازل له توماس بعد أن يحقق هدفه عن بعض الحسن البيزانطية ولكن ثورة توماس فشلت بعد عامين في سنة 823 ميلادي ثمانية أبو إسحاق محمد المعتصم 218-227 هجري 833-842 ميلادي هو ابن الرشيد من مراد أم أولده التركية بوي علىه بعد وفاة أخيه المأمون وهو في غزوته الأخيرة لبلاد البيزانطيين في رجب سنة 218 وقد سر المعتصم على سياسة أخيه في حمل الناس على القول بخلق القرآن فأهان ابن حمل إهانة بارغة فقد أحضره أول خلافته وامتحنه بالقرآن فلم يجب للقول بخلقه فأمر به فجلد جلدا شديدا حتى وشي عليه وتقطع جلده وحبس مقيدا كذلك تشدد المعتصم على العلويين فتخلص من الإمام محمد الجواد بن علي الردى بن موسى في الخامس منذ الحجة سنة 219 فقد قيل إن أم الفضل بنت المأمون سمته لما قدمت معه من المدينة للمعتصم كذلك قبض على محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين العلوي فسجنه في آزج اتخذه في بستان بمدينة سر من رأي سامر رأى ثم دس إليه لسم فمات وإن كان فريق من الزيدي يعتقد أنه لم يمت وأنه مهدي هذه الأمة وكان المعتصم شجاعا قويا من أشد الناس بطشا وكان قائدا موفقا في حروبه لقد استحق لقب الخليفة القائد وهو أول من أدخل الأتراك في الديوان وكان يتشبه بملوك الأعاجم ويمشي مشيتهم واعتمد المعتصم على الأتراك اعتمادا كليا في الليش وأسقط العرب من ديوان العطاء وأهمل الفرس فقويت شوكة الأتراك وارتكبوا الكثير من أعمال الشغب ببغداد مما أثر عليهم العام فاضطر المعتصم لتأسيس مدينة تتسعر جنده الأتراك فأسس مدينة سامر رأى في سنة 221 وانتهى من بنائها في 223 وأقم فيها مسجدا جامعا وأفرد سوقا لأرباب الحرف والصناعات ونقل إليها الأشجار والثمار وأقام القصور العظيمة التي بلغ عددها 17 قصرا وفي عهد المعتصم ازداد خطر بابك الخرمي الذي لذب الأقاليم الجبلية الشمالية الشرقية منذ سنة 221 ولكن المعتصم وضع كل إمكاناته العسكري للقضاء عليه وعهد بهذه المهمة إلى قائده الأفشين الذي نجح في القبض عليه وسيره إلى الخليفة بصامر رأى حيث قتل شر قتلة في سنة 222 هجري والمعتصم هو بطل عمورية ففي عهده ساءت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية وكن الإمبراطور البيزنطي تيوفيل بن ميشيل العموري يعين بابك الخرمي بمعاونات أسكرية انتقاما لما فعله العباسيون زمن المأمون من مساعدتهم للتواصل السقلي فقد أغار البيزنطيون في سنة 223 على مدينة زبطرة وفتحوها بالسيف ثم أغاروا على ملطية وقتلوا ونهبوا وسبوا فاستنفر المعتصم قواته وسر على رأس جيش الدخم يقوده الأفشين وأشناس وتمكن من هزيمة الامبراطور البيزنطي في أنقرة ثم حاصر عمورية ودخلها بالسيف وتركها أربعة أيام نهبا للسرب والتدمير وأراد المسير القسطنطينية ومحاصرتها برا وبحرا فبلغه عزم العباس بمأمون على الخروج عليه ومكاتبة الامبراطور البيزنطي فعجر المعتصم في مسيرته وقبد على العباس وأنصاره وفي نبج منع عنه الماء فمات بها وفي أيام المعتصم خرج المزيار بنقارن صاحب جبال طبالستان وكان على مئثر من الخرمية على المعتصم في سنة 224 هجري ويرجع السبب ثورته لأنه أراد انتزاع الأرض من كبار الملاك العرب وتوزيع على الفلاحين فأغرى الفلاحين بقتل أرباب الديع فأمر المعتصم قائده عبدالله بن طهر بمحاربته فسير إليه عبدالله بن طهر من نيسابور أمه الحسن بن الحسين الذي تمكن من أسره وحمله إلا سمرة سنة 225 وهناك أقر بأن الأفشين هو الذي حرده للأسيان لاتفاقهما في المجوسية فأمر المعتصم بجلده حتى الموت ثم صرب إلى جنب بابك أما الأفشين فقد مات في الحبس ثم أخرج من سجنه ميتا فصدب بباب العامة بسامرة وفي أيام المعتصم عيدا خرج أبو حرب المبرقع اليمني بفلسطين سنة 226 ويرجع السبب في ثورته لأن بعد الجندي اعتدوا على إحدى نسائه بالصوت فأصابها إصابة دمية فقدم قتل الجندي ثم خرب وألبس وجهه ورقعا ودعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورغم أنه ليس أموي لكنه لقب بالسفياني فلما كثر أتباعه وانضم إليه جمع من الرسالة اليمنية خاف المعتصم أن يستفحل أمره فسير إليه رجابا أيوب الحضري في نحو مئة ألف مقاتل فرأاه رجاء في حشود نهائلة فكرها مقاوقعته وعسكر تجاهه وكان الوقت أوان الزراعة فانصرف من كان مع المرقع لعملهم وبقي معه نحو ألفين وعالفين وتوفي المعتصم في هذه الأثناء أولي الواثق واتفق عن ثار القيسية بدمشق أيضا فأمر الواثق القائد رجاء بالشروع في إخماد فتنة دمشق والعودة بعد ذلك إلى المبرقع ولكن المبرقع وقع أسينا في يد رجاء فأرسل إلى صمراء 9- الواثق بالله 227-232-842-847 هو أبو جعفر الواثق بالله هارون بن المعتصم وأمه أم والد رومية اسمه قراطيس وكن الواثق يشارك أباه المعتصم في مويوله وأرائه الفلسفية فتشدد مع الفقهاء وألزمهم بإعتناق أرائه وانتصر للمعتزلة وقد أثار بهذه السياسة مشاعر أهل بغداد فسختوا عليه وأنكروا القول بخلق القرآن وتزعم هذه الحركة أحمد بن نصر الخزعي في سنة 231 ولكن الواثقة توصل للقبل على زعماء الحركة في سنة 231 وجلس له مجلسا عاما فيه أحمد بن أبي داود قاضي القدات وناظر أحمد بن نصر في مشكلة خلق القرآن فأنكر عليه بأن نصر ذلك فقام إلى سيف يقال له السماسمة ودربه على رقبته ثم طعنه بترف سيفه في بطنه وأمر بصرب رأسه عند باب الخرمي ببغداد وبوفاة الواثق في سنة 232 هجري ينتهي خلفاء العصر العباسي الأول ترجمة نانسي قنقر